اشتركوا في القناة 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 الكابتن حنان عيد عبد الملك الكابتن مي عبد المجيد هم مدربوا قطاع النشيات لكرة اليد بالنادي الاهلي موليد الفين وخمسة الفين وسبعة والفين وتسعة الذين حصدوا العديد من البطولات مع انطلاق الموسم الحالي ففريق تحت الفين وخمسة حصل على بطولة الجمهورية ينافس على لقبي بطولة الجمهورية وكاس مصر فيما نجح فريق موليد الفين وسبعة في الحصول على بطولة الجمهورية الصيفية وبطولة النخبة يتصدر الفريق الدورة الاول من بطولة منطقة القاهرة فيما ينافس على بطولة الجمهورية الشتوية اما موليد الفين وتسعة فحصلوا على بطولة النخبة الصيفية فيما حصدوا وصفة بطولة الجمهورية الصيفية فيما يخوضون بطولتي الجمهورية والنخبة الشتوية بهدف الفوز بها كرة اليد الأهلاوية حكاية مسيرة من النجاحات إنجازات كبيرة للفريق كرة اليد القطاع سيدات أو قطاع النشآت والبراعن في الناد الآلي حقيقة إنجازاتها على مدار التاريخ بشي النهاردة ولا مبارح ولا أول من زمان طول عمر سيدات اليد الأهلي متزعمين المحليات أو الناحة المحليات تماما للدوري والكياس والمنطقة يعني مسكين الأمور من زمان من حديد مهما تتواصل الأجيال لكن في الآخر المداربين موجودين عندنا على الأرض الواقع ما شاء الله عليهم كلهم وهنبدأ باع كابتن ماي ناصر وهي أصغر مرحلة عندنا كابتن ماي 2009 في الناد الآلي أول تاني شتوية تاني صيفية وأول منطقة وأول نخبة وأول منطقة للآن ولسه عندك بطولة كمان اللي هي الشتوية تقولي هي بتستعدي ازاي بنعمل ايه مع السن الصغير ده؟ السن الصغير ده أصعب سن تقريبا لأنه في الأول كنا في الصيفية ما كناش يعني كتأول بطولة بالنسبة لهم أول سنة يشترك السنة دي في بطولات للتحاد السنة اللي فاتت كان فيه شمس بيه اللي هم بيلعبونا دلوقتي 2009 كانوا بيدخلوا بالشمس بيه والطيران بيه فده كان مديهم يعني فرصة أكتر مننا أن هم شاركوا ويعرفوا الجو وعمل ازاي احنا كانت بالنسبة لنا أول بطولة كان صعب شوية على البنات احنا كانت البطولة على انجيلة فده كان صعب برضو احنا أخذنا تاني في البطولة الصيفية ديت الحمد لله استعدنا طبعا كان بيسعيدنا دكتورة هيلة طبعا هي ورانا دايما دكتورة هيلة وكابتن ياسر استعدنا وعرفنا غلطاتنا واشتغلنا عليها جينا في النغبة الحمد لله أخذنا أول وفرق اسكور عن البطولة الصيفية للفرقة الوغدة أول الفرقة الوغدة مركز الأول كانت الشمس فأنا كسبت الحمد لله الشمس فرق أربعة وكان الموتش ماشي فرق ستة كمان فالحمد لله أخذنا النغبة بجدارة يعني بس دوت بيصعب علينا القصة يعني أننا أول وأننا بطل الحمد لله النادي الأهلي دائما بطل بيصعب علينا أننا لازم نحافظ على هذا ولازم نفضل إن شاء الله دايمان أول لأن النادي الأهلي عودنا على كده أنا الحمد لله كنت كبتل النادي الأهلي ما عندناش مركز تاني فصعب علينا ان احنا يعني نفضل اول هي مستعبة عن نادي الاهلي بس داوت بيخلينا نشتغل اكتر وبيطلب مننا مجهود اكتر كاتل الكريم والخير 2007 ما شاء الله نمسك الخشب اول سيفية واول نخبة واول منطقة وما صلنا الشتوية ان شاء الله تولي عن كل الكلام ده الحمد لله يعني اول حاجة بس يعني النجاح الفرق قصت لي داوتور الناس كتير اوي يعني اتعبوا مع الواحد عشان يوصل الى الكلام ده من جهاز فني طبعا الكابتن ياسر والدكتور اهيلا ومعايا الاداري كابتن عبدالله وكابتن ماجد بن ربح راس المرمى وكابتن حمام محب وكابتن مصطفى وكابتن مشينو كابتن حامش عد انس حد يعني كل المدربين اللي معنا في الجهاز طبعا استعدنا الاستعد بيبقى قوي البطولات دي الوقت بيبقى صغير شوية بس بنحاول نشتغل على قد ما بنقدر عشان نوصل للنتيجة دي والحمد لله ربنا كرم نعم كريم اكيد التعامل مع الابنات الصغيرة او البنات الصغيرة مختلف تماما عالي التعامل معك يعني عشر سنين او اتناشر سنة اكيد بيحصل فيه مشاكل يعني لازم بتعلمهم ان هو ده الهدف لان نطلع بنات بالتعامل مع الموضوع ده ازاي والله كابت خلده السن ده صعوبته ان البنت لازم يعني تبقى واسقة فيك وتحبك وفي نفس الوقت اسمع كلامك كويس فانت الموضوع ده عشان تعمله او اخد منك تعب بعيد عن الملعب فتحاول توصللوه من يعني الملعب دها مكان للشغل احنا بنلعب في نات كبير ومن اتمرد في نات كبير فعامل حاجي عشان اسم النادي للمشغالين الجواه فنحاول نوصل ده على قدم نقدر ونحاول نفصل ما بين التمرين ومن برأ الملعب بين جوا WITHIN برأ الملعب لما يهد نقدر نوصل فيها مع البنات في التعامل وفي الكلام وفي الطريقة وفي كل حاجة منيبدأ لحنا الحمد ده ربنا بكرمنا بلحقة اللي احنا عايزينه يا رب سهلا نقف شواء على بره الملعب دينا كنت فيها كلام كتير وشور كتير كابتن حنين عيد برضو ما شاء الله نمسك الخشب أول منطقة وثاني جمهورية وليسا عندنا كاس مصر يعني إنجازات كبيرة كنت كابتن اللي قاله كابتن منطقة في مصر وبردو دي حاجة تصايدنا شخصان من كل الكابات اللي تبرونه ولعبه في نادي موجودين وتواجدين في الأجهزة الفنية طولية عن المشوار بتاع جدا إحنا بدأنا في الفين وخمسة كابتن وكان في الأول الفين وخمسة أساسا الحمد لله ربنا قرمنا بتوط المنطقة خدناها كنا نهزمنا في مباراة في أول في آخر مباراة يعني في الدول الأولاني وجينا في تاني في المطش الفايصل دوت كنا لازم نكسبه كنت لعب مين ولعب الشمس 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 أحتاخد بقى منافس قوية جبتا فرقة كويس فرقة قوية جدا ربنا قرمنا في المطش دوت ووجود كابتن كريم معايا في الجهاز وطبعا نقف دكتورة هالة معايا في مدير قطاع النشاءات كتوفة معايا في كل المطشات الفين وخمسة أعملنا المطش وكسبناها وتعمل المطش بعدها باثنين وسبعين ساعة وخدنا بها البطولة الحمد لله خدنا المنطقة خدت المنطقة ولسه الجمهورية مستمرة لسه الجمهورية فيها راون تاني تمام وبعد الراون التاني ما هيخلص هياخدوا أول أربع فرق يعملوا دابرة مجمعة يعني لسه قدامنا بسورتو ولسه كاس كمان ولسه كاس عندنا وشين عاجبني أو الروح اللي بينكم يعني لو كان كريم بيتكالبوا لأنا ورايا يعني ناس كتيرة كابتن حنان نفس الكلام وحقيق نفس الكلام الروح الجميلة دي حصلة إزاي الروح الجميلة دي حصلة جاية بقى من فوق من كابتن ياسر ودكتورة هالة كلنا إيد واحدة أنا مبقفش الواحدة في المطش معايا كابتن كريم كابتن حنان كابتن محب حتى الناس يعني كابتن سامح كابتن سامح ملعب كبير مش ناشئين هتلاقيه برضو قايف معنا معنا في التمرين الإداريين كلنا يعني كل ناس العلاج الطبيعي كلنا إيد واحدة فعلا كلنا نحب الخير لبعض كلنا بنشتغل لكيان النادي الأهلي مش لفرد مش لإسمي مش لقوشين مش لحنان مش لكابتن كريم لا كلنا بنشتغل لكيان النادي الأهلي كريم قلتلي من شوية إن إحنا بنشتغل بره الملعب وجوه الملعب بره الملعب إيلي بيحصل هل بتأخذ البنات وتخرجوا يعني إيلي بيحصل إيه الحتة اللي انت بتعملها زيادة عشان البلاد اللي يتجمع على خور بنات أول مقصد برضا كده خالب بمره الملعب إننا نعز أوصل للبنت جوه الملعب ده شغل بتاعنا مره الملعب انت عندك مشكلة عايزة تقولي حاجة في حاجة انت معترض عليها ما عندناش مشكلة انت تيجي تتكلم معي وتيجي تنقشي الحوار وفي مساح نحن نتكلم مع بعض ونقدر نوصل لحل في المشكلة اللي انت عايزة توصل لها يعني بنحاول بمعنى أصلاح ندي السكة بره الملعب جوه الملعب الموضوع بيبقى شغل بس ما انفعش ان نتكلم في أي مشكلة جوه الملعب هي دي الحتة أنا بقول حدك عليها يعني بره الملعب بنتكلم مع البنات يخليهم انهم اقربوا مننا على قد ونقدر عشان لو حد لو حد عندها مشكلة عندها مشكلة في مدلساتها عندها مشكلة في النادي بتمرانهم ولا السنة ده بتضغط عليه قوي والله كابتان خالده والمفروض نحن ما رضغطش عليه بس للأسف أنا بضغط لازم 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 عشان النادي الأهلي زي ما كابتان إشين قالت وزي ما كابتان حنان النادي الأهلي ما ينفعش مع أي مركز غير مركز الأول فحيكبت اقوى محطوط في دايرة ورده يعني صعبة شوية ضغط عايز تصنع يعني بطل ونجم وفي نفس الوقت عايز تحق مركز ما ينفعش غير مركز لأولنا أي مركز غير مركز أقول ما يعني ما يعني ما يعني أصحنا ذا قالي ما بعترفش بيه فدي بتخلي برضو المدرب و بيقمع ترد تحت ضغط وفغزبا عنك بتحاول إن بتوصل الولاد يعني مش عايز توصل لهم الضغط ده بس ما عمروا الوقت يعني حاجة مش بقردتك بيوصل نهم برضو بتحطوا معك في نفس الضغط ده عشان يوصلوا النتيجة اللي حان بوصلها أكيد أكيد دي نتيجة كويسة وشين التدريب أسهل ولا اللعب اللعب طبعا اللعب انت اللي بيجي في دماغك بتقدر تنفزه إنما كونك تبقى بره فيه في دماغك حاجات شايفة في الملعب وعايز تنفزها وبتبقى مش بيدك تنفزها بيد لعيب تاني تنفزها فده بيبقى صعب بس حسيتم المدربين بتعمليهم بتعمله في المدربين صعب بتعمله صعب لأ أنا جيب كابتر عنا حالة حسيتم المدرب بيبقى عليه ضغط أكتر بكتير من اللعيب المدرب بيبقى عليه ضغط أنا مثلا بلعب ملعب صغير يعني خمس لعيبة أنا ببقى شايلة هم الخمس لعيبة وأنا واقفة بره إنما وانا لعيب أنا ببقى أنا اللعيب أنا عارف أنا هعمل إيه غير بقى لو كنت هاف مثلا فأنا شان أنا كنت هاف فأدماغي بقى أمشي الملعب وكده دي شوية ساعدتني إن وانا مدرب أنا كنت هاف فعرفة أمشي الناس كويس يعني يقال يعني الحمد لله وأنا وانا مدرب حسيت إن أنا لأ شايف الملعب بحس شوية باللعيبة وعايز يعمل إيه بس ضغط المدرب طبعا أكوى بكتير صعب 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 جدا كابتن حنال بتفرج عليها على الخط راحة جاية راحة جاية مهمة صعب 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 بتفكريني كابتن أشب شكرا راحة الله يرحمه حبيبي الله يرحمه يعني مهمة صعب 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 صع جداً أي حد يجيب جون لأن الدفاع هو أساساً تسعين في المائة من مكسبك طريقة الدفاع وهو أساساً كمان الله يرحمه كان بيعلمنا وإحنا بنلعب أساساً كنا بندفع من نص الملعب بالدفع من نص الملعب ضغط متقدم 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 تعلمنا منه وبنحاول بنحاول يعلمه للبنات بس يعني البنات يعني واحدة واحدة مش مش هينفع أن أهدهم لهم مرأة حاناً أنا أقولك بصراحة أنت كنت كابتن كبير فيه في اللعيبة في البنات تحس أن هما يقدروا إبو حانين عيد آه فيه 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 لعيبة كتير الموضوع اختلف عن زمان كتير اكتمام أكتر دلوقتي والي الأمر بيهتم ببنته أقصى حاجة عنده بتعمل لك مشاكل أوليه كتير بس الحمد لله بس يعني فيه ناس برضو ورانا الحمد لله شايلة القصة لي زي الدكتورة هالة آه كابتن ياسر الناس برضو شايلة من ورانا أكلم بصراحة كابتن موشين أوليه لأمور كل واحد عايشوف ابنه أحسن لعيب زمان كلنا وحنا بنلعب ما كانش التارجة وليه الأمر خالص لكن النهاردة هو وليه الأمر هو التارجة بتتعامله مع بزيه والله يعني احنا الحتة دي شوية دكتورة هالة بتتعامل فيها أكتر مننا احنا يعني احنا بنحط نفسنا ما كان وليه الأمر هو نفسه يشوف ابنه أحسن لعيب في الدنيا نفسه يشوف ابنه بيلعب كل المطشاط فاحنا بنحاول نعمل اللي علينا طبعا التمرين بيبقى أنا عندي 30 لعيب همرأني 30 لعيب من نفس المستوى بس فيه فروق فردية فأنا كمدرب لازم أراعي الفروق الفردية وليه الأمر لازم برضو يفهم الحتة دي إنه هو فيه فروق فردية أو ابنك يجيه لوقت ويلعب بس مش معنى إنه هو مثلا ما بيلعبش المطش ده يعني هو يعني مش مؤهل إنه هو يلعبه لا فيه فيه في الوقت ده الوقت ده بتاع ابنك الوقت ده بتاع حد تاني فأنا بحاول أوصل ده وليه الأمر يعني لما يجيت لي الفرصة دكتور هيلة شهيلة طبعا عنينا كتير جدا في الموضوع في الموضوع ده كريم لو ددك المايك وقلتلك وجه رسالة لأولي الأمور وقلهم من قلبك كمدرب في نادي أهلي تقولهم إيه لا والله يا ركبتان خلد أولي الأمور يعني لازم اتقلهم حقك كتير عودي اللي انت عايزه لا بجد والله النجاحات يعني مش عايزة أقول للنادي عشان ما يبقاش الموضوع يعني للنادي بيوصلها والمدربين بتوصلها أولي الأمور عليهم كبير جدا هم سبب من أسباب المكسب نعم شايف إنهم اليوم جزء كبير قوي في المكسب الولاد يجيب في وقت معادهم منتظمة وقت الامتحانات حقا حتى الآن في الامتحانات شغالة الولاد موجودين بانتظامها بيغبوش الغياب يعني في عضو كل حدود مستحملين معنا كتير الحقيقة موجودين في دارينا طول الوقت فلا أولي الأمور الحقيقة كلام كتير للواحد نفس يقوله أولي الأمور يعني طب لو واجهت لهم رسالة وتقولهم يعني في مشاكل بتحصل مع المدربين بصافة عامة فتقولهم إيه تدخلوا ما تدخلوش شوفوا أولادكم كيف تقولهم إيه عن الموضيع دي لا يا كبت خالد أنا شايف أن نزام كبت اللي شين قالت ولي الأمر يعني أنت هتم بابنك أو بنتك أنت تحضر مع عم التمرين شايف أن الحتة الملعب والحتة الفنية دي يعني ياريت أن ولي الأمر ما يتطرقش أنه يتكلم فيها لأنها مش بتاعته ولو بدأ أن هو يتكلم فيها يبدأ أعمل مشكلة مش لابنه بس أو لبنته بس يبدأ أعمل مشكلة للفريق كله فأنا شايف أن يعني ده مش شغله زي ما هو ليه شغله محدش بدر يدخل فيه هو جاي في نادي كبير فبيسلم ابنه أو بنته المدرب والنادي هو واسق فيهم فأنا شايف أن هو الجزء ده يديه للمدرب ويديه للنادي ويبقى فيه ثقة يعني أكتر من كده شاء الموضوع يبقى فيه نجاح برضه أكتر من كده أكيد رسالة لأولاد الأمور أكيد ما فيش مدرب في الدنيا عايز يخسر كل المدربين في النادي الأهلي عايزة تكسب وعايزة أحسن لعيبة بس مشكلة وليه الأمر هو بيبص على ابنه بس لكن المدير الفني أو المدرب بيبص على 30 لعيب أعتقد أن ما فيش مدرب يقصد أن هو يزع أو يدايق لعيب لكن خلينا نقول يا أولاد الأمور صدقونا زي ما كانت تريد بيقول كده أنتوا في إيد أمينة النادي الأهلي جاي بمدربين على مستوى عالي جدا لو كان بيخطأ هو بني آدم زي أي بني آدم لكن بلاش التحمل عليه أكتر من كده لكل مدربين النادي كاتر وعشرين أكيد بتحصل مواقف وترائف معاكي في أولاد الصغيرة أكيد صح؟ أكيد وبالأخص في البطولة الصيفية والبطولة الشطوية لأن هذه البطولة هنتكلم لسه عليها لكن قولي لي أبرز المواقف يعني بس في البطولة الصيفية إحنا كنا بنبقى بره في سكندرية يعني فنبقى مسافرين والبطولة كانوا أول بطولة يلعبوا فدي أول بطولة يباتوا بره بيتهم بعيدة عن ماما وبابا وكده وإحنا يعني في البطولة دي الحمد لله أنا وكابتن كريم وكابتن عبد الله وكابتن حسناك كابتن شايماء كابتن محب وكناش بالنام خالص نعم خالص كنا بنظل مع الولاد بس قابلك موقف بقى أن في بنت مش عارفة تنام عشان هي بعيدة عن ماما فالبنت تبقى عادة فوق أنت لازم تبقى قاعد معي تخفيش حيبتي أنا موجودة طب مش هتمشي يا كابتن لا يا حيبتي مش همشي أنا قاعدة لحد ما هي تنام فعلا بتفضلي قاعدة معها فوقت النوم لغاية ما تنام لحد لما تنام ويتراموا حتى أنا مش هسيبها أخاف تصحب الليل تتخضأ أو حاجة فمقدرش هسي كابتن حنام من وقع خبرتك في البطولة الصيفية بطولة الشتوية دي بطولة مش مستحدثة دي بطولة التحاد المصري رأيك إيجابيات وسلبيات بوضوح للبطولة الصيفية ولا أنت معاها بالأسلوب ده ولا لك وجهة نظر معينة لا هي بطولة مش وحشة بطولة كويسة أوي بس هي يعني الضغط اللي على المدربين فيها بيقى صعب أوي هي بطولة يعني انت شاف وجهة نظرك هي بطولة ناجحة ناحة جدا لكن في ضغط بيحسن اليوم اعتقب من 9 صفر وغيرت تسعة بليحطة لحد أربعة يعني تسعة بالليل وساعة الساعة خمسة وساعة أوقات تتلاعب مطشط بتتلاعب الصبح من مرة واحدة تتأجي تتلاعب بعد العصر فهي مطشط بطولة مهمة جدا وفي نفس الوقت للناشئين مهمة وبتعمل صبر المدرب يعني رأيك ان هي كمان بتعمل support للمدرب بتتديره حاجات مختلفة طبعا طبعا كابتا كريم لو كلمنا على البطولة دي برضو لك رأي تاني في الموضوع ان هي بطولة هي بطولة نكحة لكن رأيك ايه شكلها يتغير ازاي لو انت ليك رأيك والله كابتخلد انا شايف ان لو شكلها يتغير ان عدد الفرق المشاركة في العدد الايام اللي موجود للبطولة يحاول انها يتقلل شوية عارف ان طبعا اندي مشكلة كبيرة للاتحاد انا بتكلم يعني بدل ما لعب بثلاث مراحل سنية في ثلاث ايام لأنا حاول على قد ما اقدر خلني مرحلة سنية واضغطها مثلا في يومين ما بتكلمش في ثلاث او مرحلة سنية يعني تقصد ان انت لو مرحلة الفين وسبعة تمام بدل ما تلعب مع الفين وسبعة مثلا و الفين وتسعة و اتن و خمسة ثلاث مراحل سنية نخلي مرحلة مرحلة تمام الفين و سبعة تاخد يومين بس كده اعتقدت وقت كبير تاخد ثلاث ايام الوقت يبقى اطول لك ابتخلت بس انا من وجهة نظري ان انا عندي مساحة وعندي رؤية للعيبة وعندي رؤية للمدربين وعندي تركيز مع الجيل لانا هبص عليه وعندي مساحة لانا ابدأ انا اركز على الجيل ده فين سلبيات وفين ايجابيات ولكن لانا بشوفه ثلاث مراحل بيلعبه في ثلاث ايام يعني فيه انا اسف يعني فيه زحمة فيه زحمة فيه ضغط فيه في برضو الحكام ربنا يكون فؤونهم وبرو لجنة مساحت ربنا يكون فؤونهم الموضوع صعب وانا عارف الكلام انا كنت حكم فعارف ان الموضوع صعب لكن في الاخر بحس ان النتيجة مش اللي احنا مستنينها يعني انا شايف ان النتيجة ممكن تبقى احسن من كده من وجهة نظر يعني وجهة نظرك متفقة ولا مختلفة انا متفقة طبعا مع كابتن كريم وكابتن حنان بس انا بحس ان هي ضغطة على ولاد الصغيرين او يعني ان العيب يصحى مثلا هيلعب مطش الساعة 9 الصبح فانا هصحي من الساعة سبعة علشان يلبس علشان يفطر علشان يروح يلعب مطش من 9 الصبح الحد 4 العصر كتير قوي على طفل يعني عنده 9 سنين 10 سنين من كابتن كبير زي كابتن عوشين تقولي ايه او المسابقة تختلف ازاي بس تؤدي نفس النجاح انا شايفة ان هي زي ما قال كابتن كريم كده ممكن تبقى لكل مرحلة بس انا احب ان هي تبقى بدل ما لعب 3 مطشات في اليوم ألعب مطشين أخفف شوية ضغط على الولاد هيبقوا مركزين اكتر يعني انا لما يجي لعب مطش الساعة 9 ولعب مطش الساعة 4 نهائي مثلا طبما الولاد في النص دوت هيبقوا تعبوا الشمس بتبقى قوية جدا يعني الطفل ده هيفصل مني الساعة 4 هلعب ازاي وهقدي ازاي دي ربنا يكون فهون الاطفال يعني لو مطشين في اليوم تبقى حلوة يبقى بعدني من الآخر بنقول نحن نفتح المساحة بتاعت بدل من نضغط المباراة في 3 أيام زي ما كابتن كريم قال بنفتح المساحة شوية نفتح المساحة شوية نفتحها في 5 أيام اي فيش ضغط على اللعبين تمام كابتن حانين شايفة مستوى سيدات مصر راح لفين والله يا مفوضي يبقى فيه اهتمام اكتر من كده شوية يعني اهتمام اساسا حتى ما عندناش منتخب اول الانمتخب 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 الانمتخ جيل طالع، أعتقد الاتحاد المصري يكلم في قصة دي بياخد الجيل ويطلع بيه هو دلوقتي مهتم او بالألفين واثنين منتخب ألفين واثنين أول ألفين كويس فده برضو حاجة كويسة بالنسبة للاتحاد، للبنات يعني شايفة ده كويس للبنات اه طبعا، ماكانش كده فيه اهتمام قبل في الأول في البريب يعني في الأول ماكانش به اهتمام خالص خالص بالبنات، ده دلوقتي الحمد لله الاتحاد يعني عمل اهتمام جامل جدا للفرأ البنات هل ممكن نشوف المرحلة اللي جاية الاسلوب ده او اللعيب اللعبات يخرجوا لبرة؟ احنا عندنا كتير عندنا نصر عيد بردو تقدر تتلع بره لا نصر لسي عندنا في النادي مش عايز تتلع بره عندها الكدر ان هي تتلع بره عندنا ناس كتير جدا يعني انتو بص يعني لازم يفتحوا لنا الباب شوية فعلا في المنتخب انا بس عندي تعليق على المنتخب ان احنا مثلا من 2010 لحد 2019 هو فين المنتخب فين تسعة سنين بعدين يجي نعمل منتخب 2019 في عندك تسعة سنين راح وما فيش منتخب فيهم وبعدين نرجع نحسب البنات احنا كنا ممكن من 2010 ناهل المنتخب ده عشان يقدر يلعب في 2019 ونضم عليه بقى اللي طالع من 98 واللي طالع من 2000 نزوده بالناس اللي هي بتطلع كل فترة لكن حقيقتك تعمل 2010 وبعدين تيجي 2019 تطلب منهم ان هم يعملوا نتيجة طب فين الدعم فين اللي هيتمام مش هنعمل نتيجة طبا مش هتعمل نتيجة مش هتعمل نتيجة لان ما فيش اهتمام فين استغل مروع عيد ورحاب علشان الناس تشوف مروع عيد لما شفيتها في 2010 فطلعت لعبة برا فين رحاب لما حولت ان هي تطلع برا بس مروع عرحاب اعتقد ان هم بنات مختلفين بصراحة اكيد ان هم يقدروا في الغربة او ان هم يقدروا يعيشوا في الغربة ويقدروا يعملوا اللي هم وصلين له لحد دلوقتي لا ده كفاح شايفين ان فيه بلاد تقدر تعمل ده في مصر واحتراف ويطلع فتح الباب موضوع عقود اللعبات اللي حصل السنة دي الاول سنة في نادي الأهدي رايك فيه دي حاجة كويسة جدا وانا شايفة ان دي هتخلي البنات عندها امل اكتر وعندها رغبة ان هي تلعب وتدي اقسم عندها لان هم هدفهم ان هم يتعامل لك عقد طب انت لو بقيت لعيب محترف والنادي الاهلي يعمل لك عقد النادي الاهلي او النادي في مصر يعمل عقد للعيبة الهندبون فدي يعني صبق اللعيبة النادي الاهلي ده هيحفزهم وحافز اليوم قوي جدا ان هم يلعبوا ويطلعوا اكتر حاجة عندهم وكل الناس يعني اعتقد ان العقود بتختلف من لعيب للعيب فانا هبقى عايز اموت نفسي في الملعة عشان ابقى فيها اولى فدوت هيخلي الناس تبقى تطلع كل عندها في الملعة فلازك اتقودتك او انت وعجودة يعني اتقلتك في المرحلة اللي جاية المستقبل شايف ايه تتمنى ايه في 2019 للهندبول او لك شخصية منك او لفريتك طبعا اتمنى الفريتي طبعا التوفيق والفريق الجهاز كلها في البطارات اللي باقية من بيئة الموسم اللي احنا ان شاء الله نحاقى المركز الاول بالنسبة لهندبول عموما طبعا احنا يعني زين بقى كابتان مشونو كابتان حرام بيقولوا عايزين الدقي بقى اكتر شوية على الهندبول انا شايف ان اللي بيئة الهندبول اللي بقى يعني اللي بقى التانية في مصر بعد كورت القدم في حتة تجل الشعبية نقدر ان احنا نحقق بيها حاجات كتير كويسة بنوصل لمركز كويسة ومركز كبيرة وبنحقق حاجات كتير فيها ما شاء الله كويسة جدا فانا شايف ان الفترة اللي جاية يعني لو اللي اهتمام زاد شوية زي ما حكونا نتكلم ممكن نوصل للمكان احسن من كده امنياتكم في عشري في 2019 اتمنى اللي فريتي ان شاء الله تاخد البطولة الجمهورية نبس عليها ان شاء الله بإذن الله واتمنى للهندبول النادي الاهلي التوفيق اتمنى للمتخب مصر هيلعب كاس عالم ان شاء الله يوم تسعة اتمنى له التوفيق ويحدث مركز متقدم ان شاء الله يا رب بإذن الله كبت موشين ان شاء الله ربنا يكرمنا وناخد كل البطولات اللي جاية كجهاز كرة يد في النادي الاهلي واتمنى الفريتي ان شاء الله تفضل اول على طول ان شاء الله بإذن الله اتفضل 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 عندي اربع لعبة مصابين يعني عايزة يعني من المكاني دوت يعني عايزة اقول بس يعني بقى وصلهم رسالة عندي جمانة اشرف وعندي هانا محمد وعندي لمة وعندي جنة محسن جنة محسن وعنة رجاء والحمد لله ولما مصابة دلوقتي يا وجمانة فانا عايزة اشكرهم لان الله بدي تابت معا كتير جدا بس الاسف الاصابة بعدتهم فترات وينا من الموسم فانا بشكرهم من المكاني ده وعايزهم نشد حلهم عشان الفتر اللي جاء ان شاء الله باذن الله وانا بشكركم وهي اتمنى لكم في السنة الجديدة السنة سعيدة علينا في كل تجهات واستمرار للانجزات وابطولات شكراك انت خيراك كابتن عاطف طاها وكابتن صحر محمود موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان وحلقة جديدة من حلقات الاهلي الاهلي حضراتكم متعودين بنكون موجودين معاكم اليوم السبت اليوم الخميس من الساعة سبعة اخبار كتيرة واستعدادات قوية النادي الاهلي من خلال تدريبات الاداها اليوم في ملعب مختار اتشب الجزيرة ان شاء الله مباراة بيراميدز هتكون يوم الجمعة القادم وهقول لحضراتكم جدول النادي الاهلي من مباريات خلال شهر يناير قبل ما ابدأ بقول لحضراتكم كل سنة وانتوا بخير وصحة وصعادة والامة العربية والامة المصرية كلها بخير ورب ان شاء الله نحقق كل اللي احنا معرفناش نحققه في 2018 وتكون سنة سعيدة علينا وعلى النادي الاهلي وان شاء الله تكون سنة النادي الاهلي يعود الى عرشه من جديد ويحقق لقب دوري ابطال افريقيا ان شاء الله هيبدأ المهمة خلال شهر يناير امام فيتا كلوب في اول مباراة لي مع الفريق في دوري الابطال طبعا زي ما قلت لحضراتكم شهر يناير هيكون شهر مباريات كثيرة جدا للنادي الاهلي هيكون فيها لقائن لدوري الابطال يوم الجمعة القادم 4 يناير هتكون مباراة النادي الاهلي امام تيراميدز ويوم 8 يناير هيكون مباراة ايضا في الدوري المصري سموحا هيلعب النادي الاهلي يوم 8 يناير ويوم 11 يناير الاهلي هيبدأ مشواره الافريقي امام فريق فيتا كلوب الكنغولي يوم 11 يناير يوم 18 يناير شبيبة الثورة أمام النادي الأهلي المباراة هتكون يوم الجمعة اللي بعديها على طول يعني مباراة فيتا كلاب هتكون يوم 11 و11 هيفق يوم جمعة اللقاء اللي بعديها على طول هيكون يوم الجمعة الوراء لكن مباراة هتكون خارج الديار النادي الأهلي هيرجع بعديها لمصر للمقصة يوم 24 يناير ويختتم لقاءته في شهر يناير بمباراة ودي دجلة يوم 28 يناير شهر زي ما قلت لحضراتكم في ست مباريات للنادي الأهلي أربعة منهم في بطولة الدوري العام واثنين منهم في بطولة أفريقيا كل الدعم والتوفيق للنادي الأهلي لازم كلنا نتكاتف ونتحد ونبقى في ظهر النادي الأهلي إن شاء الله علشان الاستعدادات القوية طبعا إحنا عارفين أن الأهلي دعم صفوفه ولسه بيدعم ولسه شهر يناير مخلص وبالتالي كل حاجة وردة وكل المفاجآت وردة وكل الأسماء اللي حضراتكم بتطرحوها على سوشل ميديا من تساؤلات أعتقد النادي الأهلي طلع بيان أكتر من مرة وبيكشف النادي الأهلي لما بيخش في حاجة بيخلصها بدون أي مشاكل الموضوع بيكون فيه تعفضات بيكون فيه بعض الكتمان لأسباب النادي الأهلي طبعا هو اللي أعلم بيها وفي الآخر بيكون الإعلان في الوقت المناسب الموضوع ده حصل مع المدير الفني وأيضا حصل مع صفقة رمضان صبحي أما الكلام على حسين الشحات زي ما قلنا قبل كده يوم الأسبوع الماضي يوم السبت اللي فات اتكلمنا وقلنا أن النادي الأهلي بعث لنادي العين الإماراتي عرض لضم حسين الشحات لكن زي ما قلت لحضراتكم القيمة المالية مفيش غير اتنين يعرفوها هو إدارة النادي الأهلي وإدارة نادي العين الإماراتي لكن هنستنى ونشوف إيه اللي هيجد علينا إن شاء الله من خلال الصفقة المباراة بيراميدز مباراة قوية مباراة أكيد كل الجمهور النادي الأهلي منتظرها تبقى مباراة أكيد بالنادي قوي النادي ماشي بشكل كويس في الدوري المصري الممتاز وراء نادي الزمالك في المركز الثاني الثلاثين نقطة نادي الأهلي بيلعب مباراة من المؤجلات مباراة تفرق كتير مع النادي الأهلي أي مباراة نادي الأهلي بيلعبها بتكون يعني نهائي في ظل المؤجلات اللي موجودة كتير في ظل طبعا الصراع القوي على بطولة الدوري هذا العام انا اعتقد ان هي هتكون واحدة ان شاء الله من امتع اللقاءات كمان جمهور النادي الاهلي بيستنى المباراة دي بالتحديد علشان هتكون اول مباراة للمدير الفني الارجواني مارتن نسارتي المدير الفني الجديد للنادي الاهلي خلينا نتكلم بشكل اوضح اول مباراة رجل اكيد موجود من المباراة الاخيرة امام الدخلية تفرج على امران المستبعدين وايضا كان موجود في ارضية الملعب يوم المباراة وتفرج على الفريق وقابليها كان موجود وتفرج على مباراة ايضا خاصة بالنادي الاهلي هو رجل بيتابع بيتابع وبيبحث وبيشوف مارتن نسارتي مش هيعتمد فقط على اللعيبة اللي هم موجودين مع الفريق من الاول او هم اللي بيشاركوا في اللقاءات بشكل اساسي مارتن نسارتي هيعتمد على اعطاء الفرصة للجميع الجميع للحق في المشاركة مع النادي الاهلي صفقات جديدة عندنا لعيبة تأيدت زي صالح جمعة خلاص بيتأيد ما في قائمة النادي الاهلي رمضان صبح موجود محمد محمود ومحمود وحيد وجلارتن نتكلم على خمس اسماء اعتقد انهم اقوية جدا 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 ويرجحوا اي كافة فريق ايا كان حتى لو مش الاهلي بيرجحوا كافة اي فريق الخمسة يكونوا موجودين فيه الموقف المصابين وموقف وليد سليمان وحسام عشور وعظار هنتكلم عليهم مع الاخبار اللي هتكلم مع حضراتكم عليها لكن ما فيه شك ان احنا سريعا لو تكلمنا على سنة 2018 واهم الاحصائيات واهم الارقام واهم الانجازات اللي مصر حققت فيها ارقام جيدة جدا اتكلم على كرة القدم منتخب مصر حقق في شهر يناير الماضي او مصر حققت تلات القاب احسن منتخب منتخب مصر واحسن مدير فني ميستر هكتور كوبر واحسن لاعب هو محمد صلاح محمد صلاح بيتقلق بعد شهر يناير وبيحصل على جوائز عديدة جدا على جهزة البي بي سي 2018 اخدها اواخر 2017 تم تتويجه في 2017 في شهر يسمبر لكن محمد صلاح يتوق بالجائزة التانية لي على التوالي مع جريدة بي بي سي وبينجح ان هو يفوز بلقب احسن لاعب الدورية الانجليزي وهدف الدورية الانجليزي وكمان اخذ احسن لاعب من ربط النقاد لمحترف الدورية الانجليزي فبنتكلم على القاب بتيلة جدا وعديدة لمحمد صلاح حقها في 2018 بننتظر ايضا في 2019 محمد صلاح يحقق اللقب اللي هيكون يوم 8 يناير في العاصمة السنغالية دكار علشان يبقى تاني مصري يحقق اللقب على التوالي في تاريخ كورة القدم كمان هنقول ان 2018 عالميا تتويج منتخب فرنسا بكأس العالم ودي البطولة الاهم بالنسبة للمنتخبات كمان ريال مدريد على مستوى الاندية لكن عالمين وأوروبيا بيحقق لقب دوري الأبطال للمرة تلتة على التوالي وايضا في شهر ديسمبر الماضي بيحقق لقب كأس العالم للاندية للمرة تلتة على التوالي لوكا مودريتش بيحقق ثلاث ألقاب في 2018 أحسن لاعب من الفيفا جائزة The Best وأيضا جائزة France Football البالون دور وأخيرا أحسن لاعب في إيروبا محمد صلاح كليل نصيب في الثلاث جواز إن هو يكون موجود ضمن واحدة من أفضل ثلاث لعيبة والتانية من ضمن أفضل ثلاث لعيبة أما الثالثة اللي هي البالون دور كان موجود من ضمن أفضل خمس أو ست لعيبة موجودين في التصنيف وبالتالي سنة أنا شايف أنها سنة الحمد لله ما فيش فيها أي حاجة وحشة بالنسبة لنا كمصريين وكأهلوية إن الناد الأهلي لم يوفق فيه فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التانية على التوالي لكن إحنا كأهلوية زعلنين إن الناد الأهلي بيطلع من المباراة النهائية أو مش بيحقق لقب في المباراة النهائية العام التاني على التوالي ما فيش حاجة بترضينا غير الفوز بالبطولة أو الفوز باللقب هو ده جمهور الناد الأهلي جمهور الناد الأهلي تعاود دايما على الفوز تعاود دايما على المكسب تعاود دايما إنه هو يبقى رقم واحدودين مشكلة كبيرة جدا إحنا محتوطين فيها دلوقتي ما تعاودناش دايما على الخسارة لكن هو ده حل كرة القدم غيرنا بيفوز غيرنا بيخسر غيرنا بيتعادل لكن إحنا متعاودين دايما على المكسب ف2019 إن شاء الله يكون عام سعيد للجمهور الأهلاوي إنهاء في لقب البطولة الأفريقية نكون موجودين في كأس عالم الأندية نلعب ونفوز بطولة السوبر الأفريقي وأيضا بطولة الدوري لسه في الملعب عندنا فرصة كبيرة جدا إحنا إن شاء الله بالمؤجلات باللعيبة بحاجات كثيرة جدا بعامل تانية شوفنا منشست سيتي كان متفوق لبطولة الدوري لحد قبل نهاية الدور الأول لكن بعدها بيقع والفارق بيوصع لسبع نقاط ما بينه وبين فريق ليفر بول عندهم مباراة بالمناسبة يوم الخميس القادم يوم 3 يناير هتكون مباراة الحسم لو فريق منشست سيتي حق نتيجة إيجابية هنقول الدوري لسه فيه كلام أما لو السيتي خسر أو تعادل مع فريق ليفر بول وهيبقى الوضع كما هو عليه أو الفريق هيوسع لعشر نقاط أعتقد إن إحنا كلنا هنقول مبروك لفريق ليفر بول فوزه بطولة الدوري هتقولوا لي لسه بدري لسه بدري في الدوري الإنجليزي لكن أنا هقول لحضراتكم معنويا ونفسيا ليفر بول معنوياته هترتفع جدا 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 ومنشست سيتي معنوياته هتكون في الأرض وإنتوا عارفين أن المدير الفني الشاطر دايما بيلعب على العامل النفس فيه مدير فني ممكن يكون جاي فريق جديد يبدأ يلعب على التاكتك بتاعه يطبق على الفريق وبالتالي الفريق هتقبل التاكتك وممكن مدير فني التاكتك بتاعه ما يمشيش مع الفريق وبالتالي هيبدأ يغير أسلوب لعبه بسبب العامل اللي موجود أو الظروف اللي موجود فيها أو طريقة لعب اللعيبة اللي موجودين فيها الحاجة التالتة اللي أنا شاهد في رجل انقلاب يلعب عليها هو الحافز الحافز النفس اللي بيكون موجود عند اللعيبة فريق ليفر بول كل المباراة بينزل أرض الملعب بيكون عنده حافز بيكون عنده حاجة عايز يحققها حاجة عايز أنه هو يطلع من المباراة بيها عكس فريق منشستر سيتي اللي مش متعودين أو مش حاسين أنه هو بينزل بدافع أو بينزل بحافز جواديولا عنده كل الطلبات عنده كل اللعيبة اللي ممكنة عنده بدل الواحد فكل مركز 3 و 4 عكس لما نيجي نتكلم على منشستر يونيتد منشستر يونيتد مورينيو زي ما احنا شفناه 2017 و2018 تم اقالته من فريقين كبار جدا في انجلترا هو تشيلسي هو منشستر يونيتد اللي حصل ان المدير الفني فقط اهم اهم الملكة او اهم ميزة موجودة عنده هي الاقناع للعيبة وبالتالي ما عندهوش جديد يقدمه للفريق تشيلسي وما عندهوش جديد يقدمه للفريق منشستر بنفس اللعيبة اللعيبة بتاعة تشيلسي كونتي كان موجود بيها اخي بطولة الدوري وايضا سولتشاير مع فريق منشستر يونيتد بيحقق من 3 مباريات 3 فوز ب12 هدف عشان يكون اول مدير فني في تاريخ البريمير ليج مع اول 3 لقاءات يسجل لعبته اكتر من 10 هدف اقولت عليكم في الاخبار وفي الاحصايات تعالوا نروح لاخبار النادي الاهلي ونبدأ معاكم من اول خبر ميران مكثف للاهلي وتعليمات خاصة للمدافعين ميستر مارتن لصورتي حصل كان في تمرين اليوم ووجه بعض التعليمات الخاصة للمدافعين وكان حريص جدا جدا انه يتكلم مع المدافعين بشكل اخص لعم حالاكم عارفين نادي الاهلي بيمر بعض الظروف الخاصة بيه في خط الدفاع سواء من اصابات او سواء من عدم توفيق لكن كان فيه كلام كان فيه بعض التوجيهات عندهم مباراة مهمة جدا يوم الجمعة القادم مؤجلة من الجولة رقم 8 والمباراة هتقام ان شاء الله الساعة السادسة مساء على ملعب الدفاع الجوي يوم الجمعة المقبل طبعا ميستر لصورتي حرص على اقامة حصة تدريبية خاصة بالكورة من خلال ان هو قسم اللعيبة اكتر من مجموعة وبدأ ان هو يدي كل مجموعة الجرعة الخاصة بها وفي الاخر عمل تأسيمة كبيرة علشان يبدأ يحط ايده على كل العوامل الايجابية والسلبية من خلال التأسيمة ومن خلال تواجده في موران النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين الصورة اللي فاتت كان فيه كلام ايضا مع وليد ازارو وكابتن خطيب كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي حرص كل الحرص انه يكون موجود في تدريبات اليوم لمباراة استعدادة لمباراة بيرامدز يوم الجمعة القادم ودي اكيد مش حاجة غريبة على كابتن محمود الخطيب انه يكون موجود في كل تدريبات النادي الاهلي قبل كل مباراة مهمة سواء في بطولة الدوري او في دوري الابطال لكن الاخبار المهمة اللي موجودة من ضمن الخبر الخاص بتدريب الفريق ان شارك حسام عشور كابتن الفريق بصورة طبيعية وكمان شارك وليد ازارو في الموران الجماعي وبالتالي فرصهم ممكن تكون كبيرة في المباراة القادمة لو مستر مارتن لصارتي شايف او وجهة نظره شايفة ان هما الاتنين يستحقوا ان هما يكونوا موجودين من بداية المباراة نروح لمحمد شريف وخبر انه يغادر ميران النادي الاهلي للاصابة ويعني اكيد خبر مؤسف وخبر حزين محتاجين كل لعب يكون موجود معنا لكن محمد شريف لعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي غادر ميران الفريق قبل نهايته بسبب تعرضه للاصابة خلال مشاركته في التأسيمة اللي اجراها مستر مارتن لصارتي المدير الفني للفريق الاول بطول الملعب خرج محمد الشريف قبل نهاية الميران بصحبة طبيب الفريق الدكتور خالد محمود وهيتم تحديد اصابته وفرص مشاركته في التمرين خلال الفترة المقدلة ثلاثي النادي الاهلي يؤدي تدريبات على هامش الميران الجماعي الثلاثي الاهلاوي سعد سمير وصلاح محسن ورامي ربيعة قدوا البرنامج التأهيلي اليوم على هامش ميران الفريق اللي اقيم على ملعب مختار التتش بيستعدوا لمباراة تورميد طبعا ده الفريق الاول مشل ثلاثي ولا تكون ان شاء الله يوم الجمعة القادم الثلاثي ادى تدريبات في الملعب وادى تدريبات في الجيم بدأوا داخل صالة الجيم وختموا التدريبات داخل الملعب جاري حوالين ملعب زي ما حضراتكم شفته في بعض اللقطات الخاصة بالتدريب واجهت الجهاز الطبي على ان رامي ربيعة هيعود ان شاء الله للمران الجماعي خلال الاسبوع فيما يحتاج سعد سمير وصلاح محسن لفترة تتراوح ما بين اسبوعين لثلاث اسابيع مهارة النسارتي اخرت محاضرة مع اللاعبين فلتش مهم جدا المدير الفني بقى كلامه كتير في الاول يتعامل مع اللاعبة بشكل محترف علشان يبدأ من هنا يحصل تواصل ما بين المدير الفني واللعبة وعلشان كمان يقدر يحط ايده على كل ما هو ايجابي وسلبي في الفريق علشان الفترة المقبلة فترة عصيبة جدا بالنسبة للنادي الاهلي فيها مباريات كتيرة وايضا الجمهور النادي الاهلي اللي حريص كل الحرص على حسم اللقب الدوري العام وحسب لقب بطول الدوري العبطال وكل حاجة ان شاء الله ان شاء الله تؤدي الى ايجابية وتؤدي الى فال جيد كله بيشتغل وكله بيؤدي وفيه نتاج صرف التعاقدات او باللعيبة فيها الكدريبات او المصابين اللي هيرجعوا من الاصابة للفريق الاول والاستعدادنا للتدريبات طبعا مثل مارتن نصرت يتكلم مع اللاعبين على تحديات الفترة المقبلة وضرورة التركيز في جميع المواجهات اللي بياخدها الفريق في بطولة الدوري من اجل استعادة الانتصارات وطبعا الاهلي يخال مرانه لعصر اليوم استعدادا لمباراة بيرامد زيوم الجمعة القادم اخر خبر قبل ما نروح لتقرير مهم وليد ازارو يشارك فيه المران الجماعي لكن قلنا الخبر قبل كده لكن هنقول لحضراتكم فيه بالتفصيل وليد ازارو مهاجم الفريق الاول لكورة الخدم بناد الاهلي انتظم في مران الفريق الذي اقيم اليوم الثلاثاء على ملعب مختار تيتش تحت قيادة المدير الفني الجديد واستعد انشاء الله الناد الاهلي لمباراة يوم الجمعة وان ازارو اشتكى من نازلة برد ابعدته عن مران الفريق اول مبارح واكتفى باداء جلسة في الجيم وخضع ازارو الفحص طبي اليوم قبل انطلع تدريبات لكنه عاد بصحة جيدة واكيد طبعا دور البارد في الايام لي بيكون كتير ومنتشر وبالتالي وليد ازارو ما نجاش منه لكن بيعود ان شاء الله وليد ازارو على شام يكون مستعد للمباراة وزي قلت لحضراتكم ان الاهلي مستعد على اتم استعداد في مباراة الجمعة سواء باللعيبة الجدد او بعض اللعيبة اللي عادوا من الاصابة اهم وابرد الصفقات هي صفقة رمضان صبحي لكل الاهلوية حطين امال عليها علشان يكون ان شاء الله واحد من الرجال واحد من المنقذين واحد من اللي احنا هنحط عليهم امال وطموحات في بطولة الدوري المصري وايضا في بطولة دوري الابطال تعالوا نروح ونسمع ونشوف تقرير لرمضان صبحي وبعدها نروح علشان نستقبل الضيف العزيز واللي مش غريب على قناة النادي الاهليا الاستاذ عصام شلطوت رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع في النادي الاهلي كنت بتكلم انا وكابت حصوم غيالي وكابت انفضل طبعا هم بصراحة عملوا مجود كبير يعني في الموضوع ده وبعكاجة بقى يعني كل الناس بي لاستثنى اتكلمت معهم وهم اتكلموا معي فباشكرهم على هذا طبعا لا طبعا الندي الاهلي بيتي ففى اي وقت اللي هو لما اول ما انادي الاهلي يعني كلمني انا ما تأخرتش فانا يعني ده بيتي انا شايف اللي انا معملش حاجة زيادة لا طبعا الناس ما كانتش موافقة بس طبعا رغبتي هي اللي كانت الفيصل في الموضوع يعني ففى رغبتي مع النادي الاهلي بردوية ففى حجات فالحمد الله الدنيا مش كويس لا والله انا اطلعت اتكلمت واناقلت رغبتي وكان في كزه حد تاني لكنني قالت رابطي أنني أريد أن أرجع النادي الأهلي تاني ولكن كان هناك عامل تانية الحمد لله أننا قدرنا أن نفعل ذلك وأهم حاجة لأنا هنا موجود كان فيه كذا حتى لكنني أفضلت النادي الأهلي فأنت شايف للنادي الأهلي طبعا لما يحتاجني أنا مش أتأخره كنت شايف أن هذا أحسن حاجة بالنسبة لي طبعا أنا شايف للتويد أنا مش شايف المرحلة دلوقتي صعبة نحن عندنا دوري بطولة أفريقيا لسا أدريها عليهم فنركز فأنا مش شايف للدنيا صعبة خالص إن شاء الله نعمل حاجة كويسا نقدر زي ما كنا على طول أي بطولة من خشام الحريب عليها عشان نخوضها فده اللي احنا نعمله الفترة اللي جاي طبعا أهمية أولاد النادي الأهلي في الأوقات دي هي اللي بتبان مع الشخصيات اللي موجودة في النادي الأهلي طبعا معروفة لانت ممكن لو انت في حتة في كبوة أو حاجة فالناس بتعرف تطلع زي منها فده اللي هنشتغل عليه الفترة اللي جاي لا كافية لي أنا ولا كافية المين هو ممكن أنا ستة شهور عشان بس النادي هناك والأهلي هنا اتفقوا على كده بس إحنا فيه ممكن سنب بموافية الترفين فالموضوع لسه عميش إن شاء الله بس خلينا الأول نركز في موضوع ستة شهور طبعا أحيب أقول للجمهور اللي كان نفس فترة أطول ممكن فيه سنب بموافية الترفين فإن شاء الله بس نعدي لستة شهور دي وبعاكية كل حاجة تبقى كويسا لا لأ أنا جاهز أنا كنت نجبت مرة من شكل مستمر وآخر مواتش لعبه من أسبوعين تقريبا فلا أنا جاهز بس طبعا رؤية بقى الجهاز الفني هيا الله تفصل الموضوع دي كنت متابع لا ما بيش تغيرات ما طبعا يعني فيه لعيبة بتعتذلوا فيه لعيبة بتمشي وفيه لعيبة بتيجي فهو ده يعني ده حال الدنيا يعني فيه ناس بتروح وناس بتيجي فده طبيعي طبعا مجل حس الجناح دلوقتي لو في ناس كتيراوي دي دي حاجة كويسة وحاجة في مصلحة الفريق ومصلحة النادي الأهلي اللي يبقى فيه كزا حد فانشاف المنافسة شريفة زي ما كدتول عمرها يعني كده فأم حاجة للناس كلها تمران كويسا تكتهد عشان نوصل للهدف اللي احنا عايزين لا طبعا الجهاز فني النهاردة الرجل الكلم عنه بشكل كويس ان شاء الله اللعبة اللي جاية واللي موجودة في النادي مع الجهاز الجديد نقدر نعمل حاجة كويسة وحنا يعني عارفين الهدف ايه وان شاء الله نوصل له في الاخر ان شاء الله ان شاء الله بس يعني انا بكلم اللي احنا نأخذ بس المرحلة دي لأول ست شروب عكاة كل حاجة هتمشي كويسة ان شاء الله لعكا المنافسة صعبة فسنا اهم حاجة نركز نركز احنا كالعيبة ونركز كالجلس فني نتمران كويس نعمل اللي علينا ان نبقى عارفين الهدف ايه بس طبعا المنافسة مش سهلة بس ان شاء الله لعبت الاهلي دايما بيبوعدها لا لا خالص ما عنديش اي قلق خالص على النادي الاهلي اكيد اكيد في الدوري بتفقد النقاط فده امر طبيعي يعني اهم حاجة اللي انت تكمله وتتاخد كل ماتش اللي انت عايز تلات نقاط بتوقف فده الهدف لأما بيش طبعا قرعة بتاعة التروت افريكيا انا شايفها متوازنة يعني ان شاء الله احنا بخبرات اللعبة النادي الاهلي واسم النادي الاهلي نقدر نعمل حاجة ونصعد للدور اللي بعد كده اكيد اكيد كل الناس دلوقتي نفسالح ناخد بطولة افريكيا واللعيبة ده هدفة فان شاء الله نعمل اقصم عندنا عشان نرجع البطولة تانية انا عارف طبعا البطولة بقالها كتير ما دخلتش النادي الاهلي بس ان شاء الله نحاول نرجعها تانية ده ما بيش انا شايف الالي في مستوى طبيعي يعني انا شايف مش عشان ماتش ولا ماتشيني الناس وعت او بطولة او بطولتين فالناس بتتكلم لا اموشكلة لما عيج انت يبقى ماتش مثلا في حد مش كويس او حاجة ده طبيعي يعني اما حاجة انت بتبصل بعد كده بتقليب الصفحة بتبصل بعد كده انت عايز تبقى حسن وتمتكل ماتش بماتش بس ده حاجة كويسة طبعا اللي فيه خبرات في النادي الاهلي وكبات النادي الاهلي وفيه ناس صغيرة وفيه ناس لسه جاية فانا شايف الميكس ده هيبقى كويس قوي الناس كلها هيبقى فيه ترابط زي ما قلت لها كواما حاجة نبقى احنا كمجموعة واحدة نتمرن كويس ونعمل علينا ففقا بتالي الهدف اللي احنا شايفينه هنوصله يعني نتمنى ان شاء الله نتمنى كل الصفحات اللي جدت وانا قولهم ان شاء الله نعمل اضافة قوية للنادي الاهلي مع الناس اللي موجودة طبعا الناس اللي موجودة كتبت بتأدي بشكل كويس فان شاء الله مع بعض نقدر نعمل حاجة كويسة احنا شايف اللي احنا عندنا عدد لعيبة كويس اللعبة كلها المستوىات متقربة يعني شايف اللي احنا انا عارف اللي فيه ماتشات كتير في فترة دي بس شايف عدد اللعيب هيبقى كافي اللي احنا البطولتين بتوعى الدوري افريكي حتى لو فيه زيادة في الماتشات شوية فأس حاسلة هممكن نقدر يعني نقدر اللي احنا نلعب عادي ما بيش مشكلة حكريت طبعا انت فاضل انت الدور الاولاني لسه مخلص تقريبا فانت لها لسه طبعا لسه بدل طبعا لان تبع في الدولة الانجليزية بتبع في احسن دولة في العالم فالصفات حاجات كتير طبعا فأهم حاجة انا دلوقتي في النادي الاهلي بيتي فأهم حاجة اركز معي ويربنا يكرمنا لفترة اللي جائعة لا مريش طبعا نabbاع جمهوري النادي الاهلي ان شاو الله الواحد هيبزل اكثر جهد عنده ان شاو الله عايزين احنا فيه بطولة الدوري بطولة افريكان وعاما عارفين طبعا احنا عايب طولة من ادخولها من عايزين ناخدها إن شاء الله نعمل حاجة كويسة الفترة اللي جاي لا ما بيش والله وموضوع الاحتراف هو يعني جاي زي اللي أنا طبعا أي واحد كان بيبقى نفسه يحترف كل حاجة بس فجأت لي الخاطوة وجأت لي بضوري كوي بس فأكنت حبيب اللي أنا يعني أقود التجربة بس طبعا في الأول في الأخير النادي الأهلي بيتي والنادي الأهلي أنا تربيت فيه بقى لي 12 سنة وفي النادي اليو أنا عندي 7 سنين فأجيد كل الكلام دي النس عارفها بس هي تجربة وكان نفسي يروح وأي حد كان نفسي احترف فأنا هذا اللي أنا عملته فكان هم يعني لو أحد زعلانا وقوله هم ما يزعلوش خالص عشان أنا قديني رجاءت بيتي وإن شاء الله نعمل حاجة كويسة إن شاء الله طبعا بشكل كبير طبعا بس أنا مش جاي نادي الأهلي اللي أنا أخد خطوة عشان نادي الأهلي لا خالص أنا جاي نادي الأهلي مركز معي يعني أنا جاي مركز ماشي آه نفسي طبعا بعد كده فيما بعد اللي أنا أطلع تاني وأحترف ويبقى برضو واحد من النادي الأقلي يحترف بره تاني بس كل أنا بركز فيه دلوقتي البطولات اللي إحنا فيها الواحد يبسل أقصى حاجة عنده عشان نأخذها بس ده كل اللي أفكر فيه دلوقتي طبعا كلمة للجمهور أحب أقول لهم اللهم يبقوا وقفين في ضهرنا زي ما هم دايما وقفين في ضهرنا اللعبة دي لما بتلعب عشان الجمهور يبقى مبسوط ومناخد بطولات ومنلعب عشان خاطر الجمهور النادي الأهلي الكبير دي حاجة يعني ما بقاش في صالفة إن شاء الله الفترة جايب وقفين في ضهرنا زي ما هم وقفين في ضهرنا دايما وتبقى خير علينا إن شاء الله وأي بطولة ندخل فيها زي ما الأهلي عاودنا اللي إحنا بناخدها إن شاء الله أهلا بحضراتكم وللسا مكملي معاكم في أولى فقراتنا الحوارية مع الأستاذ العزيزة الأستاذ عصان شاتوت رئيس التحريب التنفيذي لليوم السالح زي حضرتك أهلا بك كابت ربنا أخليك عمر أستمت أن أحدك تكون موجود معايا دايما بتقول كلام مهم جدا جدا على الصحر يا ضي بالعكس ربنا أكرمك نحن بنحاول يعني يكون في حالة من إرضاء دمائرنا وإننا نقول ما يمكن أن يكون كلام حقيقي كلام يوضح للناس بعض مما يمكن إضاحه يعني طيب هبدأ مع أحدك النادي الأهلي واختما من كلام رمضان صبحي وكلام مهم جدا قبل مباراة يوم الجمعة القادم أمام بيرمت رأي حالك بشكل عام في الأهل ورمضان والله قال كلام يعني كلام نجم كروي وقع لنادي الأهلي بغض النظر أنه رمضان واحد من أبناء النادي وفي عود يعني لمعسكره الأصلي لكنه قال الكلام الأكثر يعني انضباطية أنه كل من دخل على النادي الأهلي في انتقالات يناير هم لعبين أكيد هيكونوا موجودين لتنفيذ مهام مكلفين بها وقال كمان أنه هم في الجزء الجماهيري بيحتاجوا أنه جمهور يكون مساند ليهم ودي الحالة اللي في كرة القدم الأكثر ضمانة يعني يعني نجم الكرة لو أن هناك شيء يضمنه تماما هو زئير الجمهور هو صبورة الجمهور هو مسهندة الجمهور بكل لغات العالم طبعا طلب هو طلب أنه الناس ما تستعجلش على نتاج التغيير اللي بيحدث فيه الفريق الأحمر لكن كمان لازم يبقى عارف أنه رغبة التغيير دي بقت ملحة على جمهور الأهلي وأن النادي الأهلي جمهوره لما يشوف صفقات ما يرمز لها بالعارف الثقيل لازم كمان يكون التحمل مش بعيد المدى يعني الناس عايزة تشوف التغيير يطرق سريعا يعني مع وجود بعض النجوم لسد العجز في بعض المراكز أعتقد أنه بيبقى أوان أن الناس عايزة تشوف المرضود ده سريعا بين كلام رمضان ورغبات الجمهور فيه نقطة طلاقي أنه هي الأهلي جلب كل ما يمكن أن يكون من إمكانيات أو على الأقل 70% لـ 80% من المتاح أو المطلوب علشان الفريق يستعيد بريقه مرة أخرى يعني وبالتالي نقطة اللقاء هي أن تقدم ما يمكن أن يكون واجباتك كلاعب وبالتالي المنظومة تبقى بالنسبة للجمهور مريحة وفيها نوع من الطمأنينة على بكرة بتاع النادي اللي بيشجعوه ما فيش تعارض بين الرغبتين خالص أو هل حضرتك ممكن تتوقع أن رمضان صبح يوم الجمعة سواء هيبدأ أو ممكن ياخد جزء من المباراة هل ده ممكن يحصل يوم الجمعة أو لسه بعيد شوية؟ والله يعني ما عنديش حزبة ما لكن في حزبتين في حزبة يعني مصرية وفي حزبة عالمية في كل العالم اللعب الذي يتم يعني التعاقد معه تجدوا ربما في مباراة الغد مش هنقول في مباراة بعد ثلاثة لأربع أيام يعني أو أسبوع أو يعني أيا كان عدد الأيام أحياناً إحنا عندنا دي ودي على فكرة بتسقط نجوم كبار طبعاً ليه؟ لأنه النجم وإنت راجل لقبته كرة يبقى جاي مش حابب يعني ما يسمى عنوان عفواً تحت الاختبار يعني مش حاجة اسمها تأقلمة انسجمة هو لسه تحت التجهيز لأ حضرتك أنت جايبه لسه خالع رجله من ملعب كان جاهز كان كاليفايد كان بيلعب ضمن فريقه بمعنى أنه مستعد تماماً إذا كان في حيز اللغة اللغة اللي هي اللغات الحية يعني عربي إنجليزي فرنساوي أسباني زي ما أنت عايز إذا كان دي بيسموها لغة عالمية في كرة القدر صح فما بالنا بالتأقلم يعني طبعاً يعني أي خمسة ناس يا أخي لما بيتقابلوا في رحلة في الأناطر ممكن يلعبوا بعد اللعبة والتانية يبدأوا يفهموا بعض فما بالنا بنجوم يعني لا يمكن أبداً أن أنت تتخيل أو تصدق بس ده من حيث التحليل من حيث أني مراقب لكن مش من حيث أني مدير فني طبعاً طبعاً ده اللي هنشوفه ولا ده الكثير من المشاهد دي يعني في لعبين وقع منك نص ثقالهم لأنه اللاعب عشان نقوله الجمهور ويعرفوا أنه النجم ممكن بعد شوالك آه وأنا تحت التجربة بقى والانسجام طب براحتهم بقى ما هو جه وتعاقد وعارف قيمته وعارف أن النادي اللي جابه عارف قيمته وبالتالي بقى إذا كان الجزء اللي على النادي أنه انتظار أو بالقطعة أو بالتضرر طبعاً أنا عايزة أتكلم حضرتك للنقطة اللي اللاعب ممكن يقول أنه هو تحت الانتظار أنا دلوقتي نادي وبتعاقد مع العيب وهو لعب محترف وأنا ليه واجباته علي حوق هو نفس الشيء هل اللاعب يتمرم ويعمل اللي عليه وينتظر الفرصة؟ أولا لو الفرصة ما جاتش يبدأ أنه يتمرد ويبدأ أنه هو لا شوف أنا أتكلم بشكل عام ماشي ينتظر الفرصة ده اللاعب الذي لم يقدم دليل الخيرات في لعبة الكرة والحاجات يعني إيه؟ يعني أنت ما تجيبش السنتر فيرود بتاع الفريق إكس اللي هو لسه مخلص معهم الدور الأول والاشترافات بتقول أن الدور الثاني لو كانش انتقل كان هيلعب وتقول لي لما يتأقلم يعني قل لي حاجة غير دي قل لي بقى الجزء اللي انت قلته الأول اللي هو أنه عليه أن يتضرب وكذا فربما يكون الإدارة الفنية رؤية فيه أتدفع به المباراة القادمة أعتقد أنه جزء من الاحتراف اللي لم يكن هو الجزء الأكبر أنه ده بيتقله في جلسة فنية انت هتبدأ معانا مش عشان يعني ترتيبات اللي هي زي ما تقول شروط يعني لأ يعني بيتقله فنيا انت هتبدأ بقى تخش معانا الجيم أو الجيمز أو الماتشاط بعد أسبوعين ثلاثة لأن احنا محتاجين بعد ما شفناك في التمرين أن انت تشوت خمسين كورة وتلعب خمسين هيدرز ومش عارف تعمل كم تاكلينج يعني هناك رابط ما هيخلي وجهة النظر دي تسود لما فكرة طبعا أنه هو يتمرد أو يطلب ما ليس من حقه ألا وهو المشاركة أساسيا من عدمها لا دي مش في الصنع خالص أنا بكلمك على إزاي بتدار الأمور هو يعني إذا قلنا منطقين انت دخلت عليهم منطق ثالث بسيط ألا وهو الجلسة بقى دي احنا قلنا إما أن يأتي ليلعب فورا ما دمت محتاجه وما تقوليش أنه الاشتراطات بتقولت أقلمة وانسجمة لكن قولي بقى أن رؤية الجهاز الفني بتقول أنه خلال المباراة القادمة لن يتم اللي يتم ماد عليه بصورة فورية ده أكيد يتقاله بقى مش محتاج أنا وعمر أو أنا وأي حد أو مزيع وأي محلل يرجعوا لأنه ده طبيعي جدا طب ده شأنه وكان رأي حضرتك في رمضان صبحي بالنسبة للجمهور الأهلاول اللي بيسأل على اللعيبة الأخرى هل شأنها شأن رمضان صبحي أو اللي حالك شايف أن هم أجهز بعض الشيء كونهم لسا مخلصين آخر اللقاءاتهم مع فراغهم سواء دجلة أو سواء المقصة وبالتالي ممكن محمود وحيد أو محمد محمود يكونوا على جهازية أكتر من رمضان صبحي استعدادنا لمباراة يوم الجمعة القادم من حيث التجهيز وما يسمى سيجة المباريات أو سنس المباريات لا طبعا الاتنين التانيين أجهز بكثير ومعهم جيرالدو احنا بنتكلم بقى عن الأداء الفني جدا 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 ههو تلاتة جدا إنك انت بقى قادم من مباراة زي ما قلتلك أنت قادم من آخر مباراة لفريقك لتلعب المباراة اللي بعدها على طول إما مع فريقك لو ما انتقلتش أو مع فريقك الجديد ما دمت انتقلت وبالتالي أعتقد أنه طبعا الآخرون في لياقة المباريات أجهز من رمضان صبح لأن احنا لما شفنا رمضان ودي حاجة يعني عبقرية الحقيقة من شاو غريب لما عملها أنه يتحدث مع المدير الفني ويحصل ربط مع المدير الفني الفريق الأول أجيري ثم ينقل الحوار بسيغة أو بأخرى لإدارة النادي رمضان في إنجلترا ثم يأتي به لمنتخب سنه وهو المنتخب الأولمبي كان باقي أن رمضان بيستعيد لياقة المباريات كل دقيقة يعني فرمة المباريات تحديدا وبالتالي لا طبعا في أجهز من رمضان للمشاركة الفورية لكن من يقول أنه رمضان يبقى موجود وما يبقاش ضمن بنك الاحتياط احنا اتفقنا أنا وانت كده مرة هنا برضو في خناة الآلة أن الكبار ليس لديهم دكة مدلاء لديهم بنك احتياط لأنه السروة كلها زي بعضها لكن فيه الحداشر وفيه زملائهم يعني مش بودلائهم مش احتياطييهم وبالتالي أكيد ممكن رمضان يبقى ضمن 18 لعب مهيئين للمباراة أو يتم الانتظار ده في تخصيص الحالة رمضان صبت لكن وجهة نظرنا المتوضع والتي لا تمثل أي صيغة ولا أي نسبة أمام رؤى الإدارة الفنية في الأهل أو حتى في فريق شرعنا مثلا في الجيزة أعتقد أنها مختلفة منك لكن وجهة نظر عندما تشتري لعب فرمت مبارياته جاهزة لابد أن يلعب بكرة الصباح هنروح من اللعيبة للميسترو المدير الفني اللي بيقود مجموعة اللعبين ليوم المباراة وعايز أعرف رأي حضرتك في مرة اللي صارت بعد ما تولى المسئولية رسميا ونهاردة تاني تدريبات أو تالت يوم على التوالي مع الفريق ورأي حضرتك في الفترة اللي جاية وإزاي مستلساتي ممكن يتعامل مع الفريق نادي الأهلي خلال الفترة القادمة وخصوصا مباراة بيرامدز يوم الجمعة أكيد الراجل اتفرج ما أعلمه أنه كان معاه حوالي 6 ماتشات أيام التفاوض الأولى يعني رحوله أعتقد عبر وسطاء عبر أصدقاء وبعدها شاف ماتشين تانية دي تمانية ثم شاف هنا في الملعب ماتش أو ماتشين ثم طلب أربع مباراة وهو يجادر بعد موقع العهد وبالتالي يملك رؤية عن أغلب اللعبين أو الأغلب الأعام من اللعبين الموجودين في النادي الأهل ومن ثم أيضا أكيد لملم كل ما حول الصفقات الجديدة ثم درس الآخر منافسية الناس دي بتشتغل كده بطاقم عمله بالرجل الترينر اللي معاه حيث أنهم هم طبعا وما حدش ينزعج يعني ما عندهمش وظيفة اسمها المدرب العام عندهم كوتش وترينر ثم فريق عمل طويل عريض قصير مش مشكلة لكن مع فريق عمله قبل أن ينضم ليه في مصر بقى محمد يوسف وساميوم صان وباقي التيم أكيد درس ده معهم وبالتالي هو نفس الصغر اللي قلناه على اللعب هو أيضا يعني فوق أحد يقول لك والله ده راجل جريء الراجل جيء قال لك هلعب أنا لا هو لا جريء ولا بطيء لا شجاع ولا جبان هو رجل محترف أتى فلم يكن هناك وقت لإتمام مهمة أن يكون في الملعب ومن ثم يقود التدريبات ومن ثم يضع استراتيجيته ويبدأ طريقة فنياته اللي أكيد هيبني على اللي لقاه مش هيروح رامي كل الخرايط وكل الخطط ثم أنا أجناج جديد على الأقل ده لعب محتاجه هيحتاج فيه وقت ويحتاج فيه فترات توقف قد تكون فترة الإعداد ما فيش أي كلام تالت هو كلامين ما فيش غيرهم وبالتالي الرجل تولى المهمة حين بدأ مستعد تماما وهناك فاصل زمني يسمح له بعد أن تابع خلال الأيام اللي جاهز نفسه للرحيل من بلاده إلى القاهرة جاهز نفسه بقى بالمذاكرة ثم لما جيه هنا على الأرض بدأ يتحمل مسؤولية وبالتالي قام بتدريب الفريق هو فريق عمله كاملا على مدار يومين أو ثلاثة أعتقد ومن ثم هيبدأ بقى هو يبقى الحاكم بأمره في الفريق هل حراك شايف أن الكلام والمحاضرات للمستر لسراتي حريص على توصيلها للعيبة وأنه يتكلم معاهم قبل التدريب وخلال التدريب وبعد التدريب هل حراك شايف أنه في الأول دي مهمة علشان يبدأ يحط إيده على كل الأمور الفنية والغير الفنية داخل الفريق؟ مؤكد لأن أنا النهاردة يعني عرفت أنه قاعد مع المدفعين ثم مع العيد الوسط ثم مع المهاجمين يعني على مدار الوقت اللي أعظم معهم خطوط خطوطي وبالتالي أكيد بيتكلم معهم في أنه كل ما لدينا هو أن نقدم جديد أننا ما نقعش في حجم أخطاء لا توجد كرة بدون أخطاء ولكن المؤكد أنه قال لهم ما رأيته أنه أنت وفلان وإلان وتركان لعيبة كويسة جدا قد يكون لدينا بعض الأخطاء لكن لدينا الأهم هو الطموح في تقليل الأخطاء من ناحية إلى أن تنتهي تماما معادلة الأخطاء الجسيمة أولا النتكة عن قلة خبرة البعض أو ما يسمى توطر ولو أن أنا بكره حكاية توطر وملعب ومطرة مع الكبار لماذا يتوتر اللعب إزاي يعني يتوتر هو زي ما بتوترش هو بيمضي العقد هو زي ما بتوترش هو نجم رغم أنه يستحق العقود لأن أنا قلت يا حضرك قبل كده ودي معروفة في كل العالم اللعب هو فرص الرهان اللعب هو عصب الصناعة اللعب هو سبب كل المكاسب المادية التجارية إلى جانب بهجة الجماهير في أي فريق ومن ثم يستحقه كل ده بس هو ساعتها برضو بيبقى مركز الحقيقة يعني ومركز العقد في كم بان مركز الرزمة فيها كم ورقة ومن ثم لازم يركز كمان أن اللي لازم تتشاط تشيب يتضرب أنها تشيب لأنه الحارس ما عندوش حل غير أنه ينزل تحت فما يشوتهاش ثم يأتي المعلق شلطود فيقول يا حظك لا مش يا حظك يا تدريبك يا تركيزك ومن ثم اعتقد أن دي خطوط فاصلة لعباتنا في مصر أسكى بكتير من لعبة في بلدان أخرى وبيتلقوا من المدربين سريعا خاصة لما يبقى مدرب أنا حاسس أنه عامل حالة حتى قبل ما يبدأ هو عنده خليط من الدراما كده يعني بينه وبين اللعيبة بيعمل سيناريو يا عمر للفريق سواء على مستوى الكورة أو على مستوى التعامل الشخصي مع لعب ده اللي هو تلاقيه من نوعية اللي بيدحك أحيانا ثم يغضب فجأة ثم يعود مرة أخرى لابتسامة ثم يحذر ثم ينزر ثم يكافئ تركيبة الكوتشات اللي يعني بحكم سنين الخبرة اللي عشناها اللي بتقول إنه ده هو الكوتش الذي يبدأ طريقه ويؤكد أنه ناجح لا محالة وبالتالي الراجل اللي صارتي أو اللي زراتي سموها بقى زي ما يسموها في السكة دي أو من الشريحة دي عشان كده محدش قادر يتصور هو هيبدأ برباعي جديد ولا بثلاثي جديد ولا هينتظر قليلا طيب دايما إحنا بنشوف إن كل مدير فني بيكون موجود أجنبي بيبقى معاه مخطط الأحمال الخاص بي اللي بيجي معاه من بلده اللي بيعرفوا يتكلموا نفسه اللغة وبالتالي دي بتسهل الموضوع أو بتسهل المأمورية على المدير الفني علي خنرو مدرب الأحمال ومخطط الأحمال هو واحد من أفضل المدربين المخططين للأحمال في العالم هالحرك شايف إنه هايكون لي دور خلال الفترة القادمة علشان قصة الإصابات وقصة معدل الياقة البدنية قصة الإجهاد خصوصا إنه هو الراجل هو اللي جايبه معاه وهو اللي قيل على اسمه وبالتالي دي بتبقى فيها نوع من النوع الانسجاب وإنه هم رايحوا بعض في الشغل مفيش أجنبي عموما وبالتالي يفترض إنه مفيش مدرب أساسا يعني يشتغل من غير فريق عمله يعني يعني يرسوله فريق عمل ما ينفع يعني حالك شايف إنه ميستر كارتيرون ولندمند الموضوع ما كانش فيه توفق ما بينهم بسبب إنه إنه ده من بلد وده من بلد وما مشترهوش من بعض مش بس كده مشترهش معاه على فكرة وقصة إنك قل صحيح الرجل يبحث عن تطوير كل الأدوات مصبوط واللي هي طبي بقى صح حتى بتاع الشخص الخشبي اللي الناس يعني كل الأدوات كل حاجة الإنساني منها والجبان صح ومن ثم بيطور في كل ده لكن لأمانة النقل المسؤول عن الإصابات والتأهيل واللياقة هو فريق التأهيل وبالتالي قبلهم المعد البدني عشان كده هذا الرجل لا يتعامل مع الطبيب هذا الرجل يتعامل مع المدير الفني هذا الرجل من ضمن فريق عمل المدير الفني فريق عمله الفني كمان مش الطبي لأنه في بعض مدرعي الفنيين بيجيبوا معهم حتى التواقم الصحرية يعني مفيش بقى بعد كده بيجيب معه حتى متخصص التجزية لأنه ده فريق عمله اللي بيقوله عايز ده كم سنطي عايز ده يجرى ده عايز ده رشاقة عايز ده مرونة عايز ده كذا وبالتالي هو ما كانش فيه اي سيغة اخرى غير انه يبدأ على الاقل بالترينر اللي هو الرجل اللي بيمسك ودنه ده معزين الدين زدان وجوارديولا ولسارتي واي حد هو الترينر ده يبقى الناس كلها بتحتفل بهدف او حتى زعلانة على اضاعة فرصة وده هنا على طول بيتكلم ده الترينر الذي نطلق عليه احيانا المدرب العام في المحروسة العظيمة ده ومن ثم باقي الفريق بقى ما بين واحد بتاع تحليل الاداء وفي واحد بيوعد عشان الرصة ملمومة ولا يعني محتاجة تتفرش شوية وبالتالي ده فريق عمل اهم اتنين فيه هم اللي جمع الراجل صح الترينر ومخطط الاحمال ومن ثم البقيين ما علمتوا ان تقالوا انت قلت ان مصر بلد كبيرة تسمع انا تسمع النادي الاهم في القرى كلها اذا الحكاية انت عايز اربعة تعال اشوف من بين اختياراتك ما بعد الاتنين الاساسيين جدا شوف لو ملقيتش تموحك ان يستكمل بطاقم مصري اكيد وقتها نادي بيقوده واحد من رموز الكورا زي مثلا في بايرن مونيخ بيكمباور اسمه محمود الخطيب مع الاهلي في مصر اكيد هيوافق لك في الثانية ان تستكمل الجهاز وعلك الاساس ده الراجل وافق انه ييجي ويكمل جهازه من المصريين لانه ده كان رأيه في البلد وفي انه النادي ده النادي الاكبر والاهم ولديه قيادة كروية تماثل عندهم زي ما قلتلك الكبار في شأن كرة القدم اللي جاي بقى ايه اللي جاي هو ان يخرج فريق العمل ده كامل طاقته وعشان كده محتاج الاعلام يقول للجمهور العام ولجمهور الاهلي مدام الكلام عن الاهلي ان ما نعلمه كاعلاميين ومحللين ومتابعين ان البرامج البدنية لا تتم في اسبوع ولا اثنين صح يقال انها تستمر قرابة الثلاث شهور يعني بيبقى الاستراتيجي ده والخطة محطوطة على ثلاث شهور تبدأ طبعا تبان خلال ايام العمل لكن يتم ملء الفراغ ان كان هناك فراغ بدني وتأهيلي ما معنى ان الاصابات تبدأ تتراجع خلال التسعين يوم هي مدة الخطة البدنية التأهيلي زي ما لسترتي عقد جلسة مع اللعيبة عقد جلسة ايضا مع الكابتن محمد يوسف وكابتن سالد الحفيز علشان يتكلم معهم في كل الامور الفنية سواء السابقة او القادمة او الحالية هالحلالك شايف الجلسة ايضا هتكون لها اهمية وليها فايدة في مشوار الفريق في الفترة اللي جاية مؤكد لان هي حاوت يعني ملفين الملف الاول ان يستكملوا معه ما هو معلومات عن الفريق والفرق المنافسة مدى الاستفادة سواء وطبيعة كرة القدم والملف الاخر هو هو بقى بيقول لهم عن اشتغل ازاي بالزرح في اللي جاي لانه هو قائد العمل مدى الاستفادة تصل للكمال مئة بالمئة ليه؟ لانه هو كان يحتاج مئة لديهم مما تبقى من معلومات لان ما اعلمه انه هو قبل ما يغادر وييجي في المرة الاخيرة كلم لم معلومات كثيرة جدا وخد ملفات لكن زي مع الناس تبعت في مباراة الاهلي والداخلية كان عمال يسجل اللي بيسجله ده مشاهدات وبالتالي جلسته الاولى او قصد ملفه في الجلسة الاول اللي هو يستكمل باقي المعلومات والردود على اسئلته الاستفسارية اللي انا طبعا يعرفهش لكن اكيد كان عنده اسئلة هو عمر ليه ما بيلفش هو عصام ليه ما بيجي وقف كذا ثم يبدأ بالهم طيب وعلى هذا يا مدير الكورة يا كابتن يوسف يا كابتن فلان يا كابتن علان شغلنا بقى من يوم السبت واحد اثنين ثلاثة اربعة يبدأ يخطط العمل طيب دلوقتي لو حضرتك مدير فني وتوليت تدريب احد الفرق هل حضرتك هتبني على القديم ولا تاخد الايجابيات من القديم وتبدأ تلعب على اعطاء كل الفرص لكل اللعيبة اللي موجودة علشان كله يكون عنده نفس الحماس والروح لا مفيش وقت الاهطاء كل الفرص لكل اللعبين اللهم إلا يعني حدث متغير واتوقع انه الوقت بس هو اللي هيخليه يعني ما يحصلش لكن اكيد مع خواجة ومن هذا الطراز اكيد هيحصل ألا وهو المباراة الثانية فكرة فريق الرديف بتاعت أوروبا هو ابن التجربة دي وبالتالي ما لديه من اللعبين لمباراة رسمية المباراة بيرابدس مثلا ثم بعد بيرابدس تاني يوم لازم يلعب تيم تاني فريق تاني بحكام بمكافئات وكأنه يعني ماتش هام جدا جدا وبالتالي هو هيبني على القديم بس هيبني على الجزء التاني اللي انت قلته على إيجابيات القديم يعني هيبني على اللعب الموجود أساسا والجاهز والأقرب لمئة بالمئة من فرمته لكن لن يغامر بتجربة عمر أو أسام لمجرد أنهم معدودين عليه وأن ملفهم يؤكد أنهم لعبون من طراز أهلي جدا جدا إنما ما خذوش ولا ماتش مش هيبدأ بقى بيهم إنما هيبدأ باللي رجله في الملعب بلغة الكورة يعني طيب تقول الجمهور الأهلي اللي ممكن يشوف مباراة بيرامدس الجاية ويكون التغيير محدود في التشكيل أو في شكل نادي الأهلي هل حالك تقول لهم ده طبيعي في كرة القدم إن نلديق الوقت وبالتالي مش هيكون في بعض التغييرات الكبيرة في تشكيل الفريق ولا في شكل لعبه ولا إيه الحالك ممكن تقولوا للجمهور من خلال مباراة بيرامدس الجاية لا مش من خلال مباراة واحدة لكن اللي أقوله لهم ويكون صادق معهم ومع كل جمهور بنلتقي من فضل الله وبيطفي علينا إن صح يعني إحساسنا بعض من الاحترام يعني إن انت بتحاول تقول لهم الحقائق الحقائق تؤكد إن المدير الفني وحده مدامة هناك ثقة مدامة ما فيه صياحات جماهرية إنه فيه ساعات كده عندها تجيب مدرب فتلاقي الجمهور عبر القراءة والشباب منهم تحديدا عبر العوالم الافتراضية الرهيبة دي بيبدأ يستجلب سفيهات صح أو لا فبتبع ضعيفة فبيبدأ يألأ فبيبدأ يسأل فبيبدأ يمطعد لأنه البداية فيها نقع الضعف لكن مع مدرب هم شايفينه الأقرب لأنه يبقى كامل الأوصاف ومن ثم ما عنديش حاجة أولا لهم اللي هي فجر لأن اصبروا قليلا قد يقدم الرجل أو قد كذا أو ماذا لا أقول لهم إذا أنتم وثقتم إنكم هناك حالة كده من الارتياحية أن الإدارة اختارت مدرب من كلاس إيه إذن هو يعمل بنفس الطريقة صح يعني محدش هيقول له لعب أمر عشان صاحبنا أو لعب أصام عشان قربنا لا الرجل سيشكل فريق ما سيقدمه هو الأقرب بنسبة 99% للصح من وجهة نظره واللي أنا بأكد لهم بقى إنه بدم من طراز إيه ده أو من كلاس إيه مش هيغير وجهة النظر دي لكنه هيغير بعض المستويات بمزيد من التدريب والعمل يوم طيب عايزة أسأل حدوتك على وجود الكابتن محمود الخطيب في تدريبات اليوم وأكيد رسالة مهمة ووضح ووح الشمس مؤكد إن المباراة القادمة مباراة قوية بعد التعادل اللي تعادلته مع الدخلية وبالتالي مفيش فرصة إن إحنا نخسر مزيد من النقاط إزاي شايف وجود الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في ميران اليوم الكابتن محمود الخطيب راح النهاردة كرئيس النادي الأهلي وقبل ده كنجم كرة قدم ارتدى هذا الشعار وفرح معاه ويشعر حتى بلحظات الانكسار الجماهيري ومن ثم هو رايح علشان الكل يؤدي ما لديه من مهام أنت من الناس موليد النادي الأهلي كعمر ربيع عسين وتعي تماما أن الحساب ليس على فقد نقاط أو حتى خسائر في مباراة في النادي الأهلي ولكن على هل قدمت ما تحتاجه هذه الجماهير هل قدمت ما يحتاجه الشعار الأحمر ده إذا قدمت ده نتائج مقبولة وجزء منها يمكن تصحيحه وتبديله بمزيد من العمل كانت نحمود خطيب وجوده النهاردة بيؤكد الرسالة دي أنا جاي مع قيادة فنية جديدة جايب أقول لكم يلا يا شباب مش بقى مباراة براميز كبيراميز لأنه هو عنده الحياة تشكيلة جمدة جدا لكن لأنه من هنا ورايح ما عادش ينفع نقعد نواسي بعض ولا نتكلم عن فرص ضائعة ولا أن جنرال حظ لم يرافقنا الليلة حتى من غير ما يقول الكلام ده هذا هو المعنى الذي كان كابتا حمود الخطيب يريد تصديره للفريق وقبل الفريق لإدارته الفنية بيقول كمان للجهاز الفني أنا في ظهرك أنا مسؤول أن أقدم لك كل ما يمكن أن يكون في خدمة العمل طيب إدارة نادي الأهلي عمرها ما تبخل ولا تبخل على دعم الفريق من صفقات وأرادة دعمت أو دعمت الفريق بخمس صفقات لحد الوقت لكن الكلام بيحوم حول التعاقد مع لاعب بعينه ده حسين الشحات على حالك شايف أن إدارة الأهلي ممكن تبرم بعض التعاقدات الفترة اللي جاية وخصصا حسين الشحات ولا الأهلي هيكتفي فقط باللعبة اللي تم التعاقد معها وبالتالي يقفل على لعبته ويستعد لأفريقيا والدوري يعني المعلومات صعبة وأنت عارف في النادي الأهلي يعني أنت هو واحد من فريق العمل في قناة النادي الأهلي لا أعتقد أن هذهك معلومة كاملة يعني وبالتالي السرية وده من حسن الاحتراف طبعا وده شيء كان مفقود وبدأ يعود في النادي الأهلي ويمكن جزء من يعني إغلاق فريق الزمالك على نفسه هو اللي عامل الحالة دي من تفوق الفريق يعني في نقاط المسابقة طبعا وبالتالي الأقرب لمنظومة الاحتراف كان دائما عن النادي الأهلي اللي هي فيها فكرة السكراتة يعني لكن بين بين الأهلي في الطريق للتعاقد مع حسين الشحات حتى بعد البيان اللي أصدره نادي العين مباح يا سيد الفاضل هذا البيان يؤكد أن الآلي في الطريق للتعاقد مع حسين الشحات هذا ما يؤكده أحد أعضاء مجلس الإدارة صح كده مش أنت أغذك على كده نظبوط طبع طبع وهو رجل يقدم عمله لكن يعني العبد لله كتب كده حاجة أنه الشحات والآلي بين الحب الممنوع والجرأة في التنازل عن ما حدث بوجود حسين الشحات من إقبال جماهيري حتى سيبك من نتائج وأنه ملعب الآن بقى بيشوف 12.000 متفرج في مباريات عادية لأنهم دول الجالية المصرية الأهلوية وبعضها طبعا من مشجيعا دي أخرى لأنه هو لعب مصري في البداية والنهاية ومن ثم هم لأنهم عاملين دول محترفين حقيقي عايزين يخلوا الحالة دي فهم يعني بسيطة ما تستفسطهاش لكن ما أعلموا من الناحية التانية يعني عبر طيران للإمارات أن هناك نجم بس الاسم واقع من دماغي يعني ياريت حد من زملائنا الشباني يقولوا لنا أتم المدير الفني لأن التعاقد تقريبا مقدوم بها تقريبا معه وبالتالي حسين الشحات اللي هو جاي جاب كل شنطه وما كانت الحلاة بتاعته وكل حاجة والذي هدايا لا أعتقد أنه هو رجع للعين بسؤولة والذي هدايا للحظ وارد جدا وارد جدا خاصة وأن هناك محبين للأهل الفارق المادي ليس المأمول يعني المليون دولار زي 20 مليون دولار لكن الأهل يتعامل بمنطق لن يدخل مزايدة سيعود الأهلي وانت عارف ده لفكرة الفئات لأنه اللي كان بيحصل قبل كده كان سببا مباشرا إلى أن جاءت الإدارة دي وبتحاول تعيد تاني نفس الصياغة الإدارة الحالية ومجلس إدارة الحال لها صياغة أمر وصام كلاس بي يبقى لازم يبقوا عارفين أن فيه كلاس ايه فوقيهم وهم بيبقوا اللي جاء عارفين أنه فيه سي تحتهم أو قالب به كده يعني وبالتالي إعادة الصياغة دي هتخلي الأهلي الأهلي النادي والخزينة لن يدخل فيه مزايدات على حسين الشعادة اللهم إلا مزايدة الحب وحالة التأخي بين الأهلي والعين وشركاء في الحب آخرين يعني أوان أسماءهم كشفها صعب لأنه هم من الذين يقدمون للنادي الأهلي ويرفضوا ويرفضوا وبقولها لك للمرة التالتة ويرفضوا ذكر أسماء طيب النادي الأهلي بيبرم تعاقدات في كل الخطوط لكن الجمهور الأهلي بيسأل هل الأهلي ممكن يتم التعاقد مع لاعب في قلب الدفاع وبالتالي قثرة الإصابات وغياب اللاعبين عن الأهلي في خط الدفاع في الفترة الأخيرة هل ممكن الأهلي يتم التعاقد مع لاعب خط الدفاع قوي وقال لحالك شايف أن عودة المصابين هتكون كافية في سد صغرة الخط الخلفي وصمام الأمان للنادي الأهلي فورا لا لأنه أنت عندك في قلب الدفاع السردبكين يعني بلغة الكرة يصعب أن أنت تقول أنه في أربع جهزين جمدين عتولة يتبادلوا المركز أربع على الأقل ليه بقى؟ هتخرج رامي ربيعة إلى أن يعني نعلم من الجهاز الطبي الجديد والدكتور العظيم اللي نضم للتأهيل دكتور محمد وفاي ثم المؤد البدني أليخندرو وبالتالي هنعرف بقى ربيعة أحد أعمدة الدفاع المصري الظروف إيه معه؟ سعد سمير كمان هدي كمان لعب آخر أو سردبك آخر أنت محتاج يا واحد يا تنين أحمد طارق والجزار وآخرين في فريق مبشر يعني ما ينفعش التعاقد مع لعب سوبر في الفترة الحية؟ طبعا ينفع أنا بقولك لا بالعكس دي أنا بقولك أنك أنت تولد من الموجود حالا حالا صعب بالنسبة للصفقات السوبر اللي أنت طرحتها لكن فيه على أقل تلاتة هيبقوا سوبر من الأسماء اللي بنقولها أحمد علاء والجزار وفيه لعب تاني برضو تحت في النادي تحت 17 سنة كمان أيمن أشرف لما بيتضم اليوم من مركز الوهيد الرئيسر لا أنا برضو بحيد أيمن أشرف عشان أيمن أشرف لازم يبقى في التجاه عليه معلول لأنه أنت رايح بقى على البناء الكامل زي ما قلنا وعلى التطوير الشامل اللي بينشده مسؤوله الكرة كابت محمود الخطيب رجل مفوض بهذا الشأن وأيضا الجمهور العظيم اللي بينتظر بقى التطوير بتاع يناير ومن ثم لازم أنت بتحسابها على أقل من وجهة نظر المتابع أنك على طول تحط أيمن أشرف ظهير أيصر فإبقى عندك ومحمود وحيد كمان معاه ومعك محمود وحيد في التلاتة لعيب ناحة الشمال منهم بعيد يلعب مركزين بيلعب مركزين وقدر يخش جوء دي الميزة بقى تقدر تلعب بيهم اتنين ويهجموا تلاتة وواحد يلعب ديفندر ناحية الشمال كمان لكن عنده لمسة في الكرة زي عب شافي في موسمه الماضي مع أهلي جد ما بيرجعوش بك ليفت قوي الراجل بدأ بيستغل سنه يشعر هو أيوان سنه والنباصه كويس والنه بيعرف يروح يعني فهمان شوية في الكرة زي ما بيقول ومن ثم أنا بقولك الأهلي إما أن يتعاقد مع ظهير ثالث واحد بس وخبالك أو يرجع ده ويستكمل مشواره بالموجودين ويدبقها بقى زي ما انت قلت بأي من أشرف أحيانا أو آخرين لغاية لما خلي بالك الديفندرات ولعب الوسط السوبر اللي جم على الهجوم بالتطوير والأسماء الجديدة دي هتقل اللود على السردبكات على فكر وبالتالي قد ينتج عمل منظم لا يحتاج للمدافع السوبر لكن لو في مدافع السوبر فورا أكيد لا هل مش هيسين بس السوبر عشان كده ما يعلموا وقفة المفاوضات عن المدافعين جمدين آه بس من السوبر وقفة المفاوضات طيب أنا هاخد من كلام حضرتك ونروح لمقولة دايما كنا نسمعها وإحنا صويرين أن قوة هجوم الأهلي وقوة أطراف النادي الأهلي بتبقى مقللها لعب الهجومي من الفريق المنافس على خطة دفاع الفريق وبالتالي ده اللي احنا ما بقناش نشوفه الفترة الأخيرة لكن هل حالك شايف بعد التعاقضات اللي الأهلي أبرمها خلال الفترة للانتقالات الشتوية هترجع تاني المقولة أن خطة هجوم النادي الأهلي قوي جدا بما فيه أن ما بيسمحش أو مش بيدي فرصة للفريق المنافس أنه هو هاجم النادي الأهلي ما ده اللي أنا بقولولك يعني ده اللي أنا كنت لسه أقلولك زبما عايزة خبامة ده اللي هيقلل العب مش على الفرقة على اللي بيفكر في التعاقدات أنه بدل ما يتعاقد مع مدافع إلا لو كان سوبر قوي وجاهز وما يكلفكش أجنبي من وجهة نظري تمام أو يعومها بدأ لأنه الإضافات في نص الملعب والهجوم راح لما حالة على تقليل عودة الكرة في اتجاه مرمى الأهلي صح وبالتالي أنت فاكر يا أم محمد شوقي مش هنبعد عن كده يعني لا محمد شوقي كان بيبقى ليه سنس دفاعي حسام عشور جنبه فكان يبقى ساعته هو ينطلق نحو الهجوم والتزديد ويبقى عشور قاطع طريق كعاته صح حتى الآن وبالتالي تقليل اللوت ده نفسه هيبرز عند مدافع الوسط والقلب في النادي الأهلي جنب طرفين جمدين هيبرز عندهم أفضل ما فيهم لأنه الحقيقة لازم الأول تبقى عارف أن الدفاع يبدأ من الهجوم من نظرية يعني تحقيقها زي ما انت قلت في الهجوم كان هو ده البداية والنهاية صح وبالتالي كان دايما كده ما احترامي في أجيال سابقة لا يمكن تلاقي مهما كان المدافعين صبر لكن مش بعظمة الأسماء اللي في نص الملعب وفي الهجوم خلينا سرعة صح وبالتالي هي دي التركيبة الأهلوية أعتقد أنه ده اللي هم شغالين عليه دلوح طيب نروح بسرعة لبعض الجوانب الفنية وقبل لقاءة بيراميز سؤال مهم إزاي لصارتي بعد مكان دي يشتغل في أوروبا وبيشتغل بنظام وعارف إمتى مباريات أوروبا لو فيه لقاءات في أوروبا أو لقاءات الدوري بيبعارف المعاد وما فيهش معجلات وما فيهش ضغطات إزاي لصارتي ممكن يتعامل مع ضغطات المباريات في التلات مسابقات المختلفة الدوري والكاس ودوري الأبطال لا ما تقلقش الميزة في الأجانب إنه هيجيب الكتاب ويفتح الفيرس فيشوف البلاد اللي اتحداتها من الأخباطة دي يتعاملوا إزاي فالفيرس هيطلع له بقى كل 72 ساعة طيب لو أجله هو هيشتغل طول الوقت عم مع الأجنبي ما تقلقش صحيح حتبق ضمن أمانية إنه يعود لثقافته الأصلية اللي انت قلتها إنه بقى عارف عشرة ماتش على الأقل مش هقول ده الناس بتبقى عارفة الأجندة كلها والجد والكل والتغيير ده يعني يلزمه إنه يبقى يوم غريب جدا ما بيحصلش في أوروبا كل 20 سنة إذا حصل لكن مع الخواجات ما تقلقش هيرجع دايماً للكتاب والكتاب هيجاب له بقى تعاد كرة بيأجل افتح صفحة 18 تعاد كرة ما بيأجلش افتح صفحة 23 وكذا هتسير الأمور مع وجود وفرة من اللاعبين هو هيخطط شغله على ده عشان كده دي مش هتبقى مزعجة أبداً كمان الخواجات ما بيسبوش للنجوم فرصة بصراحة شديدة كده إنه هو يشكل حظ وينضو بالأرض والمطر والارتفاع عن سطح البحر وسطح العمارة والكلام ده يعني هالحالك شايف إن ضغط المباريات هيجبر مصر لصرتي إنه هو يكون عامل فريقين فريق أول وفريق تاني عملها بايسا وعملها مانول عملوها كلهم في ظل ضغوط ربما يعني كتأقل بس أقل خمسة العشر المية عن الضغوط الحالية لكن عملوها هم ده ده اللي تستبشر فيه النجاح اللي بيجي مصر نفسه مش يخلينا احنا أوروبا يخلينا احنا أوروبا في النظام والالتزام والعمل وده أقرب نموذج للنادر أهل شكرا خواجة بيجي النادر أهل بيتبسط جدا أو بيكون سعيد بعمله لكن أما بيمصر نفسه ويروح معهم ويتمشوا وفي نفس الوقت يبقى حاسم وحازم وخواجة ضمانة النجاح موجودة طيب المباراة الأخيرة الأهلي بيتعدل مع الداخلية 2-2 في آخر وقت من المباراة والأهلي بيخسر نقطتين عنده الجمعة اللي جاية مباراة قوي جدا مع بيراملس تاني الدول عايز أعرف رأي حدوتك الفني في تعادل الداخلية وهل هو هيكون ضاغط على النادي وعلى لعبة الأهلي لمباراة تيراملس وإزاي مباراة اللي صارت هيتعامل مع المباراة فنية هو تعامل مع فنية على فكرة التصريح اللي قاله بعد الماتش لو أنت فكره التصريح واضح جدا بعد كل التدوينات اللي كان بيدونه ده قالك لاحظت وأعجبني شدت وقوة لعاب الأهلي وهم تحت ضغط فقد نتيجة المباراة فاستمروا في ده للآخر أخذ هو الإجابية اللي هيبني عليها أما فكرة الضغوط الجمالية فمبدئين الدور طويل واللخبطيطة في المحطة دي بتاع التأجيل قد تعصف باللي شايف نفسه في القمة بعد راحة طويلة فيفجأ بماتش ده اللي ريح زي بالزبط اللي مريحش فيفجأ بإصابات وهكذا الدوري طويل أعتقد ده هيبقى ضمن حوار مستر لصارتي مع نجوم الأهلي إنه كنتم لازم تشتغلوا بس اجري وانتباصس قدامك اجري وانتباصس قدامك ما تبصش على باقي السبق حد بيحصرك ولا لا لأن انت في ماراثن الدوريات ماراثن بتسبق وتسبق اللي بيعرف يضبط الأداء هو اللي بيعين كده عند البتاع الشريطة الأخيرة دي ويقوم قطاعها ويبقى بطل هذا المرسل فاعتقد إنه احنا محتاجين وقت ليس ضمنه الأهلة يخسر الماتش الجاي فيبقى خسر طموحه في المسابقة ولا الزمالك هتعصر فيبقى زادة أسهم الأهلي ولا الأهلة يكسب فيبقى ركب الدوري لا هي متنقضات في كل الأحوال ومن ثم أنت تحتاج لكتلة قد تكون خمس مباريات كاملة للأهل ومنافسين تحكم على خمستاشر نقطة قادمة لأنه ماتش زي الأهل وبراميتس بستة نقاط وهي ليست مباراة واحدة في الموسم بالمباراتين الأهل والزمالك ستة نقاط أخر وهي مباراتين الأهل والإسماعيلي حتى لو لم يكن الإسماعيلي منافس على المربع لكنها مباراة يمكن لأي من الفرع الكبرى أنه يقع قدام الإسماعيلي صح أو لا يعني هناك مطباط في هذا المارثون أو زي الحواجز بقى قلنا أنه سباق يعني مرة مارثون ومرة سباق حواجز وبالتالي أنت من وجهة نظري برده التي لا قيمة لها جنب الإدارة الفنية أنك تحتاج لكتلة مبارات قد تكون خمس مبارات بخمستاشر نقطة ممكن يبقوا أضعاء يعني يعني ماتش برامدس بستة نقطة ماتش زمالك بستة نقطة عليك وعليهم عليك كنادي آلي وعليهم كمنافسين وبالتالي أنت تحتاج لهذه الفترة وهذه الكتلة من المبارات علشان تحسب الحزبة بقى دي ونلتقي إن شاء الله مرة على خير بعد دا تقدر ساعتها تقول تفسيرات كثيرة جدا لكنها مغلفة بإمكانية فريد تيرامدس الأول كان عنده قيادة فنية أجنبية وحاليا هو عنده إدارة فنية مصرية عايز أعرف رأي حضرتك الفني ما بين الإدارتي الفريد في الأجنبي والفريد في المصري طبعا بما أنه هي وجهة النادي الأهلي هل حراك شايف نادي الأهلي فنيا يقدر أن هو يتفوق بالإمكانيات وبالإسم وبالتاريخ وبالخبرات اللي موجودة ولا نادي بيرامدس حاليا بما أنه تاني الدولي بتلاتين نقطة وعنده لعيبة أكيد لعيبة على مستوى لكن في الأول وفي الآخر يبقى اسم نادي الأهلي اسم كبير وعريق في القرى المصرية وبالتالي المباراة كون قوية لكن الأهلي هل قادر على تخطي بيرامدس والفوز بالست نقاط اللي حراك قلت عليهم مؤكد هناك أسماء عندما تسمعها أو تسمع عنها حتى لو لم تكن مش من البر ده تعرف في حسابات القرى أن الإسماء وخبراتها أفضلية اللي هم الكبار الكلاسكو الديربي أهلي زمالك حط الإسماعيلي لما بيبقى في حالة حط منوشين زر التعاد سكنداري المصري كذا ماذا لكن في الآخر أنت قدر كلاسكو أفضل فكرة بقى القادة الفنية من هنا وهناك هي فكرة خضع للتسعين ديئة كيف ستدير التسعين ديئة وكيف استعدت للتسعين ديئة لا يفرق فيها أجنبي ولا يفرق فيها مصري يفرق فيها كيمة العمل نفسه إيه القيمة المضافة اللي بيحطها الخواجة أو القيمة المضافة لو قلنا أن جهاز التوأم ممكن يكون هيبقى عنده استعدادات خاصة لمباراة الأهل أعتقد أن الأجانب بيفرق بيننا وبينهم بس أن ما فيش حاجة اسمها استعدادات خاصة لكن في استعدادات للوقاء هام لأنه بست نقاط هو يبحث دائما عن تحصيل ما يمكن أن يكون حقوق بعد ما بيدي الحصص التدريبية أو يؤدي عمله هو عايز بقى يشوف الحصيلة بتبقى إزاي أداءا ثم نتيجة في المال نادي بيرامدز تاني أقوى خط هجوم بعد نادي الزمالك 33 هدف نادي الزمالك بيرامدز عنده 25 لكن عليه أكتر من نادي الزمالك عليه 13 هدف في الحال حالك شايف أن خط دفاع نادي بيرامدز ممكن يكون فيه بعض السلبيات اللي نادي الأهل يستغل لها ويقدر أنه هو يحسم المباراة من الأول ولا استراتيجية النادي الأهلي هتكون إزاي هو جيد نصح رأيك فنية استراتيجية النادي الأهلي هتكون أن النادي الأهلي لا يمكن أن يتحاشى فريق لا محليا ولا قريا ولا حتى في المباريات الدولية الودية للأهل العابة لا يمكن أن يبدأ المباراة وهو في خوف من المنافس عندما فعلها كارتيرون سقط الأهلي في تونس لو حسسك أن أنا جاي عارف أن الترجي ده حاجة كبيرة قوي رغم أنه يعني إذا قلنا على أبراج وكواكب الكرة لا ما هو الترجي ده من كوكب كبير لكن لا يمكن للنادي الأهلي أن يتعامل مع مباراة أنها أمام الكبير فلان على العكس تماما هو دائما ما يبدأ المباريات باعتبار الآخر هو من سيلعب مع الكبير الأهلاوي ومن ثم الخوف ما بيبقاش من المعادلة دي الخوف بيبقى من التقسير أو كلة الاستعداد أو كلة الخبرات أو زي ما كان الفريق مع انتهاء الموسم الماضي على فكرة قليل النجوم ومن ثم ده بيستكملهو حالك عالك بمناسبة احنا نتكلم عن أهلي الأهلي لعب 12 مباراة لسه 3 يعني بينه بين الزمالك 3 لقاءات لا يلعبه وبالتالي الأهلي أقوى خط دفاع ما دخلش فيه غير 9 هداف الزمالك دخل فيه 10 فاحنا نتكلم أن الأهلي في ظل حتى الغيابات والإصابات وأن اللعيبة مش بتلعب في مراكزها الأهلي دخل فيه 9 هداف بس أقوى خط دفاع موجود في بطولة الدور يليه نادي الزمالك بعشر هداف يوضح قيمة النادي الأهلي عشان كده قلتلك أنت توضح القيم الكبرى في كل الدوريات كده وضربتلك مثلا بالدربة أو الكلاس كله فريقين ثم يأتي تصنيب بعدهم الحقيق الفريق بين المنافسين الأحمر والأبيض هدف لصالح النادي الأهلي الذي يشكو جمهوره ومحبيه من خط دفاعه ومن ثم لا تعديل الأمور سهل عمر ما هواش قصة كبيرة يعني طيب أخيرا عشان نايف الملف الدوري هل حرك شايف الأهلي قدر أنه ينافس على بطولة الدوري لحد الوقت الحالي؟ في كل الأوقات الكبار قادرون يس أو نو يس نعم ولا لا نعم إنما ماذا سيقدم ما فيش بضع بلاش ما فيش سلع بلاش والسلعة بتاعت كرة القدم المجنونة هي تملك ثمن باهز الانضباط والالتزام مزيد من الجهة وأعتقد أن الأهلي المسلس ده عنده طول الوقت ما عيش سألك بالنسبة للانضباط والالتزام صالح جمعة رأي حراك إيه في الفترة الأخيرة اللي بيؤديها معناد الأهلي؟ أنا بقول إن صالح جمعة اتغير؟ طيب إنسان طيب متربي كويس عشان كده ربنا استجاب لدعاء محبيه أولا للأمانة يعني ودين ما فيش حد بيقولها بس هتبقى آخر مرة أو آخر فرصة صالح لم يعني يشز بعيداً يعني صالح ما كانش انطلق كده في حالة يصعب لمه زي نجوم آخرين يعني لا الحقيقة يعني هي أعمال شبابية دي شهادة لله لكنه قدر يفهم ودعاء الأهل والطيبين ومحبيه ردوله فكرة النجومية واللي ادهوله ربنا بس اللي هو محتاج إيه؟ عمل ربنا صلى الله تعالى يسألنا عن العمل أولاً مؤمنين بيه ولا لأ حتى ده موضوع بيحسبنا عليه في الأخرة لكن الدنيا بالعمل وأنا بقولك صالح إن شاء الله إن شاء الله سيكون من نجوم هذا الموسم والمواسم القادمة طيب نروح من النادي الأهلي والدولي المصري إلى منتخب مصر وأمم أفريقيا هل حلاك شايف أن اجتماع التنفيذ القادم اللي يكون من 9 يناير يعني إن شاء الله يكون يحمل أخبار صارة بالنسبة لنا كمصريين إن البطولة تنظم مرة تانية بعد 2006 ونجاحات إن شاء الله والجمهور اللي كان موجود بمختلف الأطياف ومختلف بقى الانتماءات هل حلاك شايف أن ممكن إن شاء الله النصر يكون لها شرف تنظيم بطولة الأمم الأفريقية القادمة 90% إن شاء الله نبارك لبعض من البطولة في مصر إن شاء الله إن شاء الله بملف الحياة تقدم بشكل محترم برغبة من الأغلب الأعمى في المكتب التنفيذي أن تقام المباراة في مصر اللي هي لوحدها ضمانة نجاح اللي هي حالة الأمن فيها تساوي الكثير اللي هي هم كزوار بيشوفوا إزاي الدخلية المصرية في الشارع 24 ساعة ده ما بشروش في أي بلاد على فكرة زوارنا الأفارق وإزاي كمان في جناح آخر اسم قواتنا المسلحة الآن هي جنبا إلى جنب مع الشرطة المدنية ضمانة للبلد دي اللي بتحتفل اللي تعمل فيها يجي 200 إيفنت كبار منهم أربع مؤتمرات للشباب يا رجل فيهم آلاف المدعوين من الشخصيات العظمى والشباب لم تسجل حالة واحدة مش هقولك بقى أمنية من زهق ضيفك حتى عمر إنه يزهق في المحروسة العظيمة دي ده ما أنت في بطولاتها تتعمل مع احترامل أي منافس تلعب وتروح هنا ستلعب وستجد المصريين حولك وستجد دولة من أعلى نقطة للنقطة المنفذة كلها بترحب بالأشقاء أنا بقولك هنبارك لبعض ما تخلنيش بقى أقول أكتر منك طيب هل ممكن نبارك لبعض إن شاء الله بعد البطولة ما يتم تنظيمها وإن إحنا نسمع قرار إن رسمياً إقامة كل مباريات الدور العام بجمهور وبالأعداد اللي يعني يتم سماح لها من قبل الأستاذ كل سنة وانت طيب ومصري بخير في 2019 فيه عنوان يا عمر اسمه مصري الجديدة من 30 يونيو 2019 ده اللي رجل اسمه رئيس عبد فتاح السيسي طبع همل رأسه وعلى كفه والذين معه لأمن هذا الوطن عشان كده بقولك كل سنة وانت طيب احنا في 2019 اللي البطولة دي معمولة لإثبات أن مصر الآمنة جمهور الكورة بكل الأرقام وانت ماشي كده رايح على المنظومة بتاعت إن شاء الله 2019 الكان أو بطولة الأمم ستزيد أعداد الجماهير بعدها هنبارك لبعض على النص التاني إن الجمهور الكورة في كل المباريات بدون عدد مسموع يعني بكل ساعة أمور كورة القدم ما فيه صناعة ما فيه صناعة ما فيه ناس جايبا خيل حتى دول بردو بعملين رهانات جايبا خيل تتفرج عليها طيب دا إحنا عندنا منافس قوي في الأمم الأفريقية هو جنوب أفريقيا هل حرك شايف إن ملف جنوب أفريقيا يعني حرك أكتري وقتلي إن شاء الله إن شاء الله هل ملف جنوب أفريقيا ممكن يكون قوي صعب يبقى من ملف مصر بجد يعني صعب طيب حال حركة ممكن تقولي شوية يعني أسبب من الأسباب اللي ممكن الكاف يقتنع بالملف المصري الكاف لو لم يكن مقتنع ما قدمت مصر ملفها مصر لا يمكن أن تدخل في اختبار لكن حالة واحدة بس كانت تمنع مصر لو أن دولة عربية وده اللي كان الموضوع في الموقف المغربي برضو من الكياد السياسية لغاية مسؤوله كرة القدم لغاية كل الشارع المصري لا يمكن أن تمد يدك وإصبع المغرب مرفوع في اتجاه تنظيم بطولة أفريقية بل على العكس كنت ستكون داعم لده صح لكن الآن أنا بقول لحضرتك مصر لا تقدم مصر الجديدة اللي من عشرين تلتاشر لا تقدم إلا بحاجات مدروسة إلا بملفات واضحة ما فيش على البركة بتاعت زماني ولو أن برضو مصر كانت بتاخد بيها حقوق بطولات كثيرة إنما نحن الآن في دولة كل شيء فيها مرتبة كابتن عمر طيب يعني عايزة أسأل حضرتك على سؤال يمكن معلش حركة يمكن هقوله بشكل مختلف شوية هل ممكن نقول علاقات مصر القوية في اتحاد الأفريق واتحاد الدولي هي اللي ممكن تكون سبب وتخلي ملف مصر قوي ولا ملف مصر قوي بالمحتوى اللي موجود هو من ملاعب من أمن من سلام استشفيات من سلام طبعا من تدابير كثيرة في مناح الحياة زي ما قلتلك إن كل ديوفك على الرحب والسعب يعني الكلام يصعب في الحتة دي مش هتقول الجمهور تونس ولا جمهور ناميبيا ولا جمهور أي بلد روح الساعة كذا عشان الشارع ده غير آمن عشان المنطقة دي مش عارف إيه مش الكلام ده في مصر استشفيات على أعلى مستوى اللي محطوطة في الملف أنا بكلمك طبعا الملاعب بيننا وبينها شيء قدي كده بالبلد يعني اسمه النجيل الخضر عشان نتكلم بصراحة وما أعلموا أن شركة وطنية اسمها استادات ها هذه أمارة بتعمل على الشق ده ويكون عندنا أحدث الملعب الأغلب الأعام أن الأهلي حين يعود لللعب في استاد القيرة ستكون هذه الأرضية هي البداية أو البشارة إلى جانب ما تقدمه الآن شركة استادات من خريطة أنت نعصك الملعب الأخضر ده وشوقت مزيكة من الحيطة أنه بقى فيكة فيه من أول الكشري اللي غاية يا سيدي اللي ستيك والمش عارف إيه مش كل الناس تلاقي هواها ده ما يحصلش الله في مصر مفيش في مصر اللي معهوش ما يلزموش بالعكس في كل الفئات ده اللي هيميز الملف في مصر جنبا إلى جنب إلى الترحاب إلى هذه الحميمية في اللقاء اللي انت قلت بقى الأول هو العنوان الرئيسي على وهو علاقات مصر برضو منذ أن خرجنا والحمد لله للنفق الدايق في عشرين تلاتاشر وهذا الرئيس السيسي بمصر إلى حيزها الأفريقي والعربي أيضا طب أنا عايزة عليك سؤال أو تصريح تقول لي عليك رأيك فيه الأستاذ الدكتور كرم كردي قال تصريح وقال إن ملف في مصر ضعيف بسبب عدم وجود جماهير في المداردات رأي حضرتك وتعليقك عليه هقول له الله إن كلام حضرك يا دكتور كرم ضعيف لأنه ما حدش فيك أقدم دليل الخيرات في عودة الجمهور مع إن ده شغلوكو لو شفناكو بعدتوا بعثات ولا شفناكو اتعاقدتوا مع شركات عالمية تيجي تحط المنظومة دي وسيبنها على كهل الأمن والقوات المسلحة وقد نجحوا مئة بالمئة وانت عارف يا دكتور كرم أن الدولة تؤجل ملف الجماهير كاملة لأن لا يا المسؤولين عن كرة القدم وفي القلب منهم الاتحاد الأب الروحي ليس لدي مشروع لعودة الجمهور الوحيد الذي قدم مشروع متكامل والحجز أونلاين زي كل العالم النادي الأهل لا أعتقد أن هناك من قدم هتقولي بقى زي ما أنتم بتصوروا كده في الملاعب أما بتروح تشوفوا الدربيات الأوروبية أنكم بتقولوا خدنا بتوع شركات عشان يعرفوا تشاميوز ليج بيتأمن إزاي عشان يعرفوا الأمريكان ليج بيتأمن إزاي عشان يعرفوا أن شوب راليج بيتألم يعني أنت بيكلمونها لكنهم مش الاتحاد أنت عارف مثلا دكتور كرم يعني نقيب السيادلة مثلا مالوش دعب اتحاد الكرة هقول ماشي لكن تتكلمني عن حاجة لازم أنت اللي تعملها صح غريبة شوية سيد عصام شرفتين ونورتين وستمتعت بوجود حضرتك معاي حبيبة كابتن عمر أنا اللي بستمتها دايما لأنه يعني زي ما قلت لك أنت بتعمل حالة محترمة بتترك مساحة للضيف أكيد ستبقى موجود معنا في حوارات أكثر على قناة الناد الأهل بيتك ومكانك كل سنة وانت طيب يا رب كل العالم من مصر ومن قناة الأهل 2019 كل الأمان تتحقق وأنا بقولك وبقولك الجمهور العظيم ده بإذن الله في 2019 الكنزة ما بيسموها عمم أفريقيا في المحروسة العظيمة دي طبعا دي كانت الفقرة الحوارية الأولى مع الأستاذ الكبير وناقد الأستاذ عصام شاتوت رئيس التحرير التنفيذي ليه اليوم السابع هنروح لتقرير مع محمد محمود لاعب النادي الأهلي الجديد وبعدها هنرجع نستقبل ضيفي وضيف حضراتكم الكابتن محمد اليماني نجم منتخب مصر وناديه الإسماعيل الأسبق علشان نعرف رأيه في الفترة القادمة من عمر الدورية المصرية الممتز أهلا بحضراتكم من جديد ولسا مكملين معاكم في الأهلي الليلة والفقرة الحوارية التانية مع واحد من النجوم منتخب مصر اللي شرفونا في كاس العلب بالشباب وإحراز مديليا برونزية وكان هدف منتخب مصر وكان على بعد خطوات من إتمام التعاقد مع نادي أليفانتس لكن القادر يشاء أنه يختتم حياته القروية بدري شوية لكن هو أكيد مشرفنا ومنورنا وموجود مع نظيف هنرحب به نجم منتخب مصر الكابتن محمد اليماني أزكى بحميد أزكى أمر أمريك أمبركي 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 شرفني منورت ربنا خليجي حبيب يا رب السلام طبعا أنا قبل ما أبدأ معك عايز أولك كل سنة متطيب وعيد ميلاد سعيد إن شاء الله كده كل سنة يكون بالسعادة وبالخير وبالنجاح في مسيرتك القروية سواء في التدريب أو التحليل إن شاء الله تكون حاجة يعني عام سعيد عليك يا رب إن شاء الله حبيبي وعليك حبيبي إن شاء الله أقولي الأول أخبار الستاندرد اليج إيه وأخبار زميلك إيه وهل بتتواصل معهم ولا لا الستاندرد اليج يعني دي أهم محطة في حياتي وبصي مش عايز أقولك يعني أي كل ما فتكر الإسم أو فتكر كل مواقف بتاعتني هناك مع أصحابي يعني مش مش أقولك بدمع بس بحسب خطفة كده في سدري دي إني أحسن يعني أحلى أوقات قضيتها وانا في ساندر اليج يعني بص بداية نجوميتي كانت هناك من وانا صغير ماكملش لسطة متشارس هنا منشاط مع الرزيرف طبعا نتعرف كستو الرزيرف طبعا فليل رديف واجوان كتير قوي وتتصيط وتتعمل عكا انت رفيو ويبقى ليك جمهور وناس بتجيلك وعايز تصور معاك الموضوع كان مختلف جدا وتخيل بقى صحابك مثلا جوزيف يوب ودانيل فانبويتن ناس التقيلة دي اللي عبت في عنديها كبيرة دراجوتينوفيتش جورج بلاي عفو جورج بلاي جورج بلاي حبيبي أساسا من الناس اللي بعزها جدا بص أنا بحب الأفارقة جدا يعني طبعا تفهمنا مثلا جورج بلايك بمنتخب غانا وصاندر اليش نوضح لسادة المشاهدين واحد من أهم اللعيبة اللي كانوا موجودين في الفترة الحالية طيب هل حد بتواصل معاك منهم هل في كلام موجود من النجوم دي مع محمد اليماني ولا الموضوع اتقطع بقى ما بقاش زي الأول ده يمكن أكتر واحد بكلامه جورج بلاي وديمتريو هابرا الجون كان جون رقم اثنين ولاعب معايا في ميكلين لما رحنا يعاره هناك وكريستيون لابارب اللي هو المدرب حراس المرمى بيتواصل معايا ودومينيك قبل ما يموت المدرب بتاعنا كان دومينيك دونوفريو ربنا توفى من ثلاث سنين تقريبا بس يعني دي كسخوا لها طيب في حد من أصدقائك اللي كانوا موجودين معاك من ساندادولييج بعتلك وكان حريص انه هو يقولك كل سنة وانت طيب بنفس تعال بقى نشوف مين هو اللي بعت لمحمد اليماني قوله كل سنة وانت طيب ونرجع نكمل تالي تمام محمد 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 احسابه يساعدت محمد 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 تبعش محمد 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 او juك اكبر اعطا اتبع أجل العامة من أجل ونواني لعائك ومعكي كامل من الأمود أجل أن أردت أنك لديك 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 يا مهلا شكرا يا قديم شكرا 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 لا بصراحة يعني مفاجأة جميلة وجورج أصلا من الناس اللي بقى أحبها جدا حتى بعد ما غادر ستاندرليجيو راح فريق تاني كان راحل على الفير تقريبا كان بيجي يسهر معايا يعني كنا بيسهر مع بعض ونخرج وبتاع وهو من نوع يعني سعب بيسهر وكده يعني وكان بعمل الحوادث كنت أنا بروح أجيبه بتعبوا دايما على الحوادث بس هو أنا هو بيابل وانت لما عملت الحادثة الشهيرة طبعا دي كانت للأسف كانت نقطة فريقة مشورك لكن عايزة أتكلم معاك بخصوص محمد اليماني أكتر وعايزة عارف الناس أنك كنت نجم من نجوم منتخب مصر للشباب وكمان كنت هتبقى نجم ماشي على طريق محمد صلاح والنجومية اللي كلنا اللي كنا عارفينها يماني عايزة عارف منك دي طبعا صورة تورج بلي وحش في الملعب كان صمام أمان ناحية اليمين لفريق سندر دوليج والمنتخب غاني اللعب هاي كنت بس كنت بالعب جنبه هو يوبو الاتنين بصراحة في الملعب لا حاجة تانية وأفولابي كمان كان مساك تلاتة واحد نجيري اتنين نجيريا يوبو وأفولابي وجورج بلاي مش ممكن تلعب معهم في الملعب تحس بأمان غريب طيب عايزة عماني أخذك ليوفنتس والسندر دوليج وبعد ما تقلقت مع السندر دوليج اليوفنتس كان بيتابعك وكان قريب منك أنه هو يتعاقد معك عايزة أعرف ذا منك الكواليس اللي محدش عرفها الكواليس دي ما جاتش من السندر دوليج جات وانا في كاس العالم مع منتخب مصر لما كنا في كاس العالم في الأرجنتين مع كابتشو أغريب كان بعد ماتشو هولندا تقريبا عادت أنا وكابتشو أغريب مع واحد اسمه موريتيو كان داني سيب رئيس النادي بتاع اليوفي وقعد يتكلم معنا في التفاصيل كلها وبتاعه بس أنا أصلا يعني أنا كنت مش عايزة أكلف الموضوع حتى موش عايزة أقول لي والدي وبتاعه بس تقريبا كابتشو أتكلم مع حد في راح تكلم على طول مش فاكر بالزبط والله بس لقيت الموضوع اتعارف يعني فبس يعني طبعا كنت هتبع نقلة كويسة جدا وكان هيبقى حاجة يعني حلم لأي حد انك تلعب جنب دي البيورو وكان ساعتها زيدان رايح الريال بس فربنا ما قدرش ان انا روح هناك وبتاعه والناس يعني الحمد لله حسدتني وخلص الموضوع على خير بعد التقالق الكبير اللي كان موجود يعني في كاس العالم كنت هداف الفريق وكنت مميز جدا بقصات شعر مختلفة بسبب اللعب معين لكن عايز اقولك ان انت فعلا يعني كنت نجم كبير ولسه ما زلت نجم كبير طبعا ونحن جاعدين متكلم على الماضي ونتكلم على تقالقك لكن فترة وجودك في بلجيكا عايز اعرف برضو تكلمي عنها شوية عايز اعرف الساندر دوليش ازاي رحت مرة واحدة من الاسماعيلي للساندر دوليش معينه اكبر نادي موجود في بلجيكا واندر اللخت ما كانش فيه محطة في النص فازاي عرفت توصل بسرعة كده لأكبر نادي في بلجيكا مرا واحدة بوصل انا اكلمك على الحوار كله بالضبط الحوار كله انا كنت مع منتخب مصر برضو بلعب بطولة كتف تونس مش فاكر تصل للمغرب عملت ماتشين هناك كويسين اوي حتى الاجينت كان بتكلم معي في الكصة دي اول ماتشا مكتش عالي اوي تاني ماتشا عملت ماتشا هيل جدا في الماتشين دول بس فعمل معي كنتكت وبتاع وتكلم معي بس اخد رقم والدي كان والدي شغال في ايطاليا بس اتابع مع والدي لقيت وبعت انفتشن مع والدي عشان عايزني على باريس ان جرمان على فرنسا مهم والدي جي مصر وكده وعملنا حوار عشان نسافر وكده وكان ساعتها البس بول بتاعه مع المنتخب وعملت حوار عشان نسافر مهم خدت الجواز وسافرت انا والدي روحت باريس ان جرمان عملت ماتش هيل اوي كان ددي اكسير تقريبا يعني انت روحت الاول من مصر لباريس ان جرمان ترايل وعبت معاه مباراة مباراة كنت كويس جدا بس الاجنت بتاعه ما كانش اخد فرص كويس الوكيل اللي عبين فبس فهو اصلا كان بيلعب في استاندر ليجي وكان شغالتها باع استاندر ليجي في فترة دي فبوز الصحقة لا بوزواش لا بوزواش لا بوزواش لا بوزواش لا بوزواش هو هو شاف المصلحة ان اروح استاندر ليجي ودي اعلى فكرة دي دي حاجة وايسة منه انك تطلع على فرقة اقل من فرقة كبيرة لان ان في طول ما ان تطلع استب با استب يبقى احسن من يطلع على فرقة كبيرة يعني انا مش عايز اديك مثال مثلا زي رمضان صبح مثلا انا كان نفس يطلع نادي صغير الاول زي محمد صلاح كده بازل مش عارف كده حاجة كده ياخد خبرات وياخد يطور من نفسه بعد كده ان اما تطلع مع فرقة دور كبير وانت لسه صغير مضوع مسهل انا شايف ان كانت تفكير رجي هاروتيك كانت تفكيره كويس ان اخدني على فريق زوية مش صغير وفريق كبير في بلجيكا بس الدوري طبعا اقل من الدوري فرنسي فبس فرحت استندر ليج بصراحة اول ما اتشف لعبته مع الريديف او الريب فاري ريزيرف ما كدش كويس لا مش كدت عادي وعملت ماتش يعني انا شايف كدت عادي يعني بس ماتش بقى عملت جيبت جون وعملت جونين بدأت بقى في الاهداف كتير ورا بعض بس بدأت بقى الجراية تكتب عني ونجم جديد والفرعون ومش عارف ايه وجدت قناة الجزيرة صورت معايا تقريبا هناك في بلجيكا بس وبدأ عايز لك سألل بنسبة للجمهور محمد صلاح في انجلترا عامل له اغنية وعمل له دايما كل مباراة بيكون النشيد الخاص بي كان جمهور ستندر للدوليش كان عامل لمحمد الليماني اغنية اه كان عامل لي اغنية صح كده اه كان علاقتك مع الجمهور كان علاقة رائعة شباب انك كانوا يحبوني جدا على فكرة يعني كانوا يحبوني بجد مش كثة كانت لزيزة يعني اروح اي مكان حتى في السنتر في اي مكان مومو مومو مش عارف ايه يعني الناس كانت يعني متخبلاك وبيحبوا يقربوا منك وسلموا عليك ويتكلموا عليك وتعرفوا على ثقافتك فالموضوع كان لزيز وكانوا يعني انا كانوا بيغنولي اغنية بس في الاول ما جديتش فاهم طبعا كنت لسه بتحلم لغة فهو ما يقول لي واحد يقول لي زوري كده يقول لي روح الجمهور وتفاهم بعد كده فهمت اللغة علمت فرنسية فبتفاهم يعني طيب عايز اخدك لمرحلة شعار سعافة الاغنية طيب نعم شعار سعافة الاغنية طيب قولي لو انت عرفها يا ري انا عرفها طبعا طيب قولي كانوا بيقول لي كان يعني بالتعبير ده كده في الضبط يعني يلا مومو يلا مومو فرينا هيكسب طبعا ده حاجة يعني احنا زي ما انا قلت انت واحد من اهم اللعيب اللي كانوا موجودين لكن للأسف يعني قد ربنا يشاء انك تختم حياتك لكن اكيد احترامك ومستقبلك في التحليل او في التدريب ان شاء الله ده يكون يساعدك بشكل اكبر انك تحقق نفس اللي حققت وانت لعيب من نجومات حقق ان شاء الله في التدريب او التحليل عايز اسألك على عقلية محمد اليماني في الوقت اللي قرر فيه انه سافر لاوروبا وانت كنت موجود في مصر مع نادي الاسماعيلي هل كان فيه مفاوضات من احد الاندياء المصرية وانت قررت ان انت تحترف برا ولا مفيش اندياء مصرية فاوضة محمد اليماني وهو قرر مرة واحدة ان هو يسافر برا ويبدأ يشوق طريقه لا كنت انا بس كنت انا انا في النادي الاسماعيلي كنت متقلق جدا في النشئين كنت في انتخب النشئين كنت في المدرسة المهوبين مع واق الرياض وميدو واحمد الجمل وعادي النادي الاسماعيلي عرض علي ان نعمل عقد يعني لازم تمدي عقود وكلام من ده طبعا انت عارف عقود انشئين ساعتها كانت كلام يعني تتكلم ولا حاجة يعني ولا ليم ولا ليم وانا كان طموحي اعلى من كده بصراحة يعني كان طموحي ده انا عايزة اعلى في اوروبا وبفرصة لما جات لي ما اتردتش يعني بتاعت لما الاجينت كلمني وديته رقم والدي ولقايت والدي بتواصل معي كنت مبسوط جدا مبسوط اوي يعني وانا بس انا بفضل لا بصلي من صغري يعني ما بصفش صالح حتى لو انا مش يعني مش قويس في حياتي بس انا بصلي فاصليت سرعة استخارة برضو بتلاع لقيت الموضوع في انت بتحس طبعا بالحاجات دي لما تصلي سرعة استخارة بتحس اللي في حاجة فيها كبول كتير اوي فلقيت الموضوع فيه ماشي يعني ماشي الانفتيشن جات اللي مش عارف هي راح نستفارة كل حاجة مش سهلة بس فحسيت الموضوع خير يعني فالحمدلله يعني سفرت وكده فلقيت الموضوع الحمدلله يعني طيب هاخد من كلامك لمحمد محمود لاعب النادي الاهلي الجديد الوافد من صفوف دجلة انت كنت مدربه في مرحلة الناشئين وانت عارف امكانيات وقدرات وهو قال في اخر حوار لي انه فضل النادي الاهلي على اندية وفنهايم وممكن كمان نادي ايكس في الاحتراف هل انت شايف ان حاليا النادي الاهلي بيمثل لعيبة مصرية كتير واحد من الاندية اللي ممكن تغنيك عن الاحتراف وان المعايير دلوقتي بقت كلها قريبا من بعض ومن خلال النادي الاهلي ومنتخب مصر تقدر تحقق طموحاتك في دوريات اقوى؟ انا مش اختلف معاك النادي الاهلي من اكبر الاندية في المنطقة العربية كلها وفي افريقيا نادي الاهلي تاريخ ونادي الاهلي اي حد اتمنى يلعب فيه بس معلش الاحتراف الخارجي في اوروبا حاجة ونادي الاهلي حاجة تانية كبير جدا وممكن يوصلك فعلا لاندية كبيرة جدا في اوروبا بس لو روحت النادي الاهلي برضو ليه مميزات وليه عيوب انت ممكن لحد الاهلي متلعبش انا بقى اريد اسألك على محمد محمود محمد محمود هيلعب واحد من المفهود الصفقات اللي الاهلي تعقد معنا انا كلماني انا اقول لك هيلعب طبعا محمد محمود انا اول فرق امسكتها في ودي دجلة موليد 98 كمحمود كدي رأيك الفني في اي كده يا ماني لا محمد محمود عالي دعيب هيل هيل جدا بس بلعب في كذا مركز هوف ليفت هوف رايت رقم عشرة فرود انا معايل عدتوا في كذا مركز ايه احسن مركز ليه تحت الفرود على طول رقم عشرة هيل وبيروح يجيب جوان انا احنا في النشئين اللي عبت ماتش بدل الاهلي جبت كستول الاه 4-0 عندي في النادي جاب جون غريب انا مش بكلم كده شو كسبت الاهلي لا والله فالس بس هو جاب جون حلو قوي اللي هو يعني امرقص الجون واعيده وراح المساك وهو جاب جون حلو قوي هو العيب الفطرة اصلا يعني تحس ان الدناغه كبيرة تحس ان البيعب عنده شخصية عنده شخصية في الملعب عنده شخصية في الملعب اللعيب اللي زي ده تعتمد عليه فعلا وكمان لما تخلي العيب يحبك كمان يحبك ويحترمك هيديك اخطر وهو من النوعية دي لعيب مش متكبر لعيب بيحب صحابه جدا لعيب مش قناني اللي هو مش بيحتفظ بالكرة عشان يقعد لنفسه خلاص لا ممكن يديك سروباس يخليك تيب جون يصياطك زي ما بقوله من النوعية من اللعيبة اللي تحبت تحطها فوس تتيم يعني طب يسألك سؤال تاني خاص بمحمد محمود فيه لعيبة ممكن تلعب لكل الاندية اللي مش بتنافس على القمة او معليهاش دغطات وتتقلق هل محمد محمود من نوعية اللعيبة دي ولا محمد محمود ينسجب ويتقلق حتى لو ضغط محطوط عليه لا محمد بيقولك هو بيتققل مع اي حاجة بس انا خاف على محمد محمود بيقولك انا بقول انه روح يلعب بس ممكن ميروح ملعبش انه عندك الشيخ قبل كده طب تنصحه تقوله ايه لو هو في بداياته ملعبش مع النادل الاهلي ومدير الفني فضل انه هو يستخدمه في وقت محدد ووقت معين علشان يدي له المردود اللي هو مستنيه منه تقوله ايه انا مش اقوله حاجة طبعا المدير الفني هو صاحب القرار هو شايف الفائدة نصحتك لي لو ملعبش في الاول وكان المدير الفني فضل انه هو يخليه على مقاعد المدلاء خلاص محمد نحون تقلق صغيرة محمد لازم تبقى طبعا تسمع كلام مدير الفني وتقوله حاضر وتشتغل على نفسك كتير لغاية ما توصله لدرجة اللي هو ما يقدرش يعني ما يقعدكش يبقى عايزة لعبك فانت لازم دايما تسمع كلام مدير الفني تحاول تركز على شغلك انت بس يا محمد وتوصل لمستوى عالي وكده كيه فرستك هتجيلك ولما تجيلك فرستك ما تسبهاش ده ده الطبيعي لاي لعيبش لمحمد بس ده الطبيعي انك تسمع كلام مدرب بتاعك لان المدرب عايز مصلحة ليك ولي فطبيعي انت بتتكلم من شغل عوق فلازم يستحمل في الاول بس بس ما يستحملش كتير معلش يعني انت نادي الاهل لو عادت فيه ما سنة كامنا ما لعبتش الموضوعي بصعب عليك لازم يحط رجل في الاول برضو طب يا ماني احمد الشيخ جي نادي الاهلي بعد ما كان من تقلق وخرج مرتين للاعارة وموجود للسنة التالتة وبيشارك وبياخد فرسته وبتقلق حاليا بالضبط طب وبعد كده ما فيه اول سنة اللي حصل فيها ان هو مشاركش وخرج اعارة بس ده بتقول سنة التانية هل المدير الفني اماني بيكون فاصل ان هو يكون مقتنع بلاعب او لا حتى لو اللاعب نفسه خامة كويسة وخامة طيبة بصوا فيه قبل كده كان فيه حاجة اسم موضوع الحب والكره فيه مداربين بتحبوا بتكره هل انت شايفنا دي حاجة دي حاجة كويسة لا طبع حاجة مش كويسة حاجة مش بروفرشنال مش بروفرشنال طبعا المدارب الاجنبي لا ما اعتقدش انه بيحبه بيكره المدارب الاجنبي بيلعب اللاعب المميزة اللي عنده حتى لو لعب ما بيحبوش او حاجة فيه اي حاجة بينه وبينه لا او عايز مصلحته ومصلحت التيم فهي لعبه انا شايف احمد الشيخ اللي كان بيحصل فيه الفترة الاخيرة ما كانش كويس الفترة صورة الفترة الاولانية مش كويس بس الفترة الاخيرة بدأ يلعب ويتقلق شايفك كابتن يوسف يعني ده مقصنع بي ده واحد عادل ومقتنع بالعيب زي ده ده العيب مميز جدا انا شايفه العيب من العيب المميزين اللي ممكن تعتمد على الفترة الجاية لان الفترة الجاية انت اصطا ناحية الهجومية عندك قليلة جدا قليلة جدا في مصر انت بتعتمد على الأجانب في المنطقة الهجومية انت محتاج الا انت تعتمد على الناس كلها المهاجمين بتوpanzeك عشان يبقى عندك يعني فروض صريح او منطقة هجومية في مدخب مصر عالية فأنا أفضل أن أنت الناس كلها اللي فيها بادرة أو فيها مثلا حاجة كيف فيها موهبة وكالتمركونة مثلا وما بلعبوش بسبب لأي سبب أنك تحاول تضغط عن الكلام ده كله وتدي الناس دي فرصتها تاني عشان تظهر للنور تاني ونقدر نتفرج عليها زي أحمد الشيخ ده يعني ده مثل أنا بدي مثل بالنسبة لي طيب هل أنت شايف أن وجود محمد محمود مع ناصر ماهر مع وليد سليمان مع مجموعة اللعيبة اللي موجودة مع ضغط المباريات هل ممكن أنت شايف أن يتم تأسيم المرحلة اللي جاي عليهم وأن كل واحد يكون يدور زائد أن وليد أظهر ومران محسن كانوا بيفتقدوا بشدة في الفترة الأخيرة اللعيب البلاي ميكر رقم 10 اللي كان دايما بيغزيهم بالقرات البانية اللي من خلالها بيقدروا يسجلوا أهداف بالطبع يعني محمد محمود يكون إضافة مع النس مع اللعيبة دي وليد سليمان طبعا ما شاء الله في الفترة دي فورمة عالية جدا لو ولعى الجنب محمد محمود وطبعا رمضان صبح بنازل طبعا يعني خلاص يعني نجي فترة أعارة هنا مع نادة أهلي هيبقى عندك الخط الهجومي هايل يعني هيبقى بسطة هيبقى خوي جدا 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 بس أنت معلش يعني إنت وحنا في وسط الكلام أنت محتاج أكمل كلامي في القصة الهجومية طبعا طبعا لا تصدر انت تتكلم كناحية هجومية هيبقى عندك خط الهجوم جامد جدا جدا بس أنت لوقتي عندك في ناحية الدفاعية أنت عايزة دعم لأن أنت عندك حسرك سعير تتفضل ماشي لو أنت عندك خط الهجوم قوي ومعرفتش بسبب من الأسباب أنك ما تدعمش في شهر ينايل خط الدفاع هل أنت شايف النادي الأهلي طول من خط الدفاع وخط هجوم قوي ونص ملعبه قوي والأطراف أقوية هل ممكن المنافس بسبب قوة فريقك ما يعرفش يبادر بهجمات أو يهاجم وبالتالي أنت تعرف تكمل لحد نهاية الموسم ولا لابد من نادي الأهلي يتعاقد أو يفكر في التعاقد مع مساك في الفترة الحالية لا لا يا عمر لابد يا عمر أنت معك حدوش رائع في الملعب مش تعتمد على خمسة لعيبة بس وخط دهرك كله مش أقول لك خط دهرك وحش لا عندك إصابات بالضبط بالضبط عندك ربيع ومصاب ونجيب وساعد ودلوقتي تدخلهم أحمد فتحي وعشور طب أنت محتاج تدعم المنطقة دي النادي الأهلي يقول له عمره النادي متوازن هنا مثلا هنا لعيبة طب وهنا لعيبة مش طب لا النادي الأهلي كله طب الـ 11 الـ 18 طب بالدكة كلها باللي بره خالص طب ما ينفعش ده ما ينفعش طب أنا عايز أقول لك على معلومة عارف النادي الأهلي حتى من غير المؤجلات هو أقوى خط دفاع في البطولة لحد ده تبصع هداف بس يالي نادي الزمالك بعشر أهداف فأنت بتتكلم على أن فعلا حاليا لما الجمهور بيقول خط دفاع محتاج تدعيم وهو تسع هداف طب لو تم التدعيم بقى بصفقات سوبر عايزي بقى تاني مش يخش فيه مجوان خاص بالضبط بس هو ما ينفعش كتير للأهلي لعيبة 12 مباراة فارق 15 عن الزمالك يعني 3 مباراة فارق فقط لغير بالضبط بالضبط يعني لسه قدامه واتشور كتير والأهلي برضو يعني بقولك إيه الأسد يمرد ولا يموت ولا يموت والأهلي يمكن يحصل فيه حاجة مش كويسة لأن الأهلي بيعرف اللي من نفسه على طول من الفرقة التقيلة والكبيرة أو طيب عايز أخذك لبطولة الدوري سريعا وعايز أعرف رأيك في بطولة الدوري ممتاز حتى الآن بطولة الدوري ممتاز سنة دي مسيرة يعني فعلم يعني التدخل العربي أو الاستثمار العربي من ناحية بيرامدز مثلا عامل شكل كويس للفرقة يعني عندك بيرامدز والزمالك والمقاولين والمقصة وعندك أندية الشركات وعندك المقصة وبيتروجيتو الزهرين بمستوى كويس قوي بتاع عاملين حاجة للدوري والأهلي طبعا الدور التاني هيبقى أفضل لما يكمل مشاته للنقصة فده هتبقى حقا كويسة بس الفرقة اللي بصراحة لأنها مستغربها أو مش مستغربها ما تنفعش في الموقف ده فريق الإسماعيلي يعني الإسماعيلي بصراحة يعني فكيد طبعا إسماعيلي فريق بيه وبيتك غير إنه بيتي يعني فريق أصلا الناس كلها بتفرج عليه ده من فريق الإسماعيلي برازيل برازيل مصر زي ما بقوله وكورته جميلة وكل حاجة فيه كويسة بس اللي بيحصل فيه ده مش طبيعي إزاي هتزال الدوري ما ينفعش إسماعيلي في المركز الأخير عنده 13 نقطة من 13 مباراة رس عنده مبارايات مؤجلة يعني فاز فيه 3 مبارايات وتعادل فيه 4 وخسر في 6 سجر 11 هدف وعليه 17 هدف بنكلم في نسبة الأهداف اللي دخلت في الإسماعيلي أكتر من الأهداف اللي سجلها نادي الإسماعيلي الإسماعيلي غطيته إنه ماشي النجوم اللي عنده ما دعمش حد كويس ما دعمش اللعبة تشيله في فرقة يعني تشيل فرقة ماشي اللعبة تيلي قوي لو أنت مدير فني دعم وانت قوي ولا تستنى لحد ما تقعب عكاة دعم لا نفعش دعم وأنا وانا ضعيف التدعيم بيكون وانت قوي وانت قوي عشان حد ما كان حد على طول اللي انت ما تضمنش اللي يحصل ما باش انا ضعيف أصلا خلاص انه هنزل وتقول لها دعم ادعم اي انت خلاص نزلت انا عايز الأهل بيدعم هو ضعيف لا كله بيدعم هو قوي فريد قوي بيدعم هو قوي على يتنى ما يستنىش تحصله أي وقت أي دروب بما ده طبيعة ده طبيعة إنما مش عبق أنا بعقليات انا لوك لا أستنى ما أضعف وعلي كده دعم دي عقليات مكتبة عقليات ايه واحد رئيس نالي بس إداري ما يشملوش ضعب الفانيات اه اداري بتاع او يفكر في فلوس ناحية مادية اه استنى بس نشوف الفرق اللي حصل معها تبديني مش كويه زلوقتي اه انا ما صرفتش حاجة المصاريف على قد على قد اللعيبة كلام من ده ودايما عمر النواحي المادية هاي اللي تفرق في الفرق يعني بص البرامدز فريق بص كم 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 الفلوس اللي دفعت لفريق البرامدز بس انا عايز اقالك سؤال لا انا عايز اقالك سؤال اخدك لسؤال تاني بس هل انت شايف ان نادي الاسماعيلي او الاهلي او الزمالك بنتكلم في اندية عندها تاريخ وعندها ايضا عامل مادية كويسة لكن لما العيب بيجي يختار زي محمد محمود فضل النادي الاهلي على اندية اوروبا او اندية داخل مصر وممكن يكون المقابل المادي اعلى محمود وحيد لما كان موجود معنا قال نفس الشيء انه فضل انه يختار نادي كبير ونادي عريق يحق فيه طموحاته احلامه خلال الفترة اللي جاية مع انه كان عنده بعض العروض اللي فيها امور مادية اعلى لا انا عايز اوصله لك ان الاهلي والزمالك والاسماعيلي هما اندية قمة ولا يمكن ان هما في 8 الايام يحصل لهم اي دروب ممكن دروب يحصل قصير لكن مش هيستمر زي ما انت قلت فكن يعني نتمنى الاسماعيلي يعود من جديد والاسماعيلي لازم يعود ان شاء الله يعني الاسماعيلي واحد من الاندية القوية اللي احنا بنستمتع بوجودها داخل مصر لكن عايز اخد رأيك بقى فنيا سريعا في مباراة الاهلي وبيراميدز يوم الجمعة اللي جاية شايفها ازاي الاهلي خرج من تعادل معاة الداخلية عنده مدير فني جديد بيقود الفريق للمرة الاولى عايز اعرف رأيك وازاي الاهلي ممكن يتغلب على بيراميدز يوم الجمعة اللي جاية في الدولة بس تبقى مباراة قوية جدا لان المدرب الجديد اللي هو الأسارتي لسه تبقى دي المباراة الاولى لي مع الفريق هتبقى مباراة قوية جدا لاني هيبقى عنده محمد نحمود ورمضان صبح وعنده صالح جمعة وعنده جلاردو وعنده كل السفقات الاهلي تعاقد معاهم ونحية التانية برضو حسام حسن بلعبته وكينو وافشة والناس عنده تيم برضو محترم هيبقى هتبقى مباراة قوية جدا بس هيبقى فيه ضغط على النادي الاهلي لان المباراة الاخيرة مع الداخلية تعادل في الاخر وحصل فيها مشاكل وحصل فيها حاجات عشان الجمهور وانك تلعب البطش ده بدون جمهور انا بصراحة مش شايف دي حاجة حاجة كويسة يعني هل انت شايف النادي الاهلي متعود على الضغطات عادي جدا معندهوش مشاكل عكس البيراميز لان الاهلي عنده خبرات كتير قوي نادي كبير نادي كاري نادي بطولات زي ما بقولوا فانت متخيل ايه يعني كسة كلها بس اللي انا بتكلم فيها النادي الاهلي اللي حصل له بس الفترة الاخيرة دي بس اللي هو الخروج smaller في النهاية بطولة افريقيا والضغوط اللي كانت علي كلها والاصابات اللي عندو دي بس اللي عامله الكسة كلها دي اللي عامله ركا في النادي الاهلي بالضغط مفيش استقرار انما النادي الاهلي تول عمره ببقى عنده استقرار وعنده ناس بتعرف تحل ازامات في النادي الاهلي والنادي الاهلي المبارد جائي مع بيراميزها بقال لها شكل خاص تاني وأنا أتوقع المبرادة يعني مش عايزة أقول نتيجة بس هاتب مبرق قوية جدا يعني لأن في الوقتين يبقى فيها لعيبة جيدة هنا لعيبة أسوري نادي الأهل يبقى عنده لعيبة لسه جاعة سيزمة نفسها وهيلعبه مثلا زي رمضان صبح أو محمد محمود والنادي بيراميز عنده لعيبة هيلة وأتوقع أن كابتن حسام حسن هيهاجم ذات المبرادة يعني هل ممكن هجوم كابتن حسام يؤدي إلى ظهور بعض السلبيات الموجودة في خط دفاع نادي بيراميز واللي قدت أنه هو يستقبل لحد دلوقتي 13 هدف أنه هو يعني ممكن نقول عليه تالت أقوى خط دفاع نادي الزمالك استقبل عشر هدف ونادي الأهل تسعة هل ممكن يكون في بعض السلبيات اللي لو اندفع لعيبة بيراميز الدبان للنادي الأهلي ولا كابتن حسام هيوزن الأمور علشان بيلعب مد كبير وبيدور على التلات نقطة فبالتالي عايز يحافظ على النقطة اللي ممكن يطلع منها من المباراة بص هو فيش كينو ممكن كابتن حسام لو فكر تفكير أنه يهاجم على نادي الأهلي عشان للهاجل النادي الأهلي دفاعه مش موجود أو الناس الأسئين في الدفاع مش موجودين دي ممكن نقطة هو يستفاد منها أنه عايز يهاجم لأنه عنده مهاجمين كوسين أو قفشة أو كينو لعيبة هيلة فممكن يروح يخلص بهجمات مرتدة أو لعبة عادة إنما لو عايز طبيعي لو أنا مدرب فاهم أو مدرب مثلاً ملعب تيم زي تيم نادي الأهلي لها ما ينفعش ألعب مع أبيت تردي لازم التوازن في الملعب أو في الملعب صح ولعب ألعب مباراة صحة مع نادي الأهلي أو هاجم وهيج علي وأوقف صحة في الملعب ده ده اللي أنا أتوقع يعني إنما غير كده لو حصل أي سيناريو غير كده موضوع أصعب جداً لأني كابتن حسام عايدة أسألك يعني أيضاً في الدوري بشكل عام هل شايف إن موضوع تأجيل المباريات وإن هو فيه فرق لعبة لقاءات أكثر من فرق هل انت شايف ده مؤثر على ترتيب الجدول يعني الجدول لو بصين عليه هل انت شايف إن كل فريق استحق أن يكون موجود في ترتيبه ولا بسبب المؤجلات في فرق يعني متفاوقة على فرق والعكس صحيح والله هو الفرق الوحيدة اللي متأثرها في الكسة دي كلها فريق الأهلي عشان عنده مؤجلات كتير وهو يعني يعتبره دلاتي فوسة الدوري وطبيعاً نادي الأهلي نادي منافس دائماً بينافس على البطولة بس فيه لو بتتكلم عن الترتيب أو الفرق دلوقتي حالياً ده منطقي اللي هي نتاج الفرق حالياً منطقي إن الفرق حالياً مثلاً سواء بيراميز أو زمالك أو مقاولين أو مقصة أو إنتاج مستواهم ونتاجهم كويسة فهو كده ده ده طبيعي بتاع الدوري حالياً لو بتتكلم مثلاً على فرق زي المصري أو الإسماعيلي يبقى الإسماعيلي بس هو ده اللي مش طبيعي بالنسبة له أنه تزال الدوري بس ده ده الخداع في القصة كلها محمد اليماني شرفتين وورتين استمتعت بوجودك معي ربنا خليك عمر تسلم حبيب كل سنة طيب تاني وعيد سعيد عليك يا رب وسنة سعيد عليك وعلى كل الأسرة إن شاء الله حبيب خلصت مع حضرتكم الفقرة الحوارية التانية مع نجم منتخب مصر ونادي الإسماعيلي الكابتن محمد اليماني هنروح لفاصل وبعديها تستقبلوا معي كابتن مصر وكابتن النادي الأهلي الكابتن خالد العوضي وفقرة الألعاب الأخرى سعى الخير على كل مسعيدي قناة النادي الأهلي بعد ما استمتعنا بالفقرات الحوارية مع كابتن الزميل العزيز كابتن عمر ربيع ياسين وضيوف الكرام أستاذ عصام شلتوت والكابتن محمد اليماني والحديث عن كرة القدم نروح للألعاب الأخرى والألعاب الأخرى في النادي الأهلي وأخبار الألعاب الأخرى هنبدأ بأول خبر النهاردة وهو خبر عن كرة السلة بالنادي الأهلي وكابتن إبراهيم الجمال كابتن إبراهيم الجمال مصاب من ساعة من قبل ماتش السوبر وكابتن إبراهيم مصاب بدأ في تدريباته بالعلاجية اهتمام كبير من نجم من نجوم الفريق كابتن إبراهيم الجمال كل الفريق الطبي على طول كشف دوري عليه بيخش تهريبات جوا الجيم عشان كابتن إبراهيم الجمال أحد من أهم اللاعبي النادي الأهلي في الفريق ولسه عندنا ماتشاط مهمة جدا داخلين عليها دوري السوبر اللي هيلعب بكرة إن شاء الله مع نادي قناة السويس اللي إحنا إن شاء الله دوري السوبر دي عبارة عن 16 فريق من واحد إلى 16 يترتبوا من دوري المرتبط ومن أول السادس يبتدي يلعبوا من أول السادس يبتدي يلعبوا بعض وهكذا وهكذا دراتي مخش للمرحلة الجديدة كل أمنياتنا الطيبة إن شاء الله بإذن الله لكابتن إبراهيم الجمال بالعودة سريعا إلى ملاعب النادي الأهلي هنروح لتاني خبر وهو خبر عن استعداد فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي لمسابعة كاس مصر مسابعة كاس مصر هنقابل ديلفي إن شاء الله يوم من الدين الجاي كان كابتن ميدوم صلحي إدى يومين راحة للفريق مبارح وأول مبارح علشان يستعيده مرة تانية على دورات بني سويف وانتهام الدور الأول في المرحلة الأولى للدوري العام ودخلين على كاس مصر كاس مصر مصابقة مهمة جدا من نسبة للنادي الأهلي هو حامل لقابها الموسم الماضي وإن شاء الله بإذن الله كل مدارة الطيبة ببداية قوية جدا لفريق الطائرة بالنادي الأهلي هنروح للخبر الأهم عندنا وهو بداية نزول نيكولا ماركوفيتش السيلوفيني للمدير الفني الجديد للنادي الأهلي لكرة اليد عمل اجتماع مهم جدا مع كابتن عمر شاوي المدرب العام قاعد يتكلمه على خريطة للمرحلة اللي جاي احنا عندنا دوري اليد هيبدأ يوم سبعة اتنين لأن فريق كرة اليد أو منتخب مصر مسافر إلى كأس العالم في ألمانيا والدنمارك فالخريطة قدامه تقريبا أكتر من النهاردة في أول يناير يعني قدامه تقريبا خمس أسابيع بيعملوا خطة طويلة شوية الرجل اتعرف خطة قريب من كابتن عمر وكابتن محمد عادل عن الوضع اللي جاي يعني شكل المسابقات المصرية والشكل اللي البطولات الأفريقية ماتش السوبر اللي هيقام إن شاء الله في إبريل اللي جاي على طول وبطولة أفريقيا الكؤوس اللي هتقام إن شاء الله في المغرب الرجل قاعد معهم وحاطت خريطة إن شاء الله نتمنى منه يعني يكون على قد وقدر طموح جماهير النادي الأهلي وبإذن الله ويكمل مسيرة النجاحات اللي كانت قبل كده موجودة في النادي الأهلي لكرة اليد هنروح لآخر خبر عن رواد التنس العميد خالد مرسي مدير الفرع نادي الجزيرة أهل الجزيرة وكابتن عمر الهمشري والكابتن ياسر عبدالعلى حضروا حفر تكريم لرواد التنس رواد التنس فيه بطولة سنوية بتتعامل في النادي الأهلي الرجال من مرحلة من 35 سنة إلى 65 سنة أما السيدات من 35 سنة إلى 55 سنة خلينا نقرد التقرير عشان نشوف إيه اللي حصل مع رواد التنس والبطولة الجميلة اللي نادي الأهلي بتقام تحت الإدارة الانفيزية في النادي الأهلي وترجعونا لإستقبل ديوفنا الكرام كابتن حنان عيد كابتن مي نصر وكابتن كريم وكابتن كريم أبو الخير مدربين نادي الأهلي في كرة اليد هنشوف عملوا إيه وبلسه المسيرة عندهم شكلها إزاي ونفتح حوار في كرة اليد تقرير وترجعونا مرة تانية بطولة زي ما عليك شايف يمكن من أنجح البطولات اللي تمت للرواد ويمكن شايف حالك شوفت العدد المشتركين يمكن أكتر من 200 مشترك طبعا يا رياض التنس زي ما عليك عارف من الرياضيات اللي هي ما بتتحكمش بسن معين إحنا عندنا الحمد للناس في 60 سنة و 65 سنة ممارسين من الرياضة ويمكن حالك شوفت النهاردة يعني أهم حاجة الروح الرياضية اللي كانت موجودة ويمكن أنت شايف بنفسك كتعبار عن الروح الرياضية مواد ده وحب بنا في مجموعة كبيرة قوي النهاردة كانوا جايين من اسكندرية برضو من نادي سموحة ونادي سبورتينج يعني بطولة الرواد بتاع الأهلي جمعت معظم الرواد الموجودين في مصر وكانت رياضة بطولة كتناجح الحياة بطولة طبعا جميلة جدا وشارك في عدد كبير ودي آخر بطولة في السنة بتاعت الرواد بتعمل بطولة كل شه وماشاء الله يعني الكابتن وليد سامي عامل شغل كوهيس أوه السنة دي إن شاء الله يعني تستمر بإذن الله السنة جاءة تبقى أحسن من السنة دي أنا اشتركت في أنا 58 سنة أنا مسك فريق الرواد بتاع الأهلي السنة دي خدت في الخمسة واربعين تاني مركز تاني مع كابتن عصام عبدالله بس فى والبطولة يا زل ما تشاهد كبه الناس كلها استمتعت كان فيه مستوية كويسة جدا والحمد لله الناس كلها يعني شوفنا مستوية كويسة والناس اتبصص جدا يعني بالبطولة طبعا بالنسبة لبطولة الرواد الحمد لله أنا حصلت على المركز الأول في سن فوق الاربعين سنة وحصلت على المركز الأول في الزوجي وزوجي مختلط يعني الحمد لله حاصل على ثلاث مراكز دهبية ثلاث مراكز أولى أنا آسف البطولة دي أحلى حاجة فيها أن الرواد كلهم عبارة عن أسرة كبيرة ما فيش فيها ضغاء قوي فيها روح محبة طفية جميلة جدا ما بين كل الناس ودي أكتر حاجة بتحاول تخليني بعد ما بطلت فترة طويلة المنافسات والبطولات إننا أرجع تاني أشارك معهم لقيتهم عيلة جميلة جدا وأسرة جميلة وده اللي بيخليني أرجع أشارك تاني معهم والحقيقة من ساعة ما تبلغنا بطولة رواد تينيس دي كان في الكالندر بتاعت الاتحاد إحنا الحقيقة عرضنا الموضوع مجلس اللادارة وكان بدون أي تردد على أساس أننا داينا بطولة سنوية للرواد وإي من أكبر بطولات الرواد اللي بتقام على مدار العام طبعا دي بطولة طليق بالنادي الأهلي يعني أول ما تبلغنا بيها طبعا ده كان من حوالي ستة شهور اتخطت في الكالندر بتاعنا إحنا اختارنا التايمينج بتاعنا أنه إحنا يكون في آخر السيزن بحيث أنها تكون زي ما بنقول إيه ختمة ومسك يعني والحمد لله الاستعداد أنا إذا أقول للإستعداد ده إحنا النادي الأهلي هو منظومة تمة دي يعني ما بيبقىش استعداد حاجة لأنه ده بيبقى الاستعداد من مجرس الأدارة كان سابورت دينا النشاط الرياضي الجهاز العاملين سواء في الصيانة الإداريين كل حاجة هو تيمورك تام هو كل بيستعد في الجزئية بتاعته ما بتقدرش تشعر أن فيه حد استعداد خاص من حد لحد يعني لأ وبصراحة كان الاستعداد كام من الكل يعني الحمد لله موسيقى موسيقى بعد رجعت لنا مرة تانية معنا كبات كبار كبات لحقوق انجزات في النادي الأهلي لذي يجب نخط عليهم مضوء لأنهم قطاع نشئين والبراعين وهو القطاع الأهم الذي نفرضه عشان نطلع لفرق الدرجة الأولى في النادي الأهلي خلينا نرحب به كابتن كريم أبو الخير كابتن موليد مدرب موليد 2007 كابتن كريم باركين نرحب بكابتن مي نصر وشورتها اوشين وكابتن نجمة كبيرة وكابتن نادل اهلي لنا نرحب بها كابتن ماي سالخير مدربة موليد الفين وتسعة مزبوط تماما سعيد عليك ان شاء الله بإذن الله وخلنا نرحب باخر ضيفة عندنا وكابتن كبير وكابتن نادل اهلي وكابتن منتخب مصر كابتن حنان عيد وهي لنا مدربة موليد الفين وخمسة كابتن حنان مسالخير حبيبي ربنا اعزك شرف لي كون مع حضرتك يا رب نخرى تقرير عن فرق الهندبول في نادل اهلي بترجعون لنا مرة دانية امتدت مسيرة النجاحات الاهلوية في قطاع سيدات لكرة اليد خلال الاعوام الماضية وتستمر حتى الان هو ما تسعى لدارة الحمراء لاستمراره في السنوات المقبلة بتجهيس قطاع قوي قادر على المنافسة على كل البطولات وامداد المنتخبات الوطنية بالعديد من العناصر المميزة الالي يتصدر الترتيب العام لدور عموم سيدات اليد برصيد اربعين نقطة عقب نهاية الدور الاول فيما يحاول اللحاق به فريقاء الشمس وسبورتينج برصيد ثمان وثلاثين نقطة ضيوفنا اليوم هم الكابتن كريم ابو الخير الكابتن حنان عيد عبد الملك الكابتن مي عبد المهيد هم مدربوا قطاع النشيات لكرة اليد بالنادي الاهلي مواليد 2005-2007-2009 الذين حصدوا العديد من البطولات مع انطلاق الموسم الحالي ففريق تحت 2005 حصل على بطولة الجمهورية ينافس على لقبي بطولة الجمهورية وكأس مصر فيما نجح فريق مواليد 2007 في الحصول على بطولة الجمهورية الصيفية وبطولة النخبة يتصدر الفريق الدور الاول من بطولة منطقة القاهرة فيما ينافس على بطولة الجمهورية الشتوية اما مواليد 2009 فحصلوا على بطولة النخبة الصيفية فيما حصدوا وصفة بطولة الجمهورية الصيفية فيما يخوضون بطولتي الجمهورية والنخبة الشتوية بهدف الفوز بها كرة اليد الأهلاوية حكاية مسيرة من النجاحات إنجازات كبيرة للفريق كرة اليد القطاع سائدات أو قطاع نشآت والبراعن في ندرة حقيقة إنجازات على مدار التاريخ بشي النهاردة ولا مبارح ولا أول من زمان طول عمر سائدات اليد الأهلي متزعمين المحليات أو الناحة المحليات تماماً الدولي والكياس والمنطقة يعني مسكين الأمور من زمان من حديد مهما تتواصل الأجيال لكن في الآخر المدربين الموجودين عندنا على الأرض الواقع ما شاء الله عليهم كلهم وهنبدأ باع كابتن ماي ناصر وهي أصغر مرحلة عندنا كابتن ماي 2009 في اليد الأهلي أول تاني شتوية تاني صيفية وأول منطقة وأول نخبة وأول منطقة للآن ولسه عندك بطولة كمان هي الشتوية تقولي هي بتستعدي ازاي بنعمل ايه مع السن الصغير ده؟ هو السن الصغير ده أصعب سن تقريباً لأنه في الأول كنا في الصيفية ما كناش يعني كانت أول بطولة بالنسبة لهم وأول سنة يشتركوا السنة دي في البطولات للتحاد طبعاً السنة اللي فاتت كان فيه شمس بيه اللي هم بيلعبونا دلوقتي 2009 كانوا بيدخلوا بالشمس بيه والطيران بيه فده كان مديهم يعني فرصة أكتر مننا أن هم شاركوا ويعرفوا الجو وعمل ازاي احنا كانت بالنسبة لنا أول بطولة كان صعب شوية على البنات احنا كانت البطولة على انجيلة فده كان صعب برضو احنا أخذنا تاني في البطولة الصيفية دي الحمد لله استعدنا طبعاً كان بيسعيدنا دكتور أيلى طبعاً هي ورانا دايما دكتور أيلى وكابتن ياسر استعدنا وعرفنا غلطاتنا واشتغلنا عليها جينا في النغبة الحمد لله أخذنا أول وفرق سكور عن البطولة الصيفية للفرق الوغدأ أول مركز الأول في فرق الوغض مركز كانت الشمس. فانا كسبت الحمد lis Şamins فرق 4 وكان قارض لموتشة سنة ولمن wides اخد نق�� بجدارة. لكن فصورة و السفق فصورة أننا بيت الحمد لله. لأننا مناسب الحمد لا النادي الأهلي بيت嚇ir واستسعيت. والنادي الإعائيل نşa هم العبض عن قارض أولا. حمد انا نوجد مركز الثاني. فصعب علينا ان احنا نفضل اول هي مستعبة عن نادي الاهلي بس داوت بخلينا نشتغل اكتر وبيطلب مننا مجهود اكتر كابت الكريم بالخير 2007 ما شاء الله نمسك الخشب اول سيفية واول نخبة واول منطقة ونصلنا الشتوية ان شاء الله دولي عن كل الكلام ده وده الحمد لله يعني اول حاجة بس يعني النجاح الفرق اصت لي داوت وراء الناس كتير اوي يعني اتعبوا مع الواحد عشان يوصل للكلام ده من جهاز فني طبعا الكابتن ياسر والدكتور اهلا ومعايا الاداري كابتن عبدالله وكابتن ماجد بن ربح راس المرمى وكابتن حمام محب وكابتن مصطفى وكابتن ماشين وكابتن حمام مش عادة انسى حد يعني كل المدربين اللي معنا في الجهاز طبعا استعدنا الاستعد بيبقى قوي للبطولات دي الوقت بيبقى صغير شوية بس بنحاول نشتغل على قد ما بنقدر عشان نوصل للنتيجة دي والحمد لله ربنا كرم نعم كريم اكيد التعامل مع البنات السغيرة او البنات السغيرة مختلف تماما على التعامل مع الكبار يعني عشر سنين او اتناشر سنة اكيد بيحصل فيه مشاكل يعني لازم بتعلمهم انه هو ده الهدف لحنا نطلع بنات بالتعامل مع الموضوع ده ازاي والله كابت خلده السن ده صعوبته ان البنت لازم يعني تبقى واسقة فيك وتحبك وف نفس الوقت اسمع كلامك كويس فانت الموضوع ده عشان تعمله بقى بأخد منك تعب بعيد عن الملعب فبتحاول توصله من يعني الملعب ده مكان للشغل احنا بنلعب فنادي كبير وبنتمرد فنادي كبير فعايزين نعمل حاجة عشان اسم النادي اللي احنا بنشغلين جواه فبنحاول نوصل ده على قدم نقدر ونحاول نفس المابين التمرين وبين بره الملعب وبين جواه الملعب وبين بره الملعب لما يد نقدر نوصل فيها مع البنات في التعامل وفي الكلام وفي الطريقة وفي كل حاجة بنبدأ اللي احنا الحمده ده ربنا بكرمنا بالحق اللي احنا عايزين يا رب السهل نقف شوية على بره الملعب دي لان احنا كد فيها كلام كتير وشغل كتير كابتن حنين عيد برضو ما شاء الله نمسك الخشب اول منطقة وثاني جمهورية وليسا عندنا كاس مصر دي يعني انجازات كبيرة كنت كابتن اللي قالي وكابت المنتخب مصر وبردو دي حاجة اتصايدنا شخصان من كل الكابات اللي تبرونه ولعبه في نادي موودين وتواجدين في الاجهزة الفنية تولي عن المشوار بتاعك ده احنا بدأنا في الفين وخمسة كابتن وكان في الاول الفين وخمسة اساسا الحمده الله ربنا قرمنا بطولة المنطقة خدناها كنا نهزمنا في مباراة في اخر مباراة يعني في الدور الاولاني وجينا في تاني في المطش الفيصل دو كنا لازم نكسابه كنت لعب مين ولعب الشمس 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 اعتقد بقى منافس خوية جبتا فرقة كويس فرقة قوية جدا ربنا قرمنا في المطش دوة ووجود كابتن كريم معايا في الجهاز وطبعا وقف دكتورة هالة معايا في مدير قطاع النشاءات كتواف معايا في كل المطشات الفين وخمسة اعملنا المطش وكسبناها واتعمل المطش بعدها باثنين وسبعين ساعة وخدنا بها البطولة الحمد لله خدنا المنطقة خدت المنطقة ولسه الجمهورية مستمرة لسه الجمهورية فيها راون تاني تمام وبعد الراون تاني ما يخلص هياخدوا اول اربع فرق يعملوا دورة مجمعة يعني لسه قدامنا بسورة ولسه الكاس كمان ولسه الكاس عندنا وشين عجبني او الروح اللي بينكم يعني لو كانوا كريم بيتكلموا لو انا ورايا جي يعني ناس كتيرة كابتن حال نفس الكلام وحقيق نفس الكلام الروح الجميلة دي حصل ازاي الروح الجميلة دي حصلة جاية بقى من فوق من كابتن ياسر ودكتورة هالة كلنا ايد واحدة انا ما بقفش الواحدة في المطش معاها كابتن كريم كابتن حنان كابتن محد حتى الناس يعني كابتن سامح كابتن سامح ملعب كبير مش ناشئين هتلاقيه برد وقف معنا معنا في التمرين الاداريين كلنا يعني كل الناس العلاج الطبيعي كلنا ايد واحدة فعلا كلنا نحب الخير لبعض كلنا بنشتغل لكيان النادي الاهلي مش لفرد مش لإسمي مش لقوشين مش لحنان مش لكبتن كريم لا كلنا بنشتغل لكيان النادي الاهلي كريم قلتلي من شوية إن إحنا بنشتغل بره الملعب وجوه الملعب بره الملعب إلي بيحصل هل بتاخذ البنات وتخرجهم يعني إلي بيحصل إلي الحتة اللي انت بتعملها هذه الزياده عشان البلدود يتجمع إنه حسنjer Ott bleeding ايضا مرر الملعب، انتي عندك مشكلة، عايزة تقولي حاجة، حاجة انتي معترض عليها، ما عندناش مشكلة انتي تتكلم معي، تتنقشي الحوار وفي مساحة انتكلم مع بعض نقدر نوصل لحل في المشكلة اللي انتي عايزة توصل لها، يعني بنحاول بمعنى اصح ندي السيقة برر ملعب، جوه الملعب الموضوع ببقى شوغل بس، ما دي نفعش ان نتكلم في اي مشكلة جوه الملعب، هي دي الحتة انا بقول لحدك عليها اني برا الملعب بنتكلم مع البنات يخليهم انهم اقربوا مننا على قد ما نقدر عشان لو حد لو حدا عندها مشكلة عندها مشكلة في مدلسيتها عندها مشكلة في النادي عندها مشكلة في اي تعبانة في اي حاجة موجودة بالنسبة لها تدعو تتكلم معي نقدر نقلحها بيحصل ضغط منك فوقت من الوقت على البنات وانت بتمرانهم ولا السنة ده بتدعوش نضغط عليه قوي والله كابتن خالده والمفروض نحن ما تدعوش عليه بس الاسف انا بتدعو لازم لازم اقول حكس ليه طيب ليه عشان النادي الاهلي زي ما كابتن مشين قالت وزي ما كابتن حنان النادي الاهلي ما ينفعش مع اي مركز غير مركز الاول فحاجة بتقو محطوط في دائرة برضو يعني صعبة شوية ضغط دعيز تصنع يعني بطل ونجم وفي نفس الوقت عيفتحق مركز ما ينفعش غير مركز الاول اي مركز غير مركز اول ما يعني اصح النادي الاهلي ما بيعترفش بيه فدي بتخلي برضو المدرب ويقم عطوط تحت ضغط فقصبا عنك بتحاول بتوصي الولاد يعني مش عايز توصي لهم الضغط ده بس ما عمروه الوقت يعني حاجة مش بقردتك يوصي بنا برضو بتحطوا معك في نفس الضغط ده عشان يوصي لنتيجة اللي حان بوصي الله اكيد اكيد دي نتيجة كويسة وشين التدريب اسهل ولا اللعب 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 طبعا ليه اللعب انت اللي بيجي في دماغك وتقدر تنفزه انما كونك تبقى برا فيه في دماغك حاجات شايفة في الملعب وعايز تنفزها وبتبقى مش بايدك تنفزها بايد العيب تاني تنفزها فدا بيبقى صعب فلا يبدو الواحد أنا جيبك في الرحان حيلا بس ها يحسوا الواحد حستي باعده المدرب انت بتأعملهم بالسعة حسيت ان المدرب يبقى عليه ضغط اكتر بكتير من اللعيب المدرب ببقى عليه ضغط أنا مثلا بالعب ملعب صغير يعني خمس لعيبة أنا ببقى شي لا ههم الخمس لعيبة وأنا واقفة برا إنما وانا لعيب انا عارف ها عمي أيهONG غير بقى لو كنت هاف مثلا فانا شان انا كنت هاف بدماغي بقى امشي الملعب ازاي وكده دي شوية ساعدتني ان وانا مدرب انا كنت هاف فعرفة امشي الناس كويس يعني يقال يعني الحمدلله وانا وانا مدرب حسيت ان انا لأ شايف الملعب بحس شوية باللعابة وعايز يعمل ايه بس الضغط المدرب طبعا اقوى بكتير صعب 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 ضغط المدرب صعب 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 جدا كابتن حنال بتفرج عليه على الخط احنا احنا يعني الحمد مدربين اللي هي مكتشي بتقف يعني ما بيونش رايح جاي رايح جاي فده أنا تعلمتها منه بصراحة تعلمتها منه تعلمتها منه تعلمتها من الكفناشة شكرا كمان طريق الدفاع يعني أنت بتلعبي بطرق دفاع أهم من الهجوم بالنسبالك في الملعب اللي بيدافع كويس هو سهل جدا أي حد يجيب جون لأن الدفاع هو أساسا 90% من مكسبك طريق الدفاع هو أساسا كمان الله يرحمه كان بيعلمنا وإحنا بنلعب أساسا كنا بندفع من نص الملعب بتدفع من نص الملعب ضغط متقدم تعلمنا منه وبنحاول لعلمه للبنات بس يعني البنات يعني واحدة واحدة مش هينفع أن أهدهم لهم مراحة حنان أقولك بصراحة أنت كنت كابتن كبير ربنا فيه في اللعيبة في البنات تحس أنهم يقدروا يبو حنان أعيد آه فيه 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 لعيبة كتير الموضوع اختلف عن زمان كتير اكتمام أكتر دلوقتي والي الأمر بيهتم لبنته أقصى حاجة عنده بتعملك مشاكل أوليه لهم كتير بس الحمد لله دا السين فيه يعني فيه ناس برضو ورانا الحمد لله شايلة الكصة ليزا الدكتورة هالة آه كابتن ياسر الناس دي برضو شايلة من ورانا أتكلم بصراحة كابتن وشين أولياء لأمور كل واحد عايشه في ابنه أحسن لعين زمان كلنا وحنا بننعب مكانش التارجة وليه الأمر خالص لكن النهاردة هو وليه الأمر هو التارجة بتتعاملوا مع بزيه والله يعني احنا الحتة دي شوية دكتورة هالة بتتعامل فيها أكتر مننا احنا يعني احنا بنحط نفسنا مكان وليه الأمر هو نفسه يشوف ابنه أحسن لعيب في الدنيا نفسه يشوف ابنه بيلعب كل الماتشاط فإحنا بنحاول نعمل اللي علينا طبعا التمرين بيبقى أنا عندي 30 لعيب همرن 30 لعيب نفس المستوى بس فيه فروق فردية فأنا كمدرب لازم أراعي الفروق الفردية وله الأمر لازم برضو يفهم الحتة دي إنه هو فيه فروق فردية أو ابنك يجيه لوقت ويلعب بس مش معنى أنه مثلا ما بيلعبش الماتش ده يعني هو يعني مش مؤهل أنه يلعبه لا فيه فيه في الوقت ده الوقت ده بتاع ابنك الوقت ده بتاع حد تاني فأنا بحاول أوصل ده لليه الأمر يعني لما يجيت لي الفرصة دكتور هالا شايلة طبعا عننا كتير جدا في الموضوع في الموضوع ده كريم لو ددك المايك وقلتلك وجه رسالة لأولي الأمور وقلهم من قلبك كمدرب في ندى أهلي تقولهم إيه لا الله يا كابتن خلد أولي الأمور يعني يجب أن تقولهم حباك كتير عوبي اللي أنت عايشه لا بجد والله النجاحات اللي يعني مش عايز أقول للنادي عشان ما يبقاشوا الموضوع يعني للنادي بيوصلها والمدربين بتوصلها أولي الأمور عليهم عبق كبير جدا هم سبب من أسباب المكسب أشاف إنه هم اليوم جزء كبير قوي في المكسب الأولاد يجو في معايدهم منتظمة وقت الامتحانات حقا حتى الآن يفيد انتحانات شغالة الأولاد موجودين بالانتظام بيغبوش الغيب يعني في أطرق الحدود مستحملين معنا كتير الحقيقة موجودين في دهرنا طول الوقت فلا أولي الأمور الحقيقة يعني كلام كتير بلواحد نفس يقولوا أولي الأمور طب لو واجهت لهم رسالة وتقول لهم يعني في مشاكل بتحصل مع المدربين بصفة عامة فتقول لهم إيه تدخلوا ما تدخلوش شوفوا أولادكم إزاي تقول لهم إيه عن الموضع دي لا يا كبت خلد أنا شايف إن زي ما كبت النشين قالت وليه الأمر يعني أنت هتم بابنك أو بنتك أنت حضر معهم التمرين شايف إن الحتة الملعب والحتة الفنادي يعني ياريت إن لو وليه الأمر ما يتطرقش أنه يتكلم فيها لأنها مش بتاعته ولو بدأ أنه يتكلم فيها هي بداية من مشكلة مش لابنه بس أو لابنته بس إيه مشكلة للفريق كله فأنا شايف إن ده مش شغله زي ما هو ليه شغله محدش يدر أدخل فيه هو جاي في نادي كبير فبي بيسلم ابنه أو بنته المدرب والنادي هو واسق فيهم فأنا شايف إنه الجزء ده يديل المدرب ويديل النادي وبقى فيه ثقة يعني أكتر من كده عشان المضوع يبقى فيه نجاح برضه أكتر من كده أكيد رسالة لأولاد الأمور أكيد مفيش مدرب في الدنيا عايز يخسر كل المدربين في النادي الأهلي عايزة تكسب وعايزة أحسن لعيبة بس مشكلة وليه الأمر هو بيبص على ابنه بس لكن المدير الفني أو المدرب بيبص على تلاتين لعيب أعتقد إن مفيش مدرب يقصد إن هو يزع أو يدايق لعيب لكن خلينا نقول يا أولاد الأمور صدقونا زي ما كابتر كريب بيقول كده أنتوا في إيد أمينة النادي الأهلي جاي بمدربين على مستوى عالي جدا والمدرب لو كان بيخطأ هو بني آدم زي أي بني آدم لكن بلاش اتحمل عليه أكتر من كده لكل مدربين النادي كابتر وعشين أكيد بتحصل المواقف وترارف معاكي في الولادة الصغيرة أكيد صح وبالأخص في البطولة الصيفية والبطولة الشطوية لأن دي بطولة هنتكلم لسه عليها لكن قولي لي أبرز المواقف يعني بس في البطولة الصيفية احنا كنا بنبقى بره في اسكندرية يعني فبنبقى مسافرين والولاد كانوا أول بطولة يلعبوا فدي أول بطولة يباتوا بره باتهم بعيد عن ماما وبابا وكده وإحنا يعني في البطولة دي الحمد لله أنا وكابتن كريم وكابتن عبد الله وكابتن حسناك وكابتن شايماء وكابتن محب وكناش بننام خالص نعم خالص كنا بنظم مع الولاد بس قابلك موقف بقى أن في بنت مش عارفة تنام عشان هي بعيدة عن ماما فالبنت تبقى أعدة فوق انت لازم تبقى قاعد معي تخفيش حيبتي أنا موجودة طب مش هتمشي يا كابتن لا يا حيبتي مش همشي أنا أعدة اللي حد ما هي تنام فعلا بتفضلي قاعدة معها في قوت النوم لغاية ما تنام لحد لما تنام ويطراموا حتى أن أنا مش هسبها أخاف تصحب الليل تتخد أو حاجة فهم كابتن حنام الواقع خبرتك في البطولة الصيفية البطولة الشتوية دي بطولة مش مستحدثة دي بطولة التحاد المصري من وجهة نظر بترجعوا كلكم صمر جدا مرهاق صدقيني عايز أقول إيه رأيك إيجابيات وسلبيات بوضوح للبطولة الصيفية ولا أنت معها بالاسلوب ده ولا ليك وجهة نظر معينة لا يا بطولة هي بطولة مش وحشة بطولة كويسة أوي بس هي يعني الضغط اللي على المدربين فيها بيقى صعب قوي هي بطولة يعني انت شايف وجهة نظرك هي بطولة نجحة نجحة جدا لكن في ضغط بيحسن يوم عتخب من تسعة صورة الآن تسعة بلحق لحد أربعة يعني تسعة بالليل وساعات السعة خمسة وساعات تلعب وساعات أوقات تتلاعب مطشط بتتلاعب الصبح من المرة واحدة تتأجي تتلاعب بعد العصر فهي مطشط بطولة مهمة جدا وفي نفس الوقت للناشئين مهمة وبتعمل صبر المدرب يعني رأيك ان هي كمان بتعمل صبر المدرب بتتديره حاجات مختلفة طبعا طبعا كابتان كريم لو كلمنا على البطولة دي برضو لديك رأيي تاني في الموضوع ان هي بطولة نجحة اتحد مصب يعانيها لكن رأيك ايه شكلها يتغير ازاي لو انت لك رأيك والله كابتان خلد انا شايف ان لو شكلها يتغير ان عدد الفرق المشاركة في العدد الايام اللي موجود للبطولة يحاول ان هو يتقلل شوية عارفني طبعا دي مشكلة كبيرة للاتحاد انا بتكلم يعني بدل ما لعب تلات مراحل سنية في تلات ايام لأنا حاول على قد ما اقدر اخلي مرحلة سنية واضغطها مثلا في يومين ما بتكلمش في تلاتة او مرحلة سنية يعني تقصد النهدة لو مرحلة 2007 تمام بدل ما تلعب مع 2007 مثلا و 2009 و 2005 ثلات مراحل سنية نخلي مرحلة مرحلة تمام 2007 عتاخد جميل بس كده عتاخد وقت كبير تاخد تلات ايام الوقت يبقى قطول لك ابتخلت بس انا من وجهة نظري ان انا عندي مساحة وعندي رؤية للعيبة وعندي رؤية للمدربين وعندي تركيز مع الجيل لنا اعبص عليه وعندي مساحة ان انا ابدأ ان اركز على الجيل ده فين سلبيات وفين ايجابيات ولكن لنا بشوفه تلات مراحل بلعبه في تلات ايام يعني فيه انا اسف صعب وانا عارف الكلام انا كنت حكم فعارف ان الموضوع صعب لكن في الاخر بحس ان النتيجة مش اللي انا مستنينها يعني انا شايف ان النتيجة ممكن تبقى حسن من كده لمن وجهة نظر يعني وجهة نظرك متفقة ولا مختلف انا متفقة طبعا مع كابتن كريم وكابتن حنان بس انا بحس ان هي ضغطة على ولاد الصغيرين او يعني ان العيب يصحى مثلا يلعب مطش الساعة 9 الصبح فانا هصحيه من الساعة سبعة علشان يلبس علشان يفطر علشان يروح يلعب مطش من 9 الصبح الحد 4 العصر كتير قوي على طفل يعني عنده 9 سنين 10 سنين من كابتن كبير زي كابتن قوشين تقولي ايه او المسابقة تختلف ازاي بس تؤدي نفس النجاح انا شايفة ان هي زي ما قال كابتن كريم كده ممكن تبقى لكل مرحلة بس انا احب ان هي تبقى بدل ما لعب 3 مطشاط في اليوم ألعب مطشين أخفف شوية ضغط على الولاد هيبقوا مركزين اكتر يعني انا لما يجي ألعب مطش الساعة 9 ولعب مطش الساعة 4 نهائي مثلا طبما انا الولاد في النص دوت هيبقوا تعبوا الشمس بتبقى قوية جدا يعني الطفل ده هيفصل مني الساعة 4 هلعب ازاي وهقدي ازاي دي ربنا يكون فهون الاطفال يعني لو مطشين في اليوم تبقى حلو يبقى عدني من الاخر بنقول انحنا نفتح المساحة بتاعت بذل من الضغط المباراة في 3 ايام زي ما كابتن كريم قال بنفتح المساحة شوية نفتحها في 5 ايام اي لا يوجد ضغط على اللعبين كابتن حنان شايفها مستوى سيدات مصر راح لفين والله يبقى يبقى فيه اهتمام اكتر من كده شوية يعني هو الاهتمام اساسا حتى ما عندناش منتخب اول بنات خلص يعني كل اللي موجود دلوقتي منتخب 2002 و2000 لو في بقى مساحة للمنتخب الاول هتفرق كتير جدا هتفرق كتير جدا وفي في ناس كويسة جدا سواء في النادي الاهلي في نادي الشمس في نادي سبورتينج في ناس كتير في فرق في بنات كويسة جدا يتعامل قوام لمنتخب مصر يتعامل قوام لمنتخب مصر بس اقولك على حاجة في صراحة منتخب مصر لما بتشتري على ايه بتشتري على تيم طالع أو جيل طالع اعتقد ان الاتحاد المصري بيكلم في قصة دي ياخد الجيل ويطلع بيه هو دلوقتي مهتم اوي بالألفين واثنين منتخب ألفين واثنين اول ألفين كويسة فده برضو حاجة كويسة بالنسبة للاتحاد للبنات يعني شايفة ده كويس للبنات اه طبعا ما كانش كده فيه اهتمام كده قبل في الاول في البيب يعني في الاول ما كانش فيه اهتمام خالص خالص بالبنات ده دلوقتي الحمد لله الاتحاد يعني عامل اهتمام جامل جدا للفرق البنات هاي وشين احتراف اتنين بنات عندنا مروى عيد اخت جابتر حنان والحاب جمعة هل ممكن نشوف المرحلة اللي جاية الاسلوب ده او اللي عبادت يخرجوا لبرة اه احنا عندنا كتير عندنا نصر عيد بردو تقدر تطلع بره عندنا لأ مصرش عندنا في النادي مش عايز تطلع صعب لأ عندها الكدرة عندها الكدرة ان هي تطلع بره اه عندنا ناس كتير جدا يعني انتو بس يعني لازم يفتحوا لنا الباب شوية فعلا في المنتخب اه اه انا بس عندي تعليق على المنتخب ان احنا مثلا من 2010 لحد 2019 هو اه فين المنتخب اه فين تسعة سنين بعدين يجي نعمل منتخب 2019 في عندك تسعة سنين راحوا مفيش منتخب فيهم اه وبعدين نرجع نحسب البنات احنا كنا ممكن من 2010 ناهل المنتخب ده عشان يقدر يلعب في 2019 ونضم عليه بقى اللي طالع من 98 وتسعين واللي طالع من 2000 اه نزوده بالناس اللي هي بتطلع كل فترة اه لكن حقيقتك هتعمل 2010 وبعدين تيجي 2019 تطلب منهم ان هم يعملوا نتيجة طفين الدعم اه فين اللي هيتمام مش هنعمل نتيجة طب مش هتعمل نتيجة مش هتعمل نتيجة لان ما فيش اهتمام اه فين نستغل مروع عيد ورحاب علشان الناس تشوف مروع عيد لما شفيتها في 2010 اه فطلعت لعبة بره فين رحاب لما حولت ان هي تطلع بره بس مروع ورحاب اعتقد ان هم البنات مختلفين بصراحة اكيد ان هم يقدروا في الغربة تعملوا جدا ان هم يقدروا يعيشوا في الغربة ويقدروا يعملوا اللي هم وصلين له لحد دلوقتي لا ده مجهود 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 طبعا شايفين ان فيه بلات تقدر تعمل ده في مصر واحتراف ويطلع ممكن فتح الباب موضوع عقود اللاعبات اللي حصل السنة دي الاول سنة في نادي الاهل رأيك فيه دي حاجة كويسة جدا وانا شايفة ان دي هتخلي البنات عندها امل اكتر وعندها رغبة ان هي تلعب وتدي اقسم عندها لان هم هدفهم ان هم يتعامل لك عقد طب انت لبقيت لعيد محترف والنادي الاهلي يعمل لك عقد النادي الاهلي او النادي في مصر يعمل عقود للعيبة الهندبون فدي يعني سبق اللاعبات النادي الاهلي ده هيحفزهم وحافزهم قوي جدا ان هم يلعبوا وطلعوا اكتر حاجة عندهم وكل الناس يعني اعتقد ان العقود بتختلف من لعيب للعيب فانا هبقى عايز اماوت نفسي في المرعب عشان ابقى فيها اولى فدوة هيخلي الناس تبقى تطلع كل عندها في المرعب لازل كتا عقود تتخيل وانت وعجودة يعني في المرحلة اللي جاية المستقبل شايف ايه تتمنى ايه في 2019 للهندبول او لك شخصية منك او لفريتك طبعا اتمنى الفريتك طبعا اتتوفيق الفرق الجاس كلها في البطلات اللي باية من بيئة الموسم اللي احنا ان شاء الله نحق على المركز الاول بالنسبة للهندبول هموما طبعا احنا يعني زين بقى كابتن الشنو وكابتن حرام بيقولوا عايزين الضوء يبقى اكتر شوية على الهندبول انا شايف ان اللي احنا نحق بيها حاجات كويسة بنوصل لمراكز كويسة ومراكز كبيرة وبنحق حاجات كتير فيها ما شاء الله كويسة جدا فانا شايف ان الفترة اللي جاية لو الاهتمام زاد شوية زي ما حكونا نتكلم ممكن نوصل للمكان حسن من كده امنياتكم في عشرية في 2019 كابتن حانات اتمنى لفريتك ان شاء الله تاخد البطولة الجمهورية نبس عليها ان شاء الله بإذن الله واتمنى للهندبول النادي الاهلي توفيق اتمنى طبعا لمتخم مصر هيلعب كاس عالم ان شاء الله يوم تسعة اتمنى له توفيق ان شاء الله ربنا يكرمنا وناخد كل البطولات اللي جاية كجهز كرة يد في النادي الاهلي واتمنى لفريتك ان شاء الله تفضل اول على طول بإذن الله اتنور تكون افضل افضل عندي اربع لعيبة مصابين يعني عايزة عندي من مكاني دوت عايزة اقول لبس يعني اوصلهم رسالة عندي جمانة أشرف وعندي هلا محمد وعندي لمة وعندي جنة محسن جنة محسن وهنا رجعه الحمد لله ولما مصابة دلوقتيها وجمانة فانا عايزة اشكرهم لان الله بيتابت معاه كثير جدا بس الاسف الاصابة بعدتهم فترات طيونة من الموسم فانا بشكرهم من مكاني دوت وعايزهم يشدوا حلم عشان الفترة اللي جاية ان شاء الله بإذن الله وانا بشكركم واتمنكوا في السنة الجديدة السنة سعيدة علينا في كل تجهد واستمرار للإنجازات وابطولات شكرا لك في نهاية حوارنا هنطلع لتقرير أو نطلع عفوا نطلع لفاصل ونستقبل كابتن عاطف طاها وكابتن صحر محمود من نورني وشرفني كابتن عاطف طاها وكابتن صحر محمود بس النقطة هنا نحن خلصنا النواحي الفنية مع المدربين ولازم نعمل ضوء على النواحي الإدارية وهي النواحي الأهم لأنها مكملة جدا للنواحي الفنية كابتن عاطف طاها مساء الخير المدير فريق النادي الأهلي أهلا بك يا كابتن منورنا وربنا يخليك بجودك كابتن عاطف كابتن صحر محمود باع طويل في الإدارة في النادي الأهلي ومنورانا ومشرفانا وسنة سعيدة عليك وعلى زلتك يا رب يا رب السياحة النواحي الإدارية كابتن صحر حاجة مهمة أكيد ومكملة ليه النواحي الفنية وليلي بتبدأي إزاي السنة بكمل الكبير اللي عندك من اللاعبات وإحنا عندنا الإداريين الفرق بتتقسم عليهم كويس فكل الإداري بيأخذ الفرق بتاعته مفروض أن يبقى عندك داتا لكل اللاعب هيل داتا بكل حاجة بكل التفاصيل كويس يعني إيه تفاصيل معايش حاجة بممكن تشرح لنا بس عشان الناس لازل تكون النحل إدارة دي تكون برزة شوية قدام الناس يعني اسمه سنة الدراسية بتاعته عنوانه تاريخ ميلاده رقم القوم بتاعه مركزه طوله وزنه كل حاجة بقى لو قد إيه بيلعب كل الحاجات اللي بتخص لها بأي حاجة أي تفصيلة صغيرة ممكن كمان الحاجات الخاصة نكون عارفينها عندنا إحنا عند الإدارة ممكنك حاجة عائلية عنده نكون عارفينها إحنا كمان عشان نراعي ده في الملعب حيل تمام كابتل عاطف تحتيج جهاز كبير لكن الأهم الدرجة الأولى تمام مزبوط درجة بلوكة عندها السندي الدوري وعندها الكاس وعندها الجمهورية وفي نفسها تكادها بطولة عربية واستعدتها لبطولة عربية لكن ما حصلش زوف إيه حصل البطولة عربية والله كانت هي المفروض أنها كانت تقام في السكندرية أنها كانت هي نظمة نادي سبورتينج جوايس وجيه في آخر وقت خالص كان في حاجات يعني ما عرفناش بالضبط من نادي سبورتينج حاجات أمنية حاجات في التنظيمية فبعد ما استعدنا وعملنا معسكر والنادي وقف معنا في كل حاجة وسهلنا كل حاجة اتأجلت اتلاغت البطولة واتنقلت لتونس في آخر وقت بس فكان مع ظروف الامتحانات البنات والمطشاط وكلام من ده فكان صعب أننا نروح أن أنت كنت هيأتي نفسك واللعبة هيأت نفسها وكل حاجة أن البطولة هتتلعب في الوقت دوت وفي طلبة اللي في كلية هندسة واللي في كلية طب فكان صعب أول أننا في الوقت دوت نكون مشاركين فيها يعني كابتل صارب حموب أنك لعبة كبيرة قديمة في نادي الأهلي وكابتل نادي الأهلي قبل كده اللعبة أسهل ولا الإدارة أسهل وليه اتجهت الإدارة لا هو لا لا أسهل طب لا أسهل حاجة لا لا أسهل كتير ليه لا الإدارة برضو زي زي تدريب أنا كنت بدرب أبل الإدارة كوايس مسؤولية مسؤولية كبيرة لكن أنت بتلعب المسؤولية الكبيرة بتبقى على المدير الفني أولو share أولة مسؤولية ماكانك في الملعب بس في الآخر المسؤولية كلها بتبقى على المدير الفني لكن في الإدارة لأ أنت شايل مسؤولية لو معك فرقيتين شايل مسؤولية سبتين بنت في حاجة كمان أنا عايز أقولها أن مفروض أن الإداري أنا شغال على كده يعني لما أنا ببقى مع فرقة مع مدرب بفض دماغ المدرب خالص لحاجات الفنية مالوش دعوة خالص بأي مش مالوش دعوة يعني هو لما يقف في المطش خلاص هو بيفض نفسه لحاجات الفنية بس أكيد اللي أنت تقسمي الشغل الفني يبقى المدير الفني والإداري والإداري الإداريات دي حاجة مهمة جدا دكتور الدكتور أقصى على جد طبيعي كل ده لما نقسم الشغل أحطاك ده أحسن ده مهم جدا لأن في ناس برضو بتخلط يعني في مدرب يجينا يبقى عايز يعمل كل حاجة عايز يدخل في الإداريات وعايز يدخل في الطب وعايز يدخل في كل حاجة لأنا أقوله أنت مهمتك الناحية الفنية بس فضي دماغتك خالص وده بيفرق المدربين اللي أنا اشتغلت معاهم فرق معاهم كتير جدا هم يفضوا دماغهم للملعب بس ده بيفرق معاهم كتير قوي مشغلش نفسه بالحاجات الخارجية خالص بلأس بقى الحاجات ممكن أنا أعبر المدرب أقوله في مشكلة كذا فيه كذا فيه كذا فيه كذا وبنحله لكن هو جوه الملعب الحاجات الفنية بس كابتل عاطف أكيد بأنك المدير الجهاز الإداري مشاكل معاوليها الأمور أكيد بتحسن وأكيد أنت لو بتحط زي بوله فيش المدفع لحل المشاكل دي أكيد بتقابل ده إزاي والله يبقابل برضو أنا يعني أنا أولاء الأمور أنا برضو بعض الأولاء الأمور إن أي أب ولا أي أم عايزة ابنها أو بنتها أحسن حاجة في الدنيا كويس فإحنا طبعا بنمتصل أول الغضب بتاعهم وبنفهمهم إن هو لسه بدل أوفك طاع النشئين وكل واحد ياخد فرصته وما فيش مجاملات فيها إن هو اللي بيزبت نفسه هو اللي بيلعب وكلام من ده ففيه ناس بتتفاهم وبتتجاوب وفيه ناس برضو بتبقى واخدر موضوع بعصبية زيادة يعني بس إحنا تعودنا في نادي الأهل وطربينا إن هو ما فيش ما فيش وسطة يعني ولا كلام من ده اللعب كويس المجتهد هو اللي بيبقى موجود في الملعب وبعدين برضو إحنا بند فرص برضو يعني كان كجهاز برضو كابتن ياس الصلاح والدكتور هلا زاكي والمدربين بيضوا برضو فرصة إن فيه مطشوات بتبقى لناس معينة ومطشوات لناس معينة لحد ما كله يندمج ويستفيد ويكتسب خبرة في الملعب التعامل مع زميل الطفولة كابتن ياس الصلاح كابتن ياس الصلاح بأنك يعني بصراحة ده شغل في نادي الأهلي لكن أنا عارف أنت أصحاب من باع طويل التعامل بيكون إزاي بكم لا والله هو التعامل جوه الملعب ما فيه الصحبية خالص كابتن ياس الصلاح عنده بيزعى شوية نعم بيزعى شوية بيزعى شوية بس معي أنه مزعى شوية إحنا أصحاب إحنا الحمد لله رب العالمين فاهمين بعضه كويس قوي إن إحنا متربين مع بعضه من صغرنا فكابتن ياس الصلاح عنده شغله كده فأنا فهمه فاللي هو يعني مش يقول لك اللي هو بيفكر فيه يعني بعرفه وعايز إيه وبعملهله يعني بالجهاز الإداري اللي معايا يعني جهاز على الأعلى مستوى طبعا بعملهله من قبل ما هو يكون الطلب ونشكر فيها طبعا إدارة النادي الأهل طبعا مجلس الإدارة وإدارة النشاط الرياضي بصراحة يعني موفر لنا كل حاجة بصراحة يعني على طول أه الحمد لله تمام آي يعني تمام آآ كابتن صحر أكيد بيحصل مواقف تيدي أنت بتعامل تعامل مباشر مع أولئة الأمور لو تفتكلي مواقف معينة حصلت في مشاكل معاكي أحكي لنا هي معظم المشاكل مع أولئة الأمور بيبقى بنتي ما بتلعبش بنتي لعبة خمس دقائق بنتي لعبة ثلاث دقائق بنتي دايما كل وليه أمر عايز بنته وبس مالوش جاوب يعني يعني كمان يكلموكي على الطايمينج أو الطايم اللعيب بيلعب آآ آآ بيبقى عادين لأ البنت لعبة النهاردة البنت لعبة خمس دقائق بنحاول نستوعب بقى ده لأ المطشة كان شادت شوية لأ معلش أصلية متأخرة شوية لأ معلش كان فيه يعني مش اليوم بتاعها النهاردة من واقع أنت كابتن كبير في النهي للأهلي ودلوقتي إدارية الفرق تقولي لأولئة الأمور بما أنك انت لعبتي وحسيت في الملعب ده زي هم بالزبط فتقولي لأولئة الأمور النهاردة بس أنا الأول أنا عايز أشكرهم بجد والله العظيمة الناس دي تعبانة جدا 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 وأنا مجربة طبعا لأن أنا أولادي أه بالزبط لا 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 فتعبانين بيتعبوا معنا جدا جدا فوليه الأمر لما بيجي تنرفز ولا عايز بنته تلعب ولا يعني غصبا عنه هو غصبا عنه لكن أنا باخد عليهم دلوقتي أن هم بيدخلوا في الحاجات الفنية كمان خلي المدرب مدرب خلي إداري إداري وخلي الدكتور دكتور بيدخلوا في كل حاجة حتى الإصابات بيدخلوا فيه حتى الإصابات يعني إصاباتي دكتور الإصابات تبع الدكتور لا الدكتور شخص غلط لا أنا أخدها الدكتور بره عموما أنا أتكلم في التدخل يعني آه أنت بنتك عندك طبعا المرة واحد وكل حاجة بس خلي المدرب لوحد وخلي الإداري لوحد وخليه أحنا بنراعي ده بنحاول نراعي ده وخصوصاً قبل كده كان كابتن كريم قال فيه تدرج في المستويات للبنات في المستوى فنحاول المشاط اللي هي ضعيفة شوية بنراعي يعني الناس كلها تلعب ممكن مدارك ما يكونش أخب باله فديه برض مهمة الإداري خلي بالك عشان فولينا لازم تلعب شوية خلي بالك عشان فولينا ما لعبتش لازم الحاجات دي أخد باله منها خصوصاً المنشاط اللي هي بتبقى ضعيفة شوي كابتن عاطف طه أول سنة السنة دي عقود احتراف لعبات لكرة اليد تمام والله كابتن خالد يعني الموضوع دوت يعني كان في دماغي من سنين وعلشان هو الولاد طبعاً اليوم عقود احتراف ودي الاتحاد اللي هو بيجبرك انك انت تعمل عقود احتراف فكانت الفكرة في دماغي طوالما مسكت وكلام من ده وبتاع وقعدت شهرين وكلام من ده بمساعدة النشاط الرياضي ان احنا نعمل ليحة علشان ما فيش حد فيها تظلم والحمد لله رب العالمين تم العمل العقود وتعملت درجات طبعاً فئات أولى تانية تالتة ربعة كل واحد على حسب المرشاط وعلى حسب المنتخبات اللي لقى فيها وعلى نسبة المشاركة والالتزام والحمد لله تعملت يعني وبشكر فيها تاني مرة برضو إدارة النادي الأهلي مجلس الإدارة وإدارة النشاط الرياضي طبعاً يعني تعبوا فيها كتير تعبنا فيها كتير عادنا شغالين فيها في حدود شهرين ونص ثلاث شهور علشان ما نظلمش حد طب كابتر عاطف اللي حصلت خسارة في مواتش المعادي المعادي ما قدام الأهلي وكانت من سنين كبير أمرها ما حصلت ما حصلتش تمام شايفها ازاي اللي حصل وشايف اللي جاي اللي ندها لي ازاي والله هي كان يعني هو في الرياضة المفروض يعني احنا قطول عمرنا بنكسب الحمد لله وإن شاء الله دايماً هنكسب بأمر الله يعني بس هو اللي حصل المطش دوت يعني بالبلدي كده أنا الفرقة مجاتش يوميها إن هو يعني مش قادر مش قادر قول السهطار مش قادر يعني هو إن إحنا بنكسب دايماً على طول وكلام من ده فكان فيه حالة خمول والمطش زي ما تقول السرق دي يوف يعني بالزبط كده لكن برضو لازم ندي نادي المعادي حقهم طبعاً المعادي عمل مطش جده 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 قدر يستغل الفرصة أكيد قدر يستغل اللي هو حالة الهبوط اللي عمد العبنة النادي الأهلي وقدر هم يستغلوا المطش دوت وعملوا مطش كويس جده ومعهم مدارب محترم جده كابتر خليت خيري كابتر خليت خيري طبعاً عمل مطش كويس جده وبركتله بعض المطش وكلام من ده والحمد لله دي كانت كابوة وربنا وفقنا بعديها ولعبنا المعادي تاني تاني أسبوع في طولة الدوري العام وكسبنا فرق 16 أو 17 حاجة جده والحمد لله إحنا الوقت ترتبنا الأول في الدوري ونهينا للدور الأولاني وإحنا الأول دلوقتي وإن شاء الله بإذن الله هنبدأ بعد ثلاث أسابيع من النهاردة إن شاء الله بإذن الله وإن شاء الله الدوري بتاعنا والسوبر وزي ما متعودين كل سنوات حتة بقى من كابتر عاطف طه حتة بقى صوت متقرر الهو كابتر صراح عاماً ليه بعد المطش؟ معيك أكيد جيه على جنبه وكلم كلام كتير بعد المطش المعادي بعد المطش المعادي ده بإزاي؟ هو أنا بصراحة نضغط علم بأمانة والله يعني لدرجة إن أنا كابتن ساميرا معي أنا مروح في العربية لدرجة إن أنا ملخيلي جابت دم يعني من كتر الضغط العالي وميها يصل صلاح ما كانش كابتن ياسر ما كانش مصدق يعني بقول لها حاصل بقول لنا وفي إيه؟ يعني الفرقة كانت في حالة صعبة جداً والحمد لله يعني وهو بعد كده يعني هو مصمم يخصب منهم فلوس فأنا بحولك نعمل أنا مشخصي بتممك إن شاء الله مشخصي لا لازم العقاب والسباب والعقاب لقد انسحر فيه روح حلوة في جهاز كرة اليد بصفة عامة بين الإداليين والمدرين الفنيين والمدربين الروح دي مكتبينها إزاي بتعملوا إيه مع بعض؟ مصر إحنا جينا أول الموسم وقعدنا قبتن ياسر صراح ودكتورة هلا مكتورة هلا طبعاً دي أختي كبيرة وصحبتي وحبيبتي وكل حاجة مكتورة هلا تعلمت منها كتير بصراحة وليسة بتعلم طبعاً منها لها دور كبير في حياتي جداً الإدارية طبعاً قعدت معنا وكابتن ياسر قعد معنا وكل الناس بص يا كبتن خالد إحنا عندنا حاجة حلوة قوي إنت متعرفش مين مع مين إنت متعرفش أنا معي فرق إيه كبتن عاطف مع مين كبتن عبدالله كبتن حسناء كبتن أميرة كلكو كل لغوة واحد كلنا واحد أي مطش حتى لو ضعيف بتلاقي كل الناس موجودة كل الناس موجودة دي روح ندل متعرفش مين تبع مين ولو لقيت حاجة بتجري تقول نعمل كذا ممكن حد يجري يجيب ميا ممكن حد كلنا إيد واحد وإحنا ده اتفاقنا عليه من الأول خب لك كمان إن دي روح النادي الأهلي أساسا يعني حتى اللي بيجي عندنا جديد من بره بيكتسب الروح دي لوحده حيل المصر شغال لقي كل الناس جاية كل الناس ما بتبقاش عارف بقدا مين اللي قاعد مين اللي رايح فرقة مين دي حاجة كويسة والحمد لله ربنا بيكرم يعني كبتن صحر هناخدك شوية ومتلعيب مستوى بيانات مصر أو سيدات مصر يحلي فين من وجهة نظرك مستوى السيدات لأ مش حلو طبع الناشئات هم اللي دوقتي طالعين مستوى السيدات بسبب مفيش منتخبات تتعاملت بدري عن كده يعني أنا كنت مسكة إدريت منتخب مصر 98 أخذنا أول أفريقيا أخذنا تسع عالم الناس دي راحت فين دلوقتي ولا حاجة انتهى الجيل ده طب ليه الجيل ده انته نحن لازم نهتم بقى 98 مساعتقد أن حصلت خسارة في كاس العالم وحصلت خسارة في البحر أيا كان أنواع الخسارة لكن في أجيال 96 كانت موجودة منتخب حصلت طبعا خسارة حصلت خسارة في 98 وحصلت خسارة وخذنا تاني أفريقيا بعد ما كنا مقدين أول أفريقيا بس هي برضو أنا شايفة أن دي إمكانيات 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 طبعا أصارت إيه اللي يفرقنا عن الأفارقة يعني دايما إحنا في الناشئين بنكسب خلاص البنات بتوعنا بقى تريد مارك في الناشئين والشابات لكن لو طلعنا الدرجة الأولى قبل كده كان عدلة تجارب بنخسر فيها ليه؟ أنا بقول لحضرتك الإمكانيات إمكانيات يعني إحنا جينا في 98 قبل ما نسافر كاس العالم وروحنا بترد البحر المتوسط سيدات كل البنات إصابات طبعا طلعنا بعديها على كاس العالم مفيش زائد البنيان طبعا بيختلف بنيان الفرق الأفريقية غير بنيان البنات المصرية بنيانات المصرية كمان بتتجي دلوقتي خلاص الجامعة خطوبة تتجوز يعني ما عندنا الفكرة دي تغيرت دلوقتي أنا شايف الاهتمام أقوى كتير جدا 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 في النواحي من ناحية أولاء الأبور والضغط على الموضوع دي أعتقد اتحاد المصري في المرحلة الجاية ممكن يستجيب أو ممكن يبتدي يفكر في المواضيع دي بس هو أنت عرف الاتحاد المصري دي عنده كاس العالم والولاد فيه بس هو داخل مع الولاد أكثر طبعا طبعا هو ما فعلا بيحققوا المستقبل في النادي الأهلي والمرحلة اللي جاية ست شهور الجاين عندنا إيه بالضبط وتتمنى إيه في سنة والله يعني هو المستقبل بإذن الله بإذن الله كرة لاد ناشئين في النادي الأهلي المستقبل لهم وفي كذا فرقة في النادي الأهلي تبشر بخير وتبشر أن هم دول هبوا لعيبة المتخب مصر ابتداء من فرقة 2006 و2007 يعني لعيبة ما شاء الله عليه كوة جثمانية هيلة مهارات يعني وأهليهم بصراحة يعني مش مكسرين جدا معهم بيتعبونا إحنا بس إحنا عندنا منتخب 2002 منتخب اللاعبات من عندنا من لاد نادي الأهلي من طعمين كمال ب2004 والمستقبل كله يعني إن شاء الله بإذن الله طبعا يعني إحنا كل جميع المراحل للمنتخبات لعبت نادي الأهلي وبالنسبة لفرقة الدرجة الأول إحنا السنة دي كابت الناس الصلاح وكلام من ده يعني لما عادنا وكلام من ده حتى اللي بيلعبه الفرقة الأول للسنة دي فيه من 2000 ما شاء الله من 2002 صعدناهم وبيلعبوا مع الفريق الأول ودول إن شاء الله بإذن الله هم مستقبل كرة لاد في المصر في المرحلة اللي جاية وانا بشكرهم جدا بصراحة وبشكر فريق الدرجة الأولى وكابتن ياسر صلاح طبعا علشان كلهم طلبة ما شاء الله في اللي في هندسة واللي في طب واللي في كذا برضو بيقدر يوفقوا بين المطشاط والتدريبات علشان ياسر صلاح ما عندوش الحتة إن العطفة دي خالص ما عندوش عطفة كلمة أخيرة للمجلس الإدارة كابتن عطف طاح مجلس إدارة النادي الأهلي بصراحة بقول لهم بالتوفيق إن شاء الله دايما وبشكركم جدا جدا على أي حاجة إحنا بنطلبها بصراحة بتستجاب وإن شاء الله أني وعدكم إن الدوري والكاس والسوبر بأمر الله بأمر الله بتوانيد الأهلي زي ما تعودنا دايما وألف ألف شكر لكم وإدارة النشاط الرياضي من مجلس الإدارة كلمة أخيرة من كابتن صحر محمود كابتن النادي الأهلي وكابتن منتخب مصر في مجلس إدارة النادي الأهلي نشكر طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي وعمل بصراحة عمل معنا مجهود عظيم يعني إدارة النشاط الرياضي لا أنا شايف أن فيه تمام غير قبل كده تماما بالفرقة الجماعية بإزاي منظومة رائعة وكلسان طيبين ويعني ورطيني وشرفتانا كابتن عاطف ودائما في الإيد مشرفانا ومنورانا ودائما في الإيد في المقدمة سيدات أو رجال نتمنى في المرحلة الجاية بإذن الله حظ كثير أو كل البطوات اللي جاية لإرضاء وإسعاد جماهير النادي الأهلي في نهاية حلقتنا شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة